منافسة قوية بين المشاركين طبعا اليوم انت ممشارك في هذه البطولة لانك اوتو سيزن ولكن اغتنمنا الفرصة وجودك معنا واكيد راح تثري اليوم التعليق وتثرينا ايضا بالمعلومات لان معظم اللاعبين تعرفهم وعندك دراية باساميهم وعندك دراية ايضا بالفرق والمنافسة اذا الان في هذه اللحظات سوف نستعرض معكم مشاهدين الكرام الاسماء اللي موجودة وبالاضافة ايضا الى المكان الجميل اللي نتواجد فيه حاليا قبل ان نخرج من هذه المنطقة يجب ان نعرج على هذه المنطقة الجميلة اللي فيها اسرة ال مكتوم الكرام وعلى حكام قادة القرن التاسع عشر وايضا الاحداث التاريخية المهمة المرتبطة بهذا المكان لان هذا البيت الذي اتحف الجميع حقيقة من هنا سكان امارة دبي وخصوصا من هذه المنطقة منطقة الشندغة وايضا المنطقة المحاذية للبر الاخر وهو ديرا ديرا وهنا بر دبي كما نشاهد وهذا خور دبي القديم ولكن نلاحظ معكم الان هذه المنطقة كما كانت في السابق عادت من جديد على نفس الهيكل اللي كانت عليه في الماضي وعادت بالصورة المثلة حيث كان هنا في هذا المكان بيت الشيخ سعيد المكتوم في هذه المنطقة وايضا هنا في هذه المنطقة كان التجمع لاهالي مدينة دبي وايضا هنا كان التجمع لجميع القادة الذين وصلوا الى المراتب العليا من خلال القيادة وايضا هنا تربى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه وهنا ايضا كان الشيخ راشد بن سعيد آل المكتوم طيب الله ثراء مؤسس دبي الحديثة من هذا المكان انطلقت الحداثة من هذا المكان انطلقت النهضة والتجارة كانت في هذه النقطة خور دبي الشهير والشندغة حاضرة لكل تلك الحقب من الزمن نعم انها كانت هنا نقترب ايضا من نفق الشندغة الشهير الذي تم افتتاحه في عام 1975 وهو اول اول مسرب اول مسرب واول نفق ما بين ما بين الضفتين في خور دبي وسبق ايضا المعبر الاول كان هو معبر جسر آل المكتوم هو الاقدم على الاطلاق وبعد ذلك اتى هذا النفق نفق الشندغة الذي بطول الخمسمائة وستين متر وتم ايضا هناك التعديلات على هذا النفق اللي فيه مسربين وايضا الان هذا المكان اللي نمشي عليه تحديدا تحته مر النفق هذا المكان اللي نمشي فيه ومن الجانب الاخر ايضا المعبر السادس جوف اليوم علامة الانفينيتي الخلود اللا نهاية نعم الانفينيتي ايضا هذا الجسر وهو يعتبر المعبر السادس من المعابر اللي موجوده معبر الخليج التجاري جسر القرهود بالاضافة للجسر المائي العائم ايضا جسر آل المكتوم انفينيتي هو الاخير وهو ايضا يتواجد في نفس النقطة التي يتواجد فيها نفق الشندغة ومن اشهر المناطق هنا تفرعت حقيقة النهضة وبدأت من امام هذا الخور الجميل الذي يقسم امارة دبي الى قسمين بر دبي وديرة والبعد تقريبا في هذه النقطة مئة متر فقط الى مئة وخمسين متر ما بين الضفتين يعني حتى في الحقبة من الزمن اهالي المنطقتين كانوا يعبرون تلك المنطقة في حالة الجزر مشيا على الاقدام يعني في حقبة من الزمن الى ان اتى الوقت وكان هناك اول مشروع لتعميق هذا الخور للسماح لسيولة دخول السفن التجارية عرفة السفن التجارية الخشبية في هذه المنطقة حاليا نتجه الى المعبر السادس هذه المنطقة التي تعتبر هي من اشهر المناطق الاثرية والتراثية على مستوى امارة دبي مكان جميل يوسف صحيح نشوف حين المجموعة والكوكب الام ما زالت في الانطلاقة الشرفية امامهم الدراجة النارية طبعا بالنسبة للمسابقين لا يجوز تجاوز الدراجة النارية بعد انطلاق الصباق بالصفة الرسمية وبشكل رسمي اعتبر هذه او نسميها الانطلاقة الشرفية نشوف الكوكب الحين على الجسر او اتوقع الجسر انفينيتي نعم نعم ناس ما قلت قبل شوي فنتمنى ان شاء الله بداية طيبة لجميع المسابقين وبالاول والاخير اكيد السلامة لجميع المشاركين العدد طبعا اليوم نحن عبنا 246 دراج في خط او على خط الانطلاقة ونعبر حاليا هذا الجسر الشهير وهو جسر الانفينيتي وهو جسر لا نهاية لا نهاية للتطور لا نهاية للنهضة لا نهاية للتقدم والتحديات لا زالت قادمة وهذا كما نشاهد الان الارتفاع يصل الى 15 متر ليسمح للسفن باحجامها ان تمر وتعبر من تحت هذا الجسر جسر الانفينيتي وهذه المنطقة منطقة ديرا ندخل الان الى منطقة ديرا وهذه هي الضفة الثانية للشندغة وبر دبي وهذه المنطقة هنا عدينا المنطقة اللي فيها سوق السمك القديم وايضا هذه المنطقة منطقة سوق الذهب مشهورة كان باسم سوق الذهب هذه سوق الذهب منطقة وايضا المر على المنطقة اللي فيها ومن اشهر هاي منطقة فريج عيال ناصر فريج عيال ناصر وفريج المرر طبعا هاي الفرجان القديمة هي تعتبر هي من تفرع لها بعد ذلك إلى الحمرية وإلى الراشدية وإلى المناطق اللي في ديرا طبعاً نحن الآن في ديرا وأيضاً منطقة الممزر اللي هي تعتبر الحدودية بينها وبين إمارة الشارقة ومنطقة نايف أيضاً نعم طبعاً نايف كانت مشهورة هذه المطلقين نايف عندك فيها مركز شرطة نايف هو يعتبر أقدم مركز شرطة تواجد في ديرا نعم والمحكمة في نفس المكان هو مركز شرطة هو محكمة في نفس المكان فهذا الجسر الآن في هذه اللحظات طبعا أنا تربيت في هذه المنطقة يوسر أنا هذه المنطقة كنا نحن درسنا في هذه المنطقة هي مدرسة الأحمدية فيه المدرسة الأحمدية القديمة اللي تم بناها في 1912 يعني حتى هذه المنطقة طلعت أفطال في رياض دراجات أيضا هي طبعا نعم لأنه منهم محمد يا الله باسمه المزروعي نعم المزروعي كان أحد الأفطال في نادي الشباب كان أيضا لو تعرف الزميل الإعلامي جمال بوشقر كان أخو عبيد أيضا دراج في نادي الشباب من اللاعبين الأقدام أيضا رحمة الله عليه درويد جمعة بعصيبة كان واحد من أهالي ديره وله شقيقة المهندس منصور رئيس الاتحاد أيضا على فكرة يعني من الفرق اللي كانت تلعب دراجات نادي الشباب زمان في فترة السبعينيات معظمهم كانوا من أهالي ديره من هذه المنطقة هذا المكان اللي نحن نمشي الآن عليه هذه المنطقة هي اللي هي كورنيش كورنيش طبعا ديره كما نشاهد الآن وأيضا نشاهد فندق حاتر جنسي هذا يعتبر من أقدم الفنادق اللي هي تعتبر الفارهة وأيضا كان أعلى ممكن مجسم تشوفه في ديره وقتها يعني في نهايته كانت فيه سبعينات نهايته سبعينيات تمت طبعا افتتاح تقريبا ممكن أنا مو متأكد لكن اتذكر يعني مع تسعة وسبعين ثمانين واحدة ثمانين في هالفترة كانت افتتاح في وقتها كان يعد من أفضل الفنادق اللي موجودة فيه طبعا أنا فيها كان مطعم الدوار فوق صحيح نعم زرته هذا قديم ترى يعني كان شي هي يعني تأخذ الوجبة وهذا وتمر وتشوف دبي تمر من على الخور وانت مرة تلقى نفسك تلف وببطل طبعا ولكن تستمتع بهذه المناظر الجميلة طبعا التطور الجميل هذا فريج المرار اللي نشوفه الآن هذا فريج المرار وهذه المنطقة اللي راح يرجعون منها الآن هذا هذا مستشفى بالهول هناك مستشفى دبي من طبعا من أقدم المستشفيات اللي موجودة هنا في ديره وأيضا هذه يعني أنا حين ذكريات كانت هنا مكان موقف هالة تشوفه كانت هنا مدرسة الخنسة للبنات فريج المرار هي فهذه من أقدم المدارس اللي كانت للبنات وقال للبنين كانت مدرسة الإحمدية اللي كانت مقابلة للشندغة أنت درس فيها؟ درس فيها هذه الأحمدية هذه تم افتتاحها في فترة منتصف الستينيات وتوجيهات من المؤسس مؤسس النهضة هنا في إمارة دبي مؤسسها طيب الله فراشيخ راشد بن سعيد وهو من وضع اللبنات الأولى وأيضا درس أيضا في المدرسة الأحمدية القديمة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راجد المكتوم أيضا درس في الأحمدية القديمة وفي منهم شيوخ أيضا درسوا في هذه المدرسة مدرسة الإحمدية لأنها أول مدرسة كانت موجودة في إمارة دبي رسمية كانت صغيرة موجودة كانت في وسط الآن أصبحت متحف في الوقت الحالي متحف في المنطقة اللي نحن نشوفها المنطقة هذه اللي عدينا شفت أنت قابلنا شوي ما قولها كنيسة وقسمة وهذا منطقة الراس هني في هالمنطقة واللي مقابل شندغة كانت المدرسة الإحمدية اللي هي تعتبر الحديثة اللي في منتصف الستينيات تم بناءها هاينا درست فيها في السبعينيات يعني في يعني هي تعتبر حلقة أولى أو حلقة ثانية مدرسة الإحمدية هذه كانت ابتدائية مضم الحلقة الأولى نعم هذه كانت ابتدائية إلى صف السادس ابتدائي كانت موجودة لفترة معينة وكانت يعني تأسيسية تعتبر يعني معلومة جميلة وكبتل ممكن نستخدم فيها نعم هذه المدرسة الآن تحولت على الماضل الأولى الإحمدية الأولى تحولت إلى متحف أما الثاني والله أنا خطف عليها من ناكم السنسية نحن شو سووا مكانها هذه المدرسة فيها ذكريات لأنه كان زمان ممكن أن تستمتع بالمنظر الجميل هذا نتكلم شوي عن اللاعبين طالما نحن نحن في مكان جميل لازالت السيارة موجودة أنا أتوقع أنطلق السباق على بركة الله تعالى يوسف الآن انطلاقة أولى سريعة مع انطلاقة السباق نشاهد في هذه اللحظات دراج في عملية التاك في المقدمة ويبدو لي هذا الدراج الآن في هذه المحاولة من فريق اس بيكي اس بيكي نعم هذا من فريق اس بيكي ما موجود عندي حاليا اسمه أتوقع اللاعب هذا اسمه حسن من الجنسية المصرية اليوم شفنا السباق بده في أول بركة حصل من يتكوى من اللاعبين أتوقع اللاعب الثاني رقم 109 109 موجود طبعا أشرف الخضيري المغربي مغربي أشرف الخضيري من فريق ايرويك ريسنج ايرويك ريسنج الآن فيه ثنين عاملين أتاك في بداية السباق بمجرد خروج الحكم وإعطاء الإشارة بالنسبة لي بداية السباق صحيح شو شو في الوضع الحين حاليا حاليا أكيد جميع الفرق متاهبة لأي هجوم ممكن الكف اليوم أو خلنا نقول تميل لبعض الفرق بحسب المشاركين اللي شفناهم أو بحسب المستويات الفنية اللي ممكن نقرأ الأسامي اللي موجودة أو الضم اللاعبين منها فريق شباب الأهلي فريق شرطة دبي أيضا فريق الشعفار جميرة وفريق الوثبة وباقي الفرق طبعا جميع يضم مستويات قوية لكن أكيد الفرق حاسب حساب البريكوي إنه ما يبتعد أكثر عن الوقت المتاح لهم يكون عمل كنترول لهذه المجموعة الهاربة فأتوقحنا مثل ما احنا شايفين الحين بعض الفرق تبدأ تشكل في الأمام لمحافظة الفارق الزمني بين المجموعة الهاربة والمجمع الأم حاليا نحنا طبعا نزلنا من جسر الانفينيتي نعم وباتجاه جميرة وأيضا شارع الميناء نعم طبعا ميناء راشد يعتبر من الموانئ العريقة في إمارة دبي وكان يستخدم ولفترة أيضا قريبة ولا زال أيضا يستخدم للبضاع ويستخدم أيضا للسفر يعني هو ميناء للسفر يعني حتى فيه جوازات وفيه أيضا منفذ يعتبر منفذ من المنافذ البحرية لدولة الإمارات ومعتمد وحاليا حاليا السرعة موجودة في كنترول كما وشاهد من اللي ما أخذ الكنترول في الأمام يوسف حاليا مو بنبين كابتن عبدالله أكيد لكن أغلب الفرق اللي هي تبغي توصل للسرعة النهائية اللي يتضم اخصاص الاسبرانت فهم اللي بيأخذون أو بيأخذون للراس الحين فيحاولون يعملون كنترول أتوقع الفرق اللي ممكن يتشكل في الأمام يكون فريق شباب الأهلي وأيضا شرطة دبي ولاحظة الآن من فريق الشعفار باللون الأصفر مجموعة كبيرة موجودة تحاول أن تتقدم طبعا صحيح سالم الشميلي هو اللي فاز مؤخرا بطل صباق الهواء نعم الهواء اليوم الفرق اللي موجودة أيضا من الهواء المواطنين موجودين أيضا تشوف في عملية أتاك أتاك قوي من شرطة دبي اثنينة واحد من فريق الشعفار يبدو لي سعيد أبو الواش الوثبة نعم فريق الوثبة اليوم فريق الوثبة نازلين بعناصر قوية بالمناسبة أربع فرق نازلين نعم اليوم فريق الوثبة عندهم أربع فرق عندهم ماجد الصايغ من المواطنين كان موجود فيه صحيح وحققوا لأول مرة الوثبة على فكرة المركز الثاني للفرق مؤخرا صحيح في بطولة الهواء هاي يمكن نتيجة هي تعتبر نتيجة التاريخية مميزة مميزة لهم لأول مرة مع أنه فريق الوثبة من الفرق يعني اللي كانت وبدت البدايات الأولى للفرق المجتمعية صحيح لكن أول مرة تحقق هذه الفرقة نتيجة وبوديوم مركز ثاني أنا أعتقد أننا تغلبوا على فريق الشعفار أكيد فريق الوثبة بحكم الأسامي اللي يضمها أكيد نشوف الانتدابات اللي كل سباق نحن نشوف أسامي يديدة وجديدة حاضرة في تمثيل فريق الوثبة ونفس ما أنتشفت الحين في الأتاك اللي حصل قبل شوي كان لعب يضم يعني يتضم المجموعة من فريق الوثبة عندهم حقيقة منصور جواد معروف من المنتخب البحريني من المنتخب البحريني اليوم يلعب في فريق الوثبة عندنا أيضا يحيى الدين الشمري يحيى خليفة بالفعل ما شاء الله عليه وهو اللي حقق المركز الثالث الجراند فوندو صحيح من الوثبة يعني فريقهم جيد نشوف أيضا من الفرق اللي موجودة اليوم من الفرق المجتمعية نشوف فريق تورك موجود في هذه المشاركة بقيادة زعل بن زعل وطبعا اليوم هو ممكن وعكة صحية ما بقادر يشارك ولا بيكون موجود يوم زعل نعم ومعاه في المشاركة بيكون سعد علي ثاني وأحمد الفهين طبعا ما شاء الله عليه أحمد صحيح أحمد يوم الأيام حقق المركز الثاني لا حظنا صحيح لاحظنا التطور الملحوظ اللي حصل مع فريق تورك من بدايته لحد آخر صباق اللي يقيم في سيح السلم اليوم فريق تورك أيضا يضم عندك لاعبين جيدين أو يعتبرون يعني من مثل سعيد مروان صحيح وأحمد الفهيم عاد الجلال حسين النجار وحسين النجار هذا كان لاعب سابق يعني في المنتخب صحيح ولكن وقف في دعشر سنة وحين رجع ورجع مرة ثاني وسبب بطولة السلاحة طبعا هذا الفريق طبعا برعاية مؤسسة الإمارات البترول وطيران الابتحاد والبراري للعقارات البدايات هذا الفريق حقيقة مع البراري للعقارات وبعد ذلك ايرويك سايكلينج تخيل يعني النشاط اللي وصل له وهذا النجاح لفريق تورك وقيادته وإدارته يعني فريق مجتمعي يحصل على هذه الرعاية بهذا الحجم صحيح يعني مؤسسة الإمارات البترول طيران الاتحاد يعني شوف وصلوا لمستوى عالي من حيث الإدارة أيضا والتسويق أكيد هناك فريق عمل إداري قائم على هذه الأشياء وفريق تسويقي أيضا يسوق لرياض دراجات بطريقة أو بأخرى مثل ما احنا شايفين فريق تورك يضم ناس ما تفضل قبل شوي شركة لمات البترول طيران الاتحاد البراري أيضا ممكن ايرويكس في كولوبريشن ما بين الشركتين منهم هوم تيم تورك أو ايرويكس سايكلينغ فإحنا أكيد سعيدين نشوف أن رياض دراجات في هذا الانتشار في هذه الرعايات أو الشركات الكبيرة اللي ترعى الفرق المجتمعية فهذه نقطة إيجابية تعتبر إضافة قوية لسباقات الدراجات اليوم عدنا من الفرق اللي موجود يوسف نستعرض الأسماء للمشاركة من الفرق أتركها لك أكيد الأسعابي موجودة عندنا اليوم المنتخب السعودي مشارك وماشاء الله عليهم في منهم من الفئات العملية لهم الشباب يعنين 18 سنة أحمد ابو عبدالله من المنتخب السعودي وبقيادة المدرب سالم السالم وأيضا الميكانيك الفني حسن قاصبو الأسماء اللي موجودة اليوم من المنتخب السعودي اللي شرفنا في هذه المشاركة وهذه المشاركة الثالثة للمنتخب السعودي في بطولة النخبة رجال أحمد ابو عبدالله الحر الخليف وحسن أحمد إبراهيم حسن الجمعة وسلمان ربح وأيضا عبدالعزيز هاشم وغسان الملباري هذا الفريق الأول اللي منازلين في اليوم فريق السعودية ألف أما الفريق الثاني أنا ملاحظ أن اليوم الفريق ألف أربعة منهم شباب جونيور وهم نفسهم أبطال العرب في المطاردة الفراقية الفراقية في البطولة العربية الأخيرة البطولة العربية جيل جديد يعني طالي المنتخب السعودي أيضا عندنا المنتخب السعودي الثاني موجود علي عبدالله السليمي وأيضا فهد مصفر أو سفر الغامدي ومرتضى الشغب وهاني وليد المرهون ويوسف علي اليوسف طبعا هذا من الشرقية يوسف علي اليوسف ذكرها يعني ما شاء الله ولي 99 لاعب كان ممتاز يعني من اللاعبين لاعبين نادي الفتح أغلبهم شباب أتوقع هذه فرصة كبيرة للمنتخب السعودي سواء كان المنتخب ألف أو بأ أنهم يحتكون في مثل هذه المشاركات المشاركين أيضا أسامي الكبير اللي موجودة في بطولة السلم النسخة السابعة أتوقع فكرة أو اختراح جميل كان من الأخوة في الاتحاد السعودي أنهم يزجون بأسامي شابة أو دماء شابة في مثل هذه البطولات وتعتبر فرصة لهم أيضا أنهم يأخذون الإكسبرينس والخبرات اللي تحصل من خلال هذه الصباغات من الفرق أيضا اللي موجودة اليوم أيضا عندنا فريق منتخب سلطنة عمان منتخب سلطنة عمان ما شاء الله اليوم في هذه المشاركة يتواجد الوليد خالد خاطر المسكري وأحمد البطاشي وحاتم حمدان البوشري وحسام جعفر رواح ما شاء الله حسام لاعب ممتاز أنا شاهدت في طواف صلاة وأيضا خلفان الجرداني بالإضافة إلى فيصل سالم المعمري في عملية أتاك يبدو لي هنا محاولة هروب أكيد من لاعب فريق الوثبة منصور هذا منصور جواد البحريني من فريق الوثبة في عملية أتاك خروج من الكوكبة الآن إمكانياته جيدة أنت شاركت يا أيضا صحيح أكيد لاعب منصور يعتبر من أقوى اللاعبين في المنطقة البحريني أو في دولة البحرين أكيد اليوم نحن خلنا نتكلم بشكل تكتيكي أكثر ليش نحن نشوف محاولات الهروب من بداية الصباق والصباق باقي عليه أو مسافة طويلة 172 صحي 172 يعتبر مسافة طويلة من منصباق يوم واحد أكيد خلنا نتكلم ممكن نشرح للمشاهد ليش تحصل أتاكات في البداية أكيد الجميع يحاول يهرب من التكتل اللي حاصل الحين أكيد يعني نشوف الفرق عام لكن ممكن أنه يعمل عملية هروب من بعدها تلتحق في بعض اللاعبين اللي هم يعملون الأكشن في نص الصباق فيكون هو خرج بسلام من بداية الصباق من أي حادث ممكن يحصل لا قدر الله ممكن يتفادئ بعض الطرق الضيقة أو المخارج اللي احنا حين لازم نشوفها مع بعض مثل شفت مخرج جنوب أبوظبي فإن شاء الله توقع اللاعب لوحده بيكون شوية صابت يتميل تحقون في بعض اللاعبين أو من الفرق الأخرى أنهم يساعدون في عملية اللي بريكوي هذا نحن مرينا من دار الاتحاد وهذا الشارع الشارع الثاني من ديسمبر حالياً طبعاً هنا المركز التجاري وهذا رايحين لشارع زعبيل هذا شارع زعبيل حالياً وبعد ذلك بناخذ إلى شارع المستقبل اللي هو المحاذي لشارع الشيخ زايد ومحاذات البرج التجاري وبراج الإمارات وهذه المنطقة الحيوية في إمارة دبي مناظر جميلة ممكن نشوفها مع بعض طبعاً ولازال منصور إذن الآن منصور جواد في مقدمة السباق من فريق الوثبة صحيح ونازلين قوية اليوم فريق الوثبة من فريق الوثبة ألف أكيد نعم ما شاء الله عليه طبعاً هو الآن يستعمل دراجة البحرين مريدة هذه نعم هذه اللي كانت زمان أكيد لحد الآن يستخدمون فريق بحرين فيكتوريوس الفريق اللي هو الورتور أكيد فريق البحرين أيضاً يضم مع فريق البحرين أكاديمي وهذه الدراجة المستخدمة للفريقين اللي هو سواء كان الورتور أو البحرين أكاديمي فأتوقع المريدة بايكس اللي هي السبونسر أو المين سبونسر للدراجات للفريق البحريني لاحظ الآن هنا في هذه الأثناء فريق شرطة دبي هو من يظهر مع المنتخب السعودي في المقدمة والجميل أن نشوف يعني فريق العين فريق العين اليوم ما شاء الله فريق العين للدراجين هذا فريق العين للدراجين جي اسمه وما شاء الله يعني نشوف عبدالله قاسم الفقيه وعمر الشيخ ومحمد بن حميد بن راشد وأيضاً موسى عبدالله المعمري ما شاء الله عليهم هم اللي ماخذين الراسل هل نشتغلوه مع فريق شرطة دبي بدايتحرك ثنين موجودين في الأمام الغريب أنه ما موجودين من شباب الأهلي لحد هذه اللحظة والله يتوقع يا كابتن عبدالله اليوم احنا شايفين المجموع الأم في حالة أهوب يعني الكل قاعد يشوف الثاني أو الكل قاعد ينتظر الثاني شو راح يحصل في بداية الصباق أكيد مش أي فريق يبغي ياخذ زمام المور من البداية يتريل فرقة الثانية شو تقدر تقدم من خطط شو الأشياء اللي ممكن تقدمها من يعني كنترول أو هجوم في البارت الأول من الصباق أنا ما شفت الحين لاعب من شرطة دبي ينظم للمجموعة الهارب أو يحاول أنه ينظم للمجموعة أو الاثنين اللاعبين اللي ماخذين المقدمة منصور جواد وفي الصورة اللاعب الثاني أتوقع من فريق تورك فهذا أكيد أبراج الإمارات طبعا أبراج الإمارات وحاليا نحن في شارع المستقبل شارع المستقبل نعم ومتحف المستقبل هنا وهذا المتحف أيقونة حديثة هنا وقد كانت بمبادرة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم وهنا لا منتهى للنهضة لا منتهى للحضارة فهذا المستقبل هنا متحف المستقبل يعتبر من المتاحف التي تستشرق للمستقبل وأيضا للعلوم القادمة التكنولوجية الحديثة والمستحدثة للمستقبل فبالتالي هذا المكان رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم وأيضا تيمنا بكلمات كتابه الشهير وهم أكثر من كتاب ولكن هذه الكلمات المحفورة في هذه الصورة كما نشاهدها الآن أخذت من كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم كان هناك كتاب رؤيتي وأيضا ومضات مضيئة في تاريخ هذا الرجل اللي حقق حقيقة النسبة عالية من المبيعات كتاب رؤيتي على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم لأنه كان بالنسختين النسخة العربية وأيضا الإنجليزية لا زال جواد في المقدمة بتقول شيء يوسف أكيد المحاولات هذه محسوبة لمثل هذه الفرق المجتمعية كابتن في المشاركة النسخة السابعة من بطولة السلم أكيد اليوم الصباق يضم أسام كبيرة نحن نتوقع من كثرة المشاركين نحن نفرز أو نذكر للأخوة المشاهدين عدد الفرق المشاركة فتوقع 246 دراج مشاركة اليوم في بطولة السلم و40 فريق صحيح 40 فريق أيضا و37 جنسية ممكن يضم هذا الصباق توقع رقم كبير 37 جنسية من 5 قارات موجودين اليوم طبعا الجنسيات اللي موجودة يمكن اليوم عدنا تقريبا عدنا نبذة من دولة الإمارات مشاركين 93 عدنا من الفلبين 31 من سلطنة عمان 18 المملكة العربية السعودية 13 من الجزائر ما شاء الله 10 لاعب من الجزائر عدنا أيضا المملكة المتحدة بريطانيا عدنا 11 لاعب بريطاني عدنا من البحرين 9 عدنا من الجمهورية العربية السورية وما شاء الله سبعه لا تنسى بعد مؤخرا بطل العرب سوري وسان الصباهي مؤخرا نعم وحققوا أيضا ذهبية السيدات يمكن آخر مرة فوزوا فيها كان في عام 2011 في مصر انت كت موجود صحيح انت شاركت فيه وانت حقق ذهبية أيضا نحن لازم حين نخصص وقت نتهم عن النجازات والتاريخ تاريخ يوسف ميرزا من خلال المشاركات هذه فرصة اليوم نحن حقيقة نرافقني في هذا التعليق اليوم يوسف ميرزا بطل آسيا وبطل العرب وتاريخ حقيقة يعتبر من أفضل دراجين اللي مروا على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة نحن اليوم أعتقد أنه راح يثري هذا السباق ويثري أيضا التعليق على السباق وجود يوسف ميرزا معنا راح يبك ترى مرة ثانية شكرا لك يا كابتن عبدالله وأنا سعيد بتواجدي معك وتعليق على السباق هذا القوي أتوقع أن يكون في عدة أكشينات راح تحصل في السباق شايفين المنصور للحين في المقدمة أتوقع سيتم اللحاق به من دراجين أو أكثر في لاعب من فريق الشحفار أتوقع اللاعب سعود الزعابي ومع ذي من فريق الوضب أيضا اللي هو اللاعب عبد الرحمة المنصوري في محاولة هروب لتشكيل فارغ زمني مريح للمجموعة الهربة ويخف الضغط عن المجموعة الأم فأتوقع هذا اللاعب عبد الرحمة المنصوري خلف سعود الزعابي من الشحفار خلف اللاعب مش واضحة توقع من نادي بوضبي توقع زايد اللاعب اللي من نادي بوضبي والله ما أظني لكن هذه محاولة الآن قوية لأن فيها الآن صار من فريق الوثب عبد الرحمة المنصوري في الأمام سعود الزعابي من فريق الشحفار ومعهم أيضا جواد منصور جواد من فريق الوثب ويحاول ينظم في الخلف الآن أحد دراجين نادي بوضبي للدراجات ولكن الضغط الشديد موجود من شرطة دبي والمنتخب السعودي صحيح تم اللعاق به أكيد المجموعة تبغي تقلص الفارق بين المجموعة الأم والمجموعة اللي عامل عبد الرحمة ويتحاول أنه يتاخذ وقت أكثر لكن الضغط اللي هو خلال داخل النفق كده احنا جاي فيه مع بعض ما شاء الله سرعة سرعة كبيرة موجودة نحن الآن دخلنا إلى بوليفار شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد الآن صحيح وأغلى كيلو متر مربع على مستوى العالم ويتوسط هذا الكيلو المربع هو برج خليفة الأطول على أطول ممكن نقدر نقول الآن حاليا فيه منافسة جاية لكن لا زال محافظ على أنه أطول مبنى على مستوى العالم معاكم الآن سعودي ماخذ الراس في الأمام مقدمة السباق ثلاثة من فريق الوثبة في محاولة قوية في المقدمة الآن وأداء جبار لهذا الفريق في هذه اللحظات نشوف من عناصر هذا الفريق في المقدمة منصور محمد منصور جواد معا أيضا الآن أيضا من فريق الوثبة عبد الرحمن منصوري الجزائري ويدخل معاهم يبدو لي يحيى الدين الشمري ربما يكون يحيى هو اللي موجود معاهم ثلاثة لكن أعتقد الآن القوة بدأ يدخل فريق شباب اللهلي يا جماعة شباب اللهلي اليوم عناصر تعالح ما تكلمنا عن شباب اللهلي صحيح شباب اللهلي يتحرك يتحرك فريق شباب اللهلي طبعا اليوم نحنا تكلمنا عن فرق وما تكلمنا عن أبناء شباب اللهلي لهم أبناء منتخبنا الوطني صحيح بقيادة أحمد يوسف المنصوري وسيف معيوف الكعبي وأيضا تواجد جابر المنصوري في هذه القوة لنادي شباب الأهلي نادي شباب الأهلي اليوم هو حامل لقب صحيح قادم بقوة يعزز هذا الفريق مع أسماء قوية حامل اللقب بولي جريغا وأيضا معاه رح يكون داميانو كاروسو الإيطالي وهو المحترف القوي واللي حقق وصافة الجيرو الإيطالي والله يا يوسف هذا الاسم روحه هذا أكيد كابتن اليوم نسماء قلنا في انطلاق الصباق البطولة تضم أسامي كبيرة مستويات فنية عالية الاسم نسماء تفضلت قبل شوي هذا توقع شهاب القمشوعي كابتن شهاب العماني نعم من عمان نعم شهاب القمشوعي أو القمشوعي نعم من سلطنة عمان في هذه اللحظات الأمام ثلاثة لكن أعتقد بعد التدخل القوي من فريق كما شاهدنا شرطة دبي وبعد ذلك يدخل فريق شباب الأهلي أعتقد راح تتغير نرجع كابتن لحديثنا اللي هو داميانو كاروزو حقق المركز الثاني في الجي سي أو الجنرال تلاس فيكيشن في الجيرويد يتاليا هذا الشيء بمشاركته اليوم تعتبر جدا قوية لصباق بطولة السلم وإضافة قوية لمثل هذه الصباقات أو البطولات أيضا فريق شباب الأهلي يضم لوكا ميزقيتش اللي هو أيضا محترف في الورد تور لفريق جايكو أيضا فيليب موجود من بولندا ولوكا ميزقيتش من سلوفينيا وداميانو كاروزو من إيطاليا أكيد فريق شباب الأهلي واحد اليوم فريق شباب الأهلي داخل في أكثر عن فريق يتوقع ثلاث فرق منها حامل الرقم واحد اللي هو جابر المنصوري أيضا أحمد يوسف المنصوري وبول جريغا وداميانو كاروزو وسيف نعيف الكعبي وفيليب ولوكا ميزقيتش فهذه السبع لاعبين يعتبرون فريق شباب الأهلي واحد أما بالإضافة لفريق شباب الأهلي اثنين فبيكون بالتمثيل حمدان حسن محمد سيف خميس العامري عبد الرحمن سالم بلوشي وعبد الله جاسم آل علي وأيضا فران من كرواتيا محمد يوسف المنصوري ووليد النقدي هذا الفرق أتوقع فريق ألف وباء فريق شباب الأهلي أيضا فريق شباب الأهلي دبي ثلاثة يضم حسين عبد الله زادة عبد الله الحمادي علي عبد الله الحساني وعمر فاروق المشغوني وأخيرا نواف أحمد البلوشي اليوم فريق شباب الأهلي كابتن داخل بثلاث فرق أتوقع إضافة قوية لأبنائنا المواطنين المشاركين في مثل هذه الصباقات احتكاك مع المحترفين مع مثل داميانو كاروزو غريقا بولي أيضا لوكا ميزقيتش فتوقع تعطينا الرأي كابتن عبد الله في الاحتكاك مثل هذه الأسماء هذه الفرقة الحديدية الآن أنت عديتها أقوى أسماء عديتها الآن كابتن يوسف كما نشاهد الآن والسرعة بمجرد تدخل فريق شباب الأهلي ارتفعت إلى أكثر من خمسين كيلو متر في الساعة على حسب السرعات اللي نشوفها الآن بمجرد تم اللحاق بالكوكبة اللي هي محاولة فريق اللوثبت اللي كان فيها شهاب القمشوعي وفيها أيضا منصور جواد وفيها أيضا سعود الزعابي من الشعفار تم اللحاق بهم رجعت هدت الكوكبة بس كابتن على فكرة الثنين اللي في بداية الصباق عملوا بركوية اللي حد الآن موجودين في المقدمة ما تم اللحاق بهم أتوقع هذه فرصة لهم أنهم يستغلون ياسر البلوشي يطلع عتاك الآن في هذه اللحظات من شرطة دبي شرطة دبي سوف تحاول اليوم أن تبقى حمد الصابري أيضا موجود يتابع في الصورة الآن هنا شباب الأهلي ويبدو في الصورة من شباب الأهلي حاليا فليب البولندي صحيح نعم ميتشوك هذا البولندي دراجة يعني 23 سنة عمره مولي 99 يمتاز بضد الساعة وأيضا لديه قدرة في تحمل السبرينت وسرعة السبرينت يعني ينفع للليد آوت صحيح في السنة الماضية في نسخة السادسة اللي بطوت السلام اللي هو كان اطلاقة من حتى إلى إكسبو صحيح عام الخمسين صحيح فكانت وقع لا مؤثر في مجريات الصباق كابتن اليوم خلينا نتكلم شو رأيك اليوم شو العوامل اللي راح تأثر في مسار الصباق ومجريات الصباق طبعا نحن حاليا في أول 30 كيلو رايحين باتجاهنا إلى ميدان ميدان صرح الرياضي لسباقات الخيل لهذه النقطة إلى ميدان أعتقد أن راح يكون الوضع يعني بهذه الصورة التاكات سرعة الرياح الحالية وأيضا مثل ما ذكرت في البداية طالما نحن داخل المدينة ما في مغطاه المنطقة فما في أي تأثير للرياح الجانبية ما في فنية تسكير تكون فهنا الاعتماد راح يكون عملية الأتاكات والهجوم اللي شفناها والمحاولات واللي رفعت من رتم السرعة الحالي فكل الفرق اللي موجودة الآن لازالت تنتظر تلك النقطة المهمة وهو الخروج من المدينة ومن المنطقة وتحديدا بعد ما نطلع من ميدان حاليا نحن رايحين إلى ميدان وهذا التجاه في هذه اللحظات هذا طبعا الشارع نحن طلعنا من شارع يعني كابتن برأيك اليوم الرياح الجانبية راح تكون مؤثر كبير عندك مقابل شي طلعت أنت صحيح كم كانت سرعة الرياح وممكن تنشط الآن صحيح أكيد بدأ الصباق من 35 دقيقة كانت الرياح شوية خلينا نقول هادي أو ساكنة في توقع سرعتها تصل إلى 11 كيلومتر في الساعة جنوبية شمالية جنوبية جنوبية يعني أمي بالأمي في تسكير صحيح لأن الصباق يدخل له أكيد عدة جوانب أو عدة جاهات في في البروفايل لصباق اليوم هنا عندنا هجوم من عامر الدهماني من فريق الشعفار أيضا من فريق الوثبة معاه وأيضا أسامة صباحي من نادي بوظبي أتوقع المحاولات لا زالت نسو ما تفضلت كابتن قبل شوي أن المنطقة اللي نحن نمر فيها أكيد التكنيك اللي راح يستم استخدام اللي هو الأتاكس هذه عمليات أتاك واضحة واضحة الآن ولكن نشوف سيف معيوف الكعبي من شباب الأهلي طبعا هو بطل طواف صلالة بطل العرب في السباق السكراش نشوفه موجودة الآن حاليا في هذه السكراش أو الإلمنيشن كان شو هذا سيف سيف السكراش سكراش يعني يعني يبت صح صحي نزيل حين نحن في هذه المنطقة طبعا منطقة ند الشباق وحي شيخ محمد بن راشد من الجانب الآخر الآن على يسار الشاشة وأيضا نتجه إلى ميدان طبعا ميدان هذا السباق الدراجات اللي كان في دورة ند الشباق الرياضية احتضان هذا المكان عدة سباقات منذ يمكن 2013 أول سباق نسخة الأولى يعني تقريبا من 10 سنوات أو 11 سنة أنت شاركت في أول نسخة صحي وفست فيها صحي ل 2013 2013 في هذا المكان على هذا الشارع طبعا حتى هذا الشارع استخدمته صحي الدوار اللي هو بجانب طبعا هذا كان مركاض كان مركاض أول الآن هنا على الجه نعم هو كان أزاسا يعني كان المركاض هذا كان سواء للهجن اللي كانت موجودة وبعدين تحول المسار له 80 كيلو طبعا الهجن تحول إلى التراك صحي وكانت البداية الأولى لمضامير الدراجات الهوائية في إمارة دبي بعد ذلك تم تغيير إلى المسار الجديد حاليا اللي هو دي اكس بايك صحي هذا المكان الميدان أيضا كان هنا للخيل سباقات الخيل كان ميدان ند الشبه لسباقات الخيل وأيضا بجانب الآخر للهجن لكن في عام 2010 تم افتتاح هذا الصرح الرياضي اللي يعتبر هو كأكبر صرح وأغلى كأس عالمي لسباقات الخيل تم استضافتها مع النسخة الأولى في عام 1996 من 96 لكن استمر على مضمار ند الشبه للخيل الفترة طويلة إلى أن أتى هذا المضمار الآن وبهذه الصورة رح نتمر عليها الآن هذا هو الدوار ودي إكس بايك من الجانب اليمين والآن على اليسار هذا شارع ميدان وأيضا على يمين الشاشة رح نمر على الصرح الرياضي لسباقات الخيل وأيضا صاحب أغلى جائزة وأغلى كأس عالمية فيسباقات الخيل له كأس دبايل نعم كتبت تقول شيء أكيد لا أنا أتكلم عن المحاولات اللي قاعدة تحصل لأننا شفناها أكيد محاولات عدة هذا محمد محراب نعم معانا توقع حمدان البلوشي من شباب الأهلي لاعبين يحاولون أيضا منتخب سعودي ناس ما تفضلت كابتن قبل شوي هذا حسن الجمعة صحيح ثلاث لاعبين ممكن ينضمون للمجموعة الهارب أو يشكلون بريكاوي ممتاز يتكوّن من ثلاث لاعبين أيضا هنا شباب الأهلي يحاول أكبر عدد ممكن أو يطرش لاعبين أو يرسل لاعبين للمقدمة هنا أيضا ملاحقة من فاروق الجسمي من شرطة دبي أيضا فريق الشعفار في الكنترول معهم اتوقع هذا اللاعب هلال يابر نعم هلال يابر هذا سعيد الواش هذا لا لا هذا هلال يابر هذا طبعا رافض جديد لفريق الشعفار صحيح منظم حديثا لفريق الشعفار كان فريق رابدان صحيح الصباق الأخير كان في رابدان نعم شايفين اللاعب كيف يحاول أن ينسلم المجموعة لكن المجموعة كلها ممكن التراقب بعض شباب الأهلي في الكنترول معهم اللاعب محمد المطيعي موجود نادي بوظبي صحيح شوفناه في المقادل بس الآن بدأ يتحرك نادي بوظبي بدأ يتحرك نادي شباب الأهلي لكن أنا شوف أن أوكلت مهمة الدفاع لسيف صحيح متلاحظ الشيء وزعه المهام صحيح اليوم نحن نعرف السابق مع الأسامي المحترفة أو الأسامي العالمية يفرق الستراتيجي لكل فريق في الصباق لكل لعب توكل مهمة في بداية الصباق أو في نصف الصباق أو حتى في نهاية الصباق فأكيد نحن عارفين أن المهام تتوزع بشكل منسق ما بين اللاعبين والسبورت ديركتور أكيد يعني نشوف هني في حالة هجوم من لاعب حمزة عماري من شرطة دبي لاعب ممتاز صحيح مع اللاعب أحمد مدن أيضا البحريني لاعب جدا أتوقع في المنافسة موجود معهم سيف الكعبي نفس ما تفضلت كابتن قبل شوي أن أوكلت المهمة للدفاع أو للمحافظة على الكنترول لفريق شباب الهلي اللاعب سيف معي في الكعبي أتوقع اللاعب رقم خمسة اللي هو لاعب منتخبنا الوطني سيف معي في الكعبي فأكيد في مساندة من زملاء أبل فريق مثلا لاعب نسمو احنا شايفين علي عبدالله الحساني حمدان البلوشي أيضا أحمد يوسف المنصوري للمحافظة على أنهم يضمنون لنا ما يروح أكثر عن عدد أو يكون عدد كبير في الأبريقا ومحاولة سعودية مرة أخرى المحاولات هذا اللاعب يوسف أيضا اليوسف اللي قلته يوسف دعم يوسف اليوسف ما شاء الله عليه هذا من نادي الفتح السعودي والمنتخب السعودي حاليا ما شاء الله بداي يتحرك للأخضر السعودي صحيح ما شاء الله يعني اليوم المشاركة السعودية المشاركة البحرينية العمانية صحيح وكل يعني يحاول أنه يعمل عملية هجوم وخروج من الكوكبة وبريكاوي وألاحظ بأنه مجرد أنه دخلنا إلى اقتراب لنا النقطة اللي ممكن يكون فيها تسكير لأنه لينا على شارع الشيخ زايد بن حمدان على النهيان هني الرياح بتكون تراها جانبية جانبية فهم يبغون قبل أن يوصلون لهذه المنطقة أن يكون هناك أي بريكاوي محاولة قوية أيضا من شرطة دبي من حارب البلوشي حارب البلوشي شرطة دبي يطلع الآن يبدو لي نعم حارب هذا أول واحد طالع الآن أيضا هو أخضر وبيض صحيح أما اللي وراه سعودية 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 اليوم ما شاء الله عليهم شباب سعودية ونشوف سيف دايما في الملاحقة شوف سيف شباب اللهلي نادي شباب اللهلي سيف معيوف الكعبي بطل طواف صلى الله 2022 صاحب الميدالية الذهبية في سباق الكرات البطولة العربية يحاول أن يتقدم الآن في عملية الدفاع شوف عملية دفاع رائعة من شباب الأهلية الآن شرطة دبي الكل يقول أن شرطة دبي اليوم حكم الأسامي الموجودة صحيح اليوم دعنا نستعرض أسماء شرطة دبي اللي ما أخذ الراس الآن في عملية الأتاك والدفاع من قبل شباب الأهلي سيف معيوف الكعبي حارب لبلوشي ما أخذ الراس في عملية الأتاك محاولة لكن تم اللحاق به حاليا يتواجد في هذه الفرقة لشرطة دبي الفريق الأول إسلام منصوري بطل جزائري معروف وحقق ميدالية على المستوى الأفريقي والعربي أيضا حمزة عماري مؤخرا شارك لبطولة العالم في استراليا تحت 23 سنة بطل العرب في ضد الساعة 23 سنة عماري أيضا اليوم تبدأ تقول شيء؟ لا أكيد أستكمل معاك أو نستعرض معاك أسامي المشاركين في شرطة دبي فريق شرطة دبي واحد إسلام منصور حارب اللي كان في المقدم حارب بلوشي حمزة عماري دوسان راجوفيتش كارلوس باريرو هذا قوي صحيح هذا نوقف عنده شوي هل أسباني؟ الأسباني أفضل موسم له هذه السنة قدم وفاز بست مراحل أنت تعرفها طبعا بورقوس صحيح الأسباني ثلاث مراحل فايس فيه صحيح 2022 ووصل مع ناس أخويا ومن ضمن الناس اللي وصلوا ياهم أيضا وشاركوا ياه اللي هو فرناندو قافيريا قافيريا اللي كان مع فريق الإمارات سابقا الحين اتجاه لموبي ستار نعم حضو الأسبان صحيح فتغلب على فرناندو قافيريا أكيد يعتبر إضافة قوية للصباب كابتن نعم اليوم نشوف اختصاصه للسبرنت موجود يعني دانو بما أنه تغلب على فرناندو قافيريا الاسبرنتر اللي كان متواجد مع فريق الإمارات المحترفين اليوم باريرو موجود في تمثيل فريق شرطة دبي واحد بالإضافة أيضا إلى ياسين حمزة البطل الجزائري أيضا ياسين يتميز في السرعة النهائية كابتن فبتكون لهم أتوقع كلمة في نهاية الصباق أو على خط الفنش إذا ما وصلت المجموعة للسرعة النهائية أيضا فريق شرطة دبي 2 يضم أحمد قائد البلوشي حمد الصابري سعيد حسن عبد الله محمد وعلي عباس وفارق محمد وأخيرا ياسر البلوشي أسماء كلها قوي صحيح تعتبر من الأسامي المواطنين الهوى شيء جميل اللي نحن نشوف في الفئة هذه مشاركة مع الإليت أو النخبة لسباق اليوم أيضا لاحظ الآن من الأسماء اللي موجودة في شرطة دبي وأيضا من الأسماء القوية اللي موجودة بالنسبة لفريق شباب الأهلي ولاحظ بأن فيه نوع من التوازن والتكافأ نوعا ما يعني فيه تكافأ شوي بس نسبة العدد بالنسبة لشباب الأهلي أفضل أكثر أكثر هم أكثر لكن مثل ماتشايوك فليب فليب ماتشايوك البولندي البولندي سحيب وسبرنتير في نفس الوقت صحيح عندك أيضا الدراج الآخر اليوم هو تحمل صعود يعني لعب صعود وصيف بطل طواف إيطاليا الجيرو 2021 اللي هو داميانو كاروسو عندك بولي قريغا سبرنتير عندك لوكا سبرنتير بالمقابل معاهم أيضا الكرواتي الكرواتي اللي هو اسمه فران فران أيضا سبرنتير معاهم مع شباب اللهلي في الفريق الثاني صحيح توقع بعمر 20 سنة فقط صغير نعم صغير 20 سنة عمره مواليد 2002 عندك أيضا عندك أيضا فريق الشرطة عندهم باريرو مثل ما تكلمنا كارلوس وعندهم أيضا حمزة ياسين صحيح سبرنتير وفي سباق اليوبي الفضي صحيح الفضي ولا الذهبي كان التوقع الذهبي الذهبي اليوبي الذهبي صح حقق المركز الثاني خلف بولي قريغا وانت ما شاركت في السباق لا شاركت موجود حققت المركز الخامس توقع في سباق امتد لمسافة 170 كم من عمارة بوضبي اتجاه أيضا إلى النهاية في اكسبو دبي اكيد كابتن فضلنا قبل شوي وتكلمنا عن ياسين حمزي اللي يتميز أيضا في السرعة النهائية اضافة قوية يعتبر لفريق شرطة دبي واحد بالمنافسة مع فريق الشباب الاهلي بالاختصاص اللي موجود من السبيرنت اللي هو اللاعب ناس ما قلت قبل شوي غريغا بولي لوكا مزقج أيضا يتميز بسرعة النهائية اللي هو يعتبر لعب ليد اوت لديلان غروغ فيغن أيضا يعتبر حمزي ياسيم من الأبطال الجزائري اللي يمثلون فريق شرطة دبي سعود يحاول أن يطلع الآن عملية أتاك من فريق الشعفار سعود الزعابي نشوف الآن نحن على شارع المنامة طبعا هذا شارع المنامة امتداد لشارع ميدان والاتجاه في هذه اللحظات إلى شارع الأكاديمية في هذه اللحظات نشوف معاكم هنا في هذه الأثناء إذن فريق شباب الأهلي بقيادة سيف معيوف الكعبي بطل العرب صحيح وأيضا بطل طواف صلالة موكلة مهام مهمة مهمة الدفاع الدفاع مهمة الدفاع الآن نشوف محاولة هروب من لا بسعود الزعابي أنا شخصيا صراحة أشوف سعود في بداية الصباق أكتف يعمل أو يحاول يعني صحيح لمحاولات الهروب اللاعب أيضا فريق شعفار ممكن أنه يحاول أنه يتقدم أو يتم في المقدمة أتوقع سيتم اللحق به بحكم أنه اللاعب واحد يحاول أنه يروح في البريكوي فأناس ما قلت قبل شوية الشباب الأهلي موكل أو معطي مهام يتولونها اللاعبين اللي هم سيراحت أو راح تكون مهمتهم في بداية الصباق مثل سيف نعيف الكهبي الكعبي أو عبد الله جاسم العلي نشوف الأسامي الصاعدة كابتن اللي موجودة أو المشاركة معنا اليوم مثل اللاعب محمد المطوعي عبد الله الحمادي وأيضا عبد الله الجاسم اللي يمثل شعب الأهلي ونادي بضبي إذن سعود الزعاب الآن هو طبعا دراج يلعب لعبة الترياثلون الصحيح السباحة والجري هو أساسا عداء صحيح وتحول بعد ذلك لعبة الدراجات الهوائية بالفعل وشارك في العديد من المشاركات قبل أن ينضم إلى فريق الشعفار مع فرق الهواء والفرق المجتمعية وأيضا كان لحضور في بطولات سيح السلم وحتى الوزيشن الآن هذا اللي تشوفه هذا غير قانوني حاليا صحيح أتوقع هذا القانون نزل في 2022 بحكم أن اللاعب لا تكون عنده وسيلة الأمان الكافي أو السيفتي بالنسبة لشخصيا أو بالنسبة للمجموعة تم اللحاق بسعود الزعابة أيضا محاولة أخرى من علي عباس البلوشي من شرط دبي خلفه جابر حسين المنصوري وعبد الله الحساني أتوقع اليوم كابتن الشباب الأهلي يماخذ مهمة الدفاع بشكل 100% في البارت الأول من الصباح من بعد مرور 48 دقيقة حاليا نحن على شارع المنامة طبعا المنطقة الصناعية من الجانب الأيسر الاتجاه الحالي إلى شارع المدينة الأكاديمية الجامعية نعم جامعية وأيضا وكان في قبل شوي يقولون حادث في سقوط صار بس ما شفنا ما لقعتنا صحيح انتبهت شيء شفت شيء أنا ما شفت لا ما تم أرضى توقع ولكن الآن نلاحظ نلاحظ أن فريق الشعفار باللون الأصفر يتواجد أيضا في المقدمة الآن فريق أيضا شباب الأهلي نشوف علي عبدالله حساني عبدالرحمن سالم البلوشي نشوف بولي قريقة أول تحرك لبولي قريقة يأخذ الراس الآن في المقدمة ونشوف جنبها الآن عامر الدهماني والله اليوم فرصة نقدر نعرف مستويات الهواء المواطنين صحيح لأن نحنا نقول الهواء المواطنين اليوم مستوهم أقوى من اللاعب الأندين صحيح أنا هذا اللي شفناه كابتن بحكم المعدلات اللي قبنا نشوفها في آخر صباقات ممكن تحصل خلال الموسم الجاري أو حتى الموسم المنصرف اللي كان في السنة الماضية في 2020 شفنا مستويات قوية شفنا معدلات جداً عالية هذا الشيء كلك بتنجام من الاحتكاك في مثل هذه الصباقات أو المشاركات مع الأسامل الكبيرة اللي اليوم نحنا نشوفها مع بعض نلاحظ الآن يرفع إيد حساني للأمام على أساس أنه يجمع دراجي شباب الأهلي المكلف حقيقة منهم للدفاع في هذه الجزئية بالفعل اليوم نشوف مثل ما احنا شايفين اللاعب علي عبدالل حساني يحاول أنه يطلب المساعدة من أصدقاء الشنفس ما شفناه حين عبد الرحمن البلوشي سيف نعي في الكعبي تم اللحاق بعبدالل حساني علي عبدالل حساني أنهم يساندونه في مهمة الدفاع أيضا نشوف على الجهة اليسرى من الشاشة ثلاث لاعبين أو أربع لاعبين من شباب الأهلي اللي هم ممكن يتفادون أي سقوط يحصل في المؤخرة مثل ما احنا شايفين كابتن الحمد لله عدت على خير في الجانب الأيسر نعم جابر حسين المنصور يتفاده حالة سقوط ممكن كانت تحصل فالحين اتوقع السرعة أندر كنترول أو عاملين لها تحكم نادي شباب الأهلي عن طريق اللاعب عبد الرحمن سالم البلوشي وسيف نادي بالكابي أو أيضا علي عبداللحساني فأتوقع هذا التكتيك الذي تكلمنا عنه في بداية الصباق أن الشباب الأهلي سيكون في مهمة الدفاع بشكل 100% ممكن نشوف اللاعب أحمد بدن ينضم إليهم بحكم أن اللاعب أحمد بدن يمثل فريق بحرين فيكتوريوس صحيح صحيح وهم كلهم زملاء أيوا يعني إذا ما تكلمنا نشوف السرق ليش يكتم التعاون مما بين اللاعب أحمد بدن أو الفريق شباب الأهلي مع بعض فأتوقع المشاهد رح يفهم أن أحمد بدن زميل اللاعبين اللي هم يمكنون شباب الأهلي في الورد تور وعمل جميل اليوم هذا السباق يعتبر من أقوى السباقات على مستوى بطورات السلم لأن سباق نخبة رجال وقمة الاحتراف موجودين في لعيبة من الـ WT تيم يعني موجودين عندك واحد عند المركز الثاني وصافة الجيرو الإيطالي وما أدراك من الجيرو الإيطالي اسألني دخل خلف من يعني أو برنال 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 بطل طواب فرنسا 2017 صحيح لعملي التزود 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 التموين الآن حاليا نشوف هذا الريامي على ما نظن من فريق هو عماني الجنسية وأيضا الآن يتواجد معه فريق الوثبة والله والله فريق الوثبة ما شاء الله جامع عدد كبير من البحرين عنده عنده أيضا من قطر فضل الخاطر عنده منصور جواد عنده يحيى الشمري من البحرين عنده شهاب القمشوعي من عمان عنده منذر منذر الحسني اللي قبل شوي شفناه منذر الحسني اللي حاول ياخذ الماء منذر الحسني أيضا من سلطانة عمان ما شاء الله عليهم نشوف حتى السباقات اللي مرت لحد الآن النسخ هذه السنة في النسخة السابعة لبطولات السلم بدأناها مع فئة الهواء المواطنين وفاز فيها طبعا بإنجاز كبير لسالم الشميلي ومنافسة قوية لراشد البلوشي وأيضا أحمد حزان قائد الحقه والمراكز الثلاثة بعد ذلك نأتي إلى فئة السيدات وكانت منافسة قوية وكان أيضا وعودت الشيخة مدية إلى اللقب مرة ثانية بعد سيناريو رائع أنا حين أنا بغتنم الفرصة أنت اللي كنت موجود في هذا اليوم أنت اللي قدت المجموعة اللي متكونة من الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم وزهرة حسين محمد وهدى حسين محمد وشيخة عيسى راشد وعايشة فولاد بالإضافة إلى الاسم مروة سلمان وغالية عسكر وإيضا مهناز كمالي كان ومهناز كمالي كان من هذا الفريق صحيح ولي اتبعته طريقة تكتيك وتسكير وبعد ذلك يعني ما عطيته فرصة ما عطيته فرصة لراحة الخصم فدخلته على طول عملية هجوم التاكات يعني اللي شاف السباق يقول كيف قدروا يوصلون البنات اليوم لها التكتيك فقالوا لا عساس أن اللاعبات محترفات صحيح معنى هنم محترفات صحيح لا أكيد احنا كابتن أناس ما قلت قبل شوي احنا نستغل العوامل اللي موجودة في الصباق اليوم صباق السلم للسيدات كان في منطقة السلم منطقة صحراوية الكلي او تمتاز في سرعة الرياح خلال مسار الصباق فأتوقع فريق مايووش استغل الفرصة بحكم الرياح كانت سرعته اكثر عن 25 كيلومتر في الساعة فأتوقع الأسامي الموجود ايضا في فريق مايووش تكاتب الفريق هذا كان سبب الفوز للفريق مايووش لفئة السيدات مثل ما احنا شايفين اكيد الرياح راح تكون عامل اساسي ايضا اليوم لما راح نطلع من المنطقة المغطاة الى المنطقة المفتوحة هنا عيسار الشاشة نشوف اللاعب احمد يوسر المنصوري كابتن من اول ظهور له اول ظهور له اكيد انحنا بعض اللاعبين لسه ما شفناه وما استعرضنا مثل اللاعب سالم الشميلي اللي الحين انا ما شفتها على الشاشة نعم ايضا راشد بلوشي ما شفتها بعض اللاعبين المؤثرين في الفئات المخصصة لهم ما شفناهم من خلال الشاشة او في مقدمة السباق فأتمنى انحنا نشوف منافسة قوية خلال مجرئات السباق الثنين اللي كانوا في الهوام اظن تم اللحاقهم ممكن صحيح تم اللحاقهم لانا الان عملية الهدوء للكوكبة واضح ومستحيل الفريق شباب الاهلي يدخرك الآن احد ياخذ سعيد مروان سعيد مروان من فريق تورك من فريق تورك نعم من محاولة هروب لكن في الكنترول ايضا شرطة دبي سعيد صفر اشوف بس نعرضهم اللي نعرفهم واحد واحد هذا سعيد صفر من شرطة دبي خلفه مباشرة عبدالله حسين فرحان سعيد مروان من فريق تورك الآن في الامام ايضا نلاحظ في الخلف الآن كوكبة على بعد تقريبا 10 الى 15 متر يعني هم يعني under control ما بيبعد لا اكيد مستحيل احنا خلنا اسمع نقل نقل في بداية سبق المجموعة اللي بريكو اذا كانت اقل عن 5 لاعبين صعب انه تروح مش يعني بيكون عليها اللود عالي يعني اكيد اللاعب واحد بتكون عليه صعوب انه ينسل عن المجموعة بسهولة او انه يعني ياخذ القابل مريح له شخصيا كلاعب او كفريق نفس ما انت شايف الفرق يعني ممتدة بحكم ان الشارع ماشاء الله نسحتة كبيرة الفرق يعني على كل خلنا نقول على كل سيد خلنا نشوف ممكن فريقين او اكثر نادي بولبي على الميمنة ايرويكس في النص انا سعيدا نشاهد هذه الفرق جميعها الان في هذه الصور طبعا 40 فريق عدنا يا جماعة 40 فريق اليوم يعتبر هذه الفرقة حقيقة لمن يعمل في اللجنة المنظمة العليا يعني انت اليوم تنظم ولا ننسى ايضا القيادة العامة لشرطة دبي اللي قدرة تسكر الشارع في هذه اللحظات وفي مكان حيوي واماكن حيوية والبداية من قلب دبي مرينا في اماكن كابتن حيوية في امارة دبي شارع المستقبل شارع زعبيل جنب ابراج الاتحاد النفق الشندقة بجانب الرشادن المنطقة اللي اتفضلت فيها كابتن قبل شوي اللي هي كانت انطلاق الصباق فهالشي اكيد يحسب لنجا العليا المنظمة بقيادة سعادة عمير الفلاسي ايضا الاخوة موجودين محمد الموسى الاخرامي النابلسي ايضا موجود ايضا الشكر للقيادة العامة شرطة دبي نسمى قل في تأمين السلام للمتسابقين في اغلاق الشوارع الحيوية لمرور الصباق هذا والله يعني كل الشكر والتقدير لسعادة عمير بن جمع الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة المنظمة العليا وايضا محمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية وادارة السباق ايضا ادارة السباق رامي النابلسي معاهم حقيقة مجموعة وفريق عمل كبير أنا اليوم أشاهد كأنني مرحلة من مراحل طوافل المرات بهذه الصورة بهذا النقل مع أن هذا النقل بأيادي وسواعد هنا محلية هذه يعني بالنسبة لنا نحن في مؤسسة دبي للإعلام نجاح كبير الرياح الآن دخلنا شارع شيخ زاد بن حمد ووصلنا للمكان اللي هو في ممكن احتمال برد طلع لي الآن عندك البرنامج في هذا المكان شارع شيخ زايد بن حمد راح تشوف أن الرياح الآن جانبية على الجانب الأيسر على الطريق إذن الآن هذا الشارع اللي كانوا خايفين أنه يوصلوا لنا كمجموعة كبيرة الآن راح نشاهد التحرك إذا ما كان موجود لفريق شباب اللهري أو فريق الشعفار يتحرك الآن فريق الشعفار يقول بيدي لا بيدي عمر أتحرك قبل لا يتحرك كون أنا مع هذه الأسماء القوية اللي موجودة شرطة دبي وأيضا بالإضافة إلى فريق الشباب الأهلي لا أنا ميت ميت إذن بيدي لا بيدي عمر أتحرك وأتحرك قوي الآن بفريق الشعفار يقود عامر الدهماني سعود الزعابي يدخل الآن فريق الأصفر نعم جميرا نعم شعفار جميرا الآن في عمل جبار ومحاولة محسن الكورجي المغربي المغربي الآن يتحرك في هذه اللحظات ولكن هذا التسكير اللي قام به الآن غير منظم بالطريقة الاحترافية اللي أنا أتوقع أن الآن محسن الكورجي بهذه الصورة كل العناصر دخلت في التسكير بالفعل أكيد إحنا شفنا الهجوم ممكن نسمع قبل كابتن أن أبدأ التسكير أحسن أو أتفاد بعض المشكلات التي تحصل في تفكك المجموع أو لعب أنه يأخرني في الجهل المقابلة للتسكير فشايفين الآن فريق الشعفار جميرة مستلم عملية التسكير لكن ممكن تفكك المجموع في عناصر كثيرة ما نضمت نعم فالحين أتوقع سهتم اللعبين في عملية تجميع ومتوقعت هذا العمل اليوم يقوم بفريق الشعفار إذن فريق الشعفار الآن نشوف سالم الشمالي يحاول أن ينضم معهم في عملية التسكير وأيضا يتواجد في هذه العملية في المقدمة فريق الشعفار جميرة كل من عامر الدهماني محسن الكورجي يدخل معهم أيضا محمد نجيب عسال الجزائري ويدخل معهم أيضا هشام بنوزة في هذه اللحظات وألاحظ أيضا هلال جابر عدد لا بأس به من الدراجين في المقدمة وقيادة قوية نشوفها الآن في المقدمة وعامر الدهماني يعني نشوف الحمد نتكلم عن بطل من أبطال سيح السلم وهو عامر الدهماني ومن الهواء المواطنين أن يبرز بهذه الصورة بهذه الشكل لحد الآن ما شفنا العيبة أثلاندي اللي يقولون هم اللي يقولون أنه مبحترفين صحيح صحيح موجودين توقع لكن أكيد كابتن أسماء قلنا نحن كل فريق أو كل نادي لخطة ممكن ياخذ الفرصة المناسبة لانتهازها في مجريات الصفاق الحين فريق شعفار ماسك زمام الأمور يعني ممكن الرياح أو يستغل العامل الرياح بتقليص عدد الكوكبة كابتن نشوف تفك بسيط في الخلف أو مؤخرة الكوكبة هذه أو قل عدد شوية الكوكبة الأم فريق شعفار قاعد يسوي ممكن خلنا نقول جيد يعتبر بحكم اللي موجود نحن خلنا نشوف حين محمد الحسين ينظم للزملاء أيضا في الفريق لكن نشوف اللي هو موجود اليسار من قبل شرطة دبي اللي هو لاعب حمد الصابري من بعدهم فريق شباب الأهلي فأتوقع الفرق هذه كلها على تم الاستعداد لأي هجوم ممكن يحصل خلال التفاف حاليا للجه اليسر نشوف ناتي بوظبي نتحرك في الوسط نشوف اللون الأخبر والأخمر هذا عبدالله الحمادي محمد المطيع وهذه الأسماء يعني هي أسماء قوية في المنتخب الوطني وأبطال وحققه ونتائج وخصوصا محمد المطيع هو بطل العرب في تحت 23 سنة حقق أيضا بطل العرب في الشباب حقق ناشئين بطولة العرب أيضا وللكبرار كان رقم خيالي وهو الرقم اللي حققه في الأربع دقائق وثنين وثلاثين ثانية في الأربع كيلو مترات بمعدل سرعي فوق 52 إلى 53 كيلو متر في الساعة في المطاردة الفردية وحطم الرقم العربي لحد الآن الرقم العربي باسمه محمد مطيعي وهو الآن بدأ يتحرك حاول أن يتقدم فيه الأمام نشوف الآن المنتخب السعودي أيضا يحاول أن ياخذ مكانه في المقدمة فريق الشعفار لا زال يحاول أن يحكم السيطرة في المقدمة معاه في هذه الصورة كوكبة من الدراجين ممتازين جدا عامر الدهماني معهم محسن الكورجي ما أخذ الراس الآن المغربي نلاحظ أيضا مع محمد الحوسني والمعروف محمد السبع سعود الزعابي موجود في هذه الكوكبة نشوف نجيب عسال الجزائري أيضا في هذه الكوكبة في المقدمة باللون الأصفر أما الآن نادي بوظبي يعمل دوزيان باردير الآن بالإضافة إلى تروة تروة زيان الآن هنا باردير مع فريق الوثبة نشوف الآن هذه عملية التسكين ولا حد الآن فريق الشباب الأهلي مأمن الوضع ويقول لك لا خلنهم يسكرون عليك كيفهم ما رأيك صحي أتوقع هذا اللي قلنا احنا أن فريق الشباب الأهلي بيكون مهمته 100% اللي هي الدفاع لحد الوصول للنقطة اللي هم حاطين البلان أكيد عليها فهني عملية هجوم كابتن من اللاعب يحيى الشمري من فريق الوثبة موجود على يسار الشاشة توقع رح يطلع الحين أو تم تغيير الدراجة تغيير الدراجة تغيير الدراجة بالفعل تغيير الدراجة الآن بهذه اللحظات يحيى دين خليفه الشمري من مملكة البحرين والمشارك مع فريق الوثبة لازالت الآن فرقة الشعفار جميرة باللون الأصفر تتقدم في هذه اللحظات نلاحظ معاكم في هذه الأثناء بالنسبة لهذه الفرقة يا السلام يا سلام يا سلام نشوفوا ياكم نشوفوا ياكم الآن هنا فريق نادي أبوظبي للدراجات نعم محمد أحمد مبارك الامطوعي معا أيضا عبدالله علي عبدالله الحمادي معا أيضا في هذه الكوكبة نشوف أنس آيت عبدية يتواجد في هذه الكوكبة أيضا من الدراجين أنس نشوفها بالهلمة الأحمر في الخلف في هذه اللحظات تجمع جميل لفريق نادي بوظبي يسحب الراسة الآن محمد عبدالله الغافري يأخذ الراسة الآن عبدالله عبدالله الحمادي خلف الامطوعي تزيد السرعة مع فريق الشعفار أنا أتكلم عن اللون الأخضر والأبيض والأحمر أما اللون الأصفر هذا فريق الشعفار نادي بوظبي الألوان الثلاثة اللي تشوفونه الأبيض على الصدر وعلى الأكتاف أخضر وأحمر واللي ما أخذ الراس منهم الآن اللي يسحب عبدالله الحمادي بطل طواف صلالة تحت 23 سنة القميص الأبيض خلف بطل العرب للكبار في المطاردة الفردية محمد المطيعي الآن نشوف شرطة دبي حار بيأخذ الراس يسحب أيضا من الجانب بالآخر عملية التسكير موجودة بالنسبة لفريق الشعفار يحاول أن يبقى برتم واحد ولكن دائما الغيابة الآن كمان نشاهده للفريق الشباب اللهلي اللي واضح بأنه غير غير مهتم ولا يكترث بهذا التسكير وكأنه يجمع نفسها الآن ويعيد التفكير معكم الآن هنا الكوكبة المتأخرة عدد كبير حقيقة من الدراجين اليوم أكيد ما رح يستطيعون أن يكملون هذه المسافة بحكم قوة السباق وعمليات التسكير والرياحة الآن احنا طلعنا تقريبا خارج المدينة ونحنا حاليا في شارع الشيخ زايد بن حمدان بن حمدان نعم نهيان الآن نشوف الوضع في هذه اللحظات لفريق النادي بوظبي للدراجات يتمركز بكامل العناصر في هذه اللحظات ويحاول نشوف أحمد عبيد المري ما أخذ الراس الآن بالأمام مع أسامة صباهي مع أيضا أليسغندر بوليشن سفيان حدي وعبد الله الحمادي ونلاحظ أيضا الآن في هذه الأثنان لم أخذ الراس أحمد عبيد المري في الجانب شوف جنبا بجنب كتفا بكتف شوف الأصفر هذا محسن كورجي المغربي اللي جنبه الآن أحمد عبيد أحمد عبيد آخر مشاركة كانت مع المنتخب الوطني في بطولة سباق المسيرة الخضراء في المغرب وشارك أيضا في نجاح اللي حقق أحمد المنصوري كأول فوز أول فوز لإماراتي في المغرب كان في عام 2022 مع أحمد يوسف المنصوري من فريق شباب باللهلي ومنتخبنا الوطني واللي حقق أيضا الميدالية الذهبية في دورة العب بتركيا بجانب من يرافقني الآن في التعليق يوسف ميرزا أحدهما حقق الميدالية الذهبية في سباق السكراش والآخر بالاختصاص النقاط نعم هذه الصورة الآن لا زالت موجودة في عملية السحة في مقدمة السباق نلاحظ محمد محراب أيضا يدخل في عملية التبديل مع فريق نادي بوظبي للدراجات في مقدمة السباق الآن نشاهد الآن الضغط بدأ يزيد السرعة يزيد الرياح كما ذكرت شمالية جنوبية على هذه الطريق تعتبر جانبية إذن معكم الآن في هذه الأثناء شرطة دبي بدأ يتحرك الواضح زايد العبيدلي يلا يا زايد هذا زايد ينضم مع زملاء الآن في هذه اللحظات يا السلام يا السلام عليك يا زايد هذه نقطة احترافية ترفع لك القبعة يا زايد شوف زايد جاء من الخلف ما جالسك جاء أخذ الراس وهذا دليل على أنه هو يعرف بأنه هذه هي الطريقة المثلة للدخول للانضمام مع عملية التسكير مو بيجي أدور لي لصق أخذ الراس وبعد ذلك أفتح وزميلي يفتح لي وادخل وسطهم يا سلام عليك يا زايد هذا زايد العبيدلي أحد أربع دراجين حققوا الميدالية الذهبية للإمارات في عام 2019 في البطولة العربية للناشئين بالاسكندرية وأيضا بطل الإمارات الفرقي ضد الساعة للساعة مع محمد المطوعي في عام 2019 مع نادي بوظبي للدراجات الآن حاليا في هذه الأثناء فريق الشعفار يعمل وفريق بوظبي للدراجات يقاوم بعملية الدوزيان بردير بما معناه التسكير الثاني في لغة الدراجات المعروفة باللغة الفرنسية معكم الآن محمد المحراب أيضا يحاول نشوف إلى متى تستنزف هذه الطاقات أكيد كابتن كل الفرق تحب أنها تستغل عامل الرياح نسمع قلت الرياح الشمالية الجنوبية نسمع نشايفين فريق الشعفار من بدء للعطاف في المدينة الجامعية لحد الآن هم ماخذين الفيرست باردير أو الأول فريق ياخذ التسكير في المقابل نادي بظل نشوفه مع اللاعب عبدالحمادي واللاعب محمد المطيوي أيضا في الثالث فريق مشكل هو فريق شرط الدبي أتوقع نسمع قلت قابتن أن غياب الشباب الأهلي ممكن إحنا شوي يعطينا توضيح أكثر لخطط نادي شباب الأهلي شوش خططت أكيد يخطط للنقطة المناسبة أكيد اليوم نحن شايفين مرور توقع ساعة أو تسع دقائق على مجريات السباق ما راح ياخذ زمام الأمور من أول ساعة 54 كيلو متر مرة صحيح 54 كيلو متر تقريبا 54 في هذه المنطقة على حسب الخارطة اللي عندي من يدخلون شارع الشيخ زايد بن حمدان بيكون قطعة 43 أو 44 الآن صار لهم تقريبا أكثر من 5 كيلو متر أو 6 كيلو مترات على هذه الطريق يعني وصلوا الخمسين أو طافوا الخمسين في ساعة وتسع دقائق معدل السرعة فوق 45 كيلو متر في الساعة يعتبر معدل قوي معدل أكيد بحكم الأسماء كابتن اللي موجودة الفرق أكثر عن 40 فريق أكيد راح يكون معدل سرعة عالي المجموعة كبيرة مثل معنا جايفين الفرق كلها تحاول أنه تكون في مقدمة هذا اللي يشكل يعني معدل سرعة عالي صباق لاحظ الآن في المقدمة هناك نلاحظ محمد المطيوعي بعد ما كمل الساعة الأولى بدأ إياك يأكيد اليوم كابتن اللاعب الدراجات مطالب أنه يتمون خلال الصباق يأخذ الإنرجي المطلوب أو عدد السعرات المطلوبة للمسافة المقطوعة اليوم كل ساعة أو كل مدة معينة من الصباق راح تتيل اللاعب لازم يكون اللاعب عنده هذه المعلومات أو الخاص في كيفية إدارة السباق فاللاعب نطبيع نسمة احنا شايفين يتزود في الانرجي جل أو التمويل أو حتى الانرجي بار أيضا لاعب شرطة دبي فارغ الجسمي حتى احنا شايفين أنه يتزود في البار أو الجل اللي هو يكون محطوط في الجيب الخلفي للقميس نلاحظ الآن أيضا في مقدمة السباق يتواجد المنتخب السعودي بدأ يتحرك الآن شوف اللون الأخضر من الجانب أكيد يحافظ على نفسه كابتن المنتخب السعودي يحافظ على نفسه أفضل من المؤخرة من مؤخرة السباق المجموعة اليوم إحنا شايفين الرياح جنوب أو شمالية جنوبية نعم فالحين إحنا شايفين أتوقع في هذا المكان اللي هو خلنا نقول أو الرياح تكون دافئ أكثر بشكل كبير بحكم أن السرعة عالية لمؤخرة السباق ممكن في شوية أرياحية أو هدوء هذا خليل حداد خليل حداد كابتن خليل حداد مدرب نادي النصر وبطل العرب عام 93 وهذا البطل أنا شاركت معه على فكرة والله كابتن ترفع القبعة صراحة وجوده وجوده نعم لحد هذه المسافة ترفع القبعة الكابتن الكبير خليل حداد ناس ما قلت كابتن بطل الجزائرية الجنسية وكان مدربا ولازال مدرب لنادي النصر صحيح وهو بدأ مع نادي النصر في عام تسعة ونهاء أواخر تسعة وتسعين واستمر حتى هذا اليوم مدرب وأيضا هو بطل عرب سابق وحاليا أيضا كان له مشاركة هو عاد يعني الموسم الماضي مع الصيف الموسم الماضي بدأ يتدرب أنه وقف فترة طويلة ما يتدرب يدرب اللاعبين ما يتدرب صحيح الآن عاد خليل حداد وأول مشاركة أبهرني فيها هي لغران فوند وانو كنت موجود معك وشفت نعم وحقق المركز الثاني صحيح ثاني والآن على سرعة الخمسة وارفعين معدل سرعة وهو ماسك معاهم صراحة يعني برافو لا والله شجعني نينة رد الأم والله شوف ما شاء الله الآن شوف شرطة دبي تحاول أنها تجمعنا في السلام شوف ها البان الأسبانية الآن في وسط الكوكبة مو موجود في الأمام صحيح وسط الكوكبة الأسباني اللي هو كارلوس باربيرو وهذه شوف الصورة معا الآن شوف الصورة معا في هذه اللحظات أتوقع أتوقع الآن يعني شرطة دبي تلعب على لعب شباب اللهلي يعني هم شوفوا شباب اللهلي تحركوا وتحركوا لما شوفوا شباب اللهلي وسط الكوكبة هم أيضا وسط الكوكبة يعني في نوع من الرقابة اللون الأزرق هذا ما شاء الله اللي عنده وزن هذا وخلي العداد صحيح والله كابتن مثل هذه الأشياء اللي تخلينا نحب نحن مثل هذه الصباقات أو هذه البطولات والشيء الأخص يعني بطولة السلام نشوف جميع الفئات مشاركة جميع الأسماء مشاركة يعني شفنا مثال يحتذا بصراحة الكابتن خيل حداد أيضا المشاركين اللي موجودين من الأعمار يعني اللي هم أبطال سابقين موجودين خلال المشاركة اليوم في بطولة السلام السابعة هذا الشيء يحب الممارسين لهذه الرياضة أنهم يشاركون معنا أو يشاركون مع البطولات هذه بكل تأكيد كما نشاهد الآن في هذه اللحظات أيضا الفرق الأخرى الموجود من الهوا متماسكين إلى حد هذه اللحظة كما أتابع هنا الآن في الصورة ما شاء الله يعني في اليوم من كل الجنسيات أنت عندك 37 جنسية موجودة في هذه المشاركة والجميع موجود فريق العين اليوم أحمد عثمان موجود في الكوكبة ونشوف اليوم أيضا مركبات شرطة دبي لاحظ هذه الصورة الجميلة المعبرة اليوم القيادة العامة لشرطة دبي تتواجد أمنيا لتأمين هذا السباق وفتح المجال لريحية مرور قافلة السباق من خلال هذا المسلك الصعب حقيقة أنك تغلق المنافذ فيه وخصوصا منذ انطلقنا هناك في شندغة وإلى وصولنا إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وأيضا في نفس الوقت هنا يتواجد فريق شرطة دبي في كلب المنافس ولا يستبعد أن فريق شرطة دبي اليوم يفوز صحيح بالفعل بحكم أن كابتن يملكون أكثر عن اختصاص كابتن في اليوحين نشوف محاولة بتسكير هذا يحيى يحيى يسحب الآن في الأمام خلفه الآن في هذه الحسني من سلطنة عمان فريق الوثبة الوهيبي أوه تعال وهيبي وياهم بعد صحيح نعم محادي كما نشاهد الآن وعمل جبار وهذه يعني لاعبين المنتخب العماني رقم واحد ونشوفهم الآن موجودين أنا شفتهم أنا حفظتهم من طواف صلالة ما شاء الله عليهم هذا الرحبي والوهيبي الوهيبي أخذ قميص صعود المرتفعات في النسخة الأولى من طواف صلالة وهو يمتاز أيضا في قوة وشارك أيضا في صباق سلطنة عمان أو طواف سلطنة عمان للمحترفين وطبعا أنت كنت موجود مشارك فيه وعمل عملية وكانت الأولى حتى المعلق الإنجليزي توني تعرف حتى علق على الكلمة على المنستوى العماني قال ساعدت أن أشاهد عماني في عملية ومشاركة عمانية في سباق عماني للمحترفين العالميين هذا واحد منهم اللي كانوا في عملية اليوم الوهيبي أتمنى إن شاء الله أن يكمل لأن أنا أحس مثلا الآن وكأنه هناك تكتيك خاص لفريق شباب الأهلي اللي كان يدافع وحاليا رجع في الخلف الدفاع كان موكل لعبد الله علي عبد الله الحساني لسيف معيوف الكعبي أحمد المنصوري طلع طلع وحده لما شاف فيه خطورة بالوضع طلع لما شاف الأمور هذه رجع مرة ثانية وهذا يعطينا تساؤل إذن فريق شباب الأهلي يعرف بأن الوضع الآن غير خطير جدا ويعرف منته يتحرك صحي صحي كابتن شباب الأهلي أكيد خلنا نقول هذا الهدوء كابتن اللي قبل العاصفة الله أكبر أكيد يعني الحين راح ندخل أو نتقرب احنا لمنطقة تتوقع القدرة أو جريب اللي سيلي احنا راح لمنطقة مفتوحة فشباب الصباح كابتن استغلال الرياح اللي راح توصل سرعة أكثر عن 25 كيلومتر في الساعة في المنطقة المفتوحة هذا بيكون وضع صعب صحيح بيكون وضع صبع الآن نحن كذان نشاهد نقترب والله سرعة سرعة كبيرة اللي وصلنا لهذه المنطقة الآن لنا أعرف وين راح نقترب على دبي للاستثمار وحديقة دبي للاستثمار نقترب عليها لنا أعرف هذا الشارع جيدا كما أشاهد الآن الصورة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه السرعة اللي وصلوا لها لحد هذه اللحظة مع هذا الأداء يفتح الآن هنا التسكير في هذه اللحظات فريق شباب اللهلي وبقيادة المخضرم وحامل اللقب بولي جريغا السلوفيني يقود شباب اللهلي من الجانب الأيمن في تحرك الآن في هذه الأثناء وعملية التزود الآن بيت تموين في هذه اللحظات المياه موجودة من قبل اللجنة المنظمة وأيضا محمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية هو مسؤول عنهم هذي هو اللي يعلمهم لا يعطيهم دورة يعطنهم دورة كيف تعطون الماي وكيف تمسكون المطارة وكذا إلى آخره شوف 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 شي جميل كابتنين شي جميل نحن نشوف مناطق التزود بالمياه خلقات وقع هذه المنطقة الثانية والمحطة الثانية اللي تزود بالمياه للمتسابقين أكيد كان له هذا اللاعب لوكا مزقيتش اللي شرب الماي الآن صحيح هذا يعني حتى اللاعب المحترف ممكن استفاد من هذه المحطة اللي تزود بالمياه فهذا الشيء يحسب اللجنة المنظمة اللي بطولة السلم اللي نحن نشوفها مع بعض أحسن الآن بدأ فريق شباب الأهلي يتحرك بقيادة بولي جريغا الدراج المخضرم طبعا اليوم قائد فريق شباب الأهلي في هذه البطولة واللي حقق المركز الأول أيضا في هذه البطولة بولي جريغا أعتقد بأن هذا الدراج اليوم سوف يقود الكوكبة لا أعتقد بأنه يبحث عن فوز ولنما يبحث فوز للفريق الآن بهذا التكتيج لأنه أشوفه هو الآن اللي يسحب طبعا سبرنتير رقم واحد الآن بالنسبة لي أنا وبسأل يوسف أيضا معي إذا يتفق معي الآن بولي جريغا سبرنتير ليد آوت معروف صحيح ما في اختلاف ما في اختلاف عليه لوكا أيضا سبرنتير ليد آوت صحيح فمين منهم اللي ممكن اليوم يكون البطل إذا ما كان من بعمل ليد آوت الثاني بوجهة نظرك أكيد كابتن إذا ما تم الوصول لخط النهاية في هذا العدد فأنا استبعد هذا الشي إنه يتم عمل سبرنت يعني أنا أتوقع أنه رح تتفكك المجموعة نعم رح تتفكك المجموعة بحكم الرياح أو السرعة الرياح اللي موجودة في القدرة أو السيح السلب فممكن يوصل لغريغا ممكن يوصل اللاعب الثاني اللي هو باريرو أو حتى ممكن هنشوف منافس لهم في السرعة النهاية اللي هو اللاعب اللي موجود مع فريق شرطة دبي اللاعب اللي باريرو أيوة نعم وقال عن باريرو فأتوقع يتم كابتن خاصة بالفرق المحترفة إذا كانوا اثنين سبرنتيريا مشاركين في نفس الصباق شفنا أكثر عن مثال في الصباقات مثلا نحن شفنا في فريق يشارك مع فهني اللاعب أو المشاهد اللي هو يشوف يقول مين رح يعمل نفس السؤال اللي تفضلت وسألتني قبل شوي اللي هو أو الفريق الفني لهذا اللاعبين أكيد رح يعطيهم الخطة واحد يعمل وواحد يعمل أو إذا كان اثنين سبرنتيريا أو أكثر فراح يشوفون أكيد كابتن اثنين يعملون وواحد يكون فري سبرنت فهذه اللي فري سبرنت ممكن نحن نشوف أو خطة يديدة تم يعني الطرحة في صباقات الورتور أنا شخصيا حضرت في مثل هذي التكتيكس والتخطيط لمثل هذا السبرنت إن نشوف اللاعب يعمل فري سبرنت يكون متمركز وين ما يبغي يكون متواجد وين ما يبغي في المجموعة بالنهاية يتم محاسبته على الخطة اللي هو خطارها بنفسه فيعني اللاعب اللي يعمل فري سبرنت يكون هو ما في أي فريق يحميه ما في أي فريق يعمل ليداوت ما في أي لاعب من نفس القميص أو نفس الفريق يساعده أو يسانده للوصول لخطة النهاية فهني ممكن هنا اليوم نشوف يتم يعني سحبه أو يعملوله لداوت اللاعبين اللي موجودين معاه ولا بالآخر ممكن يكون فري سبرنت أو ممكن يكون الورقة الرابعة في السبرنت لفريق شباب اللهلي حاليا نشوف عودة شباب اللهلي والعناصر اللي هي موجودة لهذه المهام واضح الآن علي عبدالله الحساني صحيح ومعاه أيضا سيف معيوف الكعبي بعد نشوف ونشوف أيضا البولندي فليب ما شيوك صحيح اللي موجودة الآن في هذه الصورة ثالث واحد أو رابع واحد تقريبا يعني معناته بكل تأكيد راح يكون دور هذا الدراج البولندي ما شيوك أنه يكون صحيح صحيح بحكم أن اللاعب يتميز بالهندورانس ضد الساعة رياح جانبية ممكن يكون بعض اللاعبين كابتن اللي مختصين في تايم تريل يكون اختصاصهم اللي داوت أو رياح جانبية فاليوم هم تراكبتن ممكن يعتبر لهم كلاعبين أوروبيين موجودين في هذا الصباق experience جديد يضاف لهم من خلال بطولة السلام يعني نحن كلنا نعرف الروت أو نعرف البروفايل لهذا الصباق لكن هم بالنسبة له ممكن يديد أو خبرة جديدة يتم إضافة لهم من خلال هذا الصباق سواء كان انطلاقة من الشنقة أو من مطرة الرأس لحد نهاية الصباق اللي هي القدرة فيعتبر خبرة جديدة يتم كسبها لهم هم كلاعبين أوروبيين متواجدين في بطولة السلام نعم ولاحظ الآن في هذه اللحظات فريق الأهلي شباب الأهلي بدأ يتحرك التحرك الصريح الآن نحن هنا نحن أيضا بجانب فريق الشعفار نلاحظ الآن فريق الشعفار بدأ يهدي يعني هذا ما هو بتسكير الآن وإنما حجز مكان أكيد إثبات وجود أنا موجود لكن شباب الأهلي بقيادة قوية من علي عبدالله الحساني ومعه أيضا سيف معيوف الكعبي ونشوف بولي غريغا ونشوف أيضا الدراج البولندي في الخلف موجود أحمد المنصوري بدأ يتقدم خلف غريغا لما تشوف أحمد المنصوري خلف بولي غريغا معناتي فيه تكتيك صحي فيه تكتيك شكلك تعرف أكيد لأخبرني أكيد اليوم كل عارق اللاعب يتميز أيضا في السرعة نهاية أتوقعت اتفق معي فيها اتفق أمي بالأمي بعد ما شفنا يوسف بعد ما شفنا أحمد المنصوري صحيح في بطولة آسيا أمام بداية في سباق آسيا راح نشوف إن شاء الله وبنشوف إن شاء الله وبعدين شفنا أحمد المنصوري في تركيا في دورة العاب التضامن صحيح تقريبا 70% من اللاعبين الأقوية معادة كوريا واليابان ما كانوا موجودين صحيح وأما البقية كلهم كانوا موجودين وتغلب عليهم بالإضافة للدراجين اللي موجودين من أفريقيا صحيح يعني جميع الدول الإسلامية اللي كانت مشاركة كازاخستان أوزباكستان تركيا الفرق الماليزيا اندونيسيا جميع الفرق القوية خصوصا اندونيسيا ما هو اندونيسيا هو اللي ضيع لنا الميدالية الذهبية بالفعل بالفعل فنشوف نحن اللاعب أحمد منصوري كيد راح يكون تكتيك بين وبين الليدر الفريق اللي هو قريغ أبو أكيد في بتم التواصل أو تم التواصل بالفعل مع اللاعب أحمد منصوري شو البلان المخطط لللاعب أحمد فأكيد احنا كمتابعين للصباق أكيد نتمنى نشوف جميع المتسابقين في المقدمة لكن أيضا نتمنى نشوف لاعبين من الإمارات يكونون في المركز الأولى في هذه اللحظات نادي شباب الأهلي يتحرك بشكل جميل وأيضا بقدرات علي عبدالله الحساني إلا هو ما أخذ لحد هذه اللحظة كل المجال في عملية السحب كما أشاهد ومعه في الخلف يتواجد أيضا سيف معيوف الكعبي وأيضا يدخل الآن هنا في هذه الصورة معه عبدالرحمن سالم معه أيضا ما شاء الله يعني الشباب المواطنين الموجودين والفريق الشباب الأهلي اليوم قائمين بدور رائع وجميل نلاحظ الآن عملية الدخول لا ننسى بأننا لازلنا في انتظار الدخول إلى شارع إكسبو وشارع إكسبو راح يكون فيه التسكير مئة بالمئة جانبي الطريق كما نلاحظ الآن فريق الشعفار لازال يتقدم الصورة مع عامر الجهماني باللون الأصفر هذه الصورة الآن طالما نحن مرينا مرينا على دبي للاستثمار ومشاريعها مرينا أيضا على الميديا سيتي نعم مدينة دبي للإعلام بعد ذلك طبعا راح ندخل على شارع إكسبو من شارع إكسبو راح ندخل على شارع القدرة هذه الطريق إذن مع هذه الرياح أعتقد بأنها راح تكون مؤثرة بشكل كبير إن شاء الله إذا مرينا الآن شفنا علم من الإعلام إعلام الدولة اللي موجودة راح نعرف أكثر تأثير الرياح في المنطقة القادمة فالتمركز في الأمام الآن مهم جدا السباق دائما في المقدمة الجميع يحاول أن يتقدم في مقدمة السباق كل الفرق القوية بدأت تبين نفسه فريق الشعفار يحاول أن يبرز نفسه وبدأ تسكير أول من بدأ التسكير المنتخب السعودي باللون الأخضر خلف فريق النادي أبوظبي للدراجات يتواجد الآن فريق الشعفار باللون الأصفر جنبا بجنب مع فريق شباب الأهلي نشوف هنا تجمع رائع لفريق شباب الأهلي نشوف هنا اللجنة المنظمة العلية بقيادة سعادة عمير بن جمعة الفلاسية الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم المشتريات والتمويل رئيس اللجنة المنظمة العلية في هذه المتابعة يتواجد في هذه الأثنان لمتابعة أيضا السباق معه محمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية بجانبه وأيضا يحيي الآن أيضا مؤسسة دبي إلي الأعلام هذه المتابعة هذا النجاح الكبير اللي قدموه بأمانة هذه اللجنة المنظمة العلية بهذه القيادة بهذا التفكير وكلهم شباب محليين معتمدين ما في شركة يعني لا تقولي شركة هي اللي تقدم خدمات التنظيم التنظيم محلي مئة بالمئة وهذا فخر ونجاح العلية لبطولات السلم في سباقات السيح بالأمانة نحن نقدر نقول أن ما قدموه اليوم اللجنة المنظمة العلية من نجاحات من اختيارات أيضا حتى الاختيارات من أنجح المواسم يبدو لي في هذه النسخة والموسم السابع من حيث السباقات الثلاثة اللي مرت شفنا السباق الأول وهو سباق الهواء المواطنين واللي قدموا فيه أيضا الهواء المواطنين أداء كبير فريق الشعفار وشرطة دبي كانوا ما بينهم حقيقة يعني مسافة قليلة ربما كانت تفوز شرطة دبي عن طريق الفردي لكن فريق الشعفار فاز عن طريق سالم الشمالي نأتي للسيدات أيضا كانت منافسة شرسة ما بين فريق الشعفار وأيضا فريق البطل وهو فريق ووش فريق مايوش قدم لنا من خلال البطولة للسيدات النموذة جرائع تكتيك لأول مرة نشوفه وكان قائد هذا التكتيك ومدرب هذا الفريق وهو يوسف ميرزة نعم كان موجود معاهم وكان الفريق حقيقة وعودة الفوز للشيخة مدية بنت حشر المكتوم اللي قام بعملية التسكير واقتناص الفرص من خلال الانطلاق الأولى وعملية أيضا السيناريو اللي قام بهذا الفريق مايوش من خلال التسكير المبدئي وبقيادة قوية من الشيخة مدية بنت حشر المكتوم وأيضا زهر حسين اللي كانت معاها أيضا شيخة عيسى اللي استطاعت حقيقة شيخة عيسى مع شيخة مدية في الهجوم والخروج من الكوكبة وتحقيق المراكز الثلاثة الأولى والقيادة كان والتدبير والتفكير من قبل الدراجة يوسف ميرزة اللي هو يقود هذا الفريق حاليا في عملية التاك موجودة في هذه اللحظات يبدو لي في هذه الأثناء من الفلبين ومن فريق سايكل زون بايك شوب في هذه اللحظات أرتورو لادا لادا يحاول أن يتقدم في هذه اللحظات من الفلبين وهي محاولة رائعة من الفرق الموجودة في فريق سايكل زون بايك شوب يحاول أن يتقدم في هذه الأثناء ونحن مثل ما قلنا من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان راح ننتقل إلى طريق إكسبو طريق إكسبو امتداد أيضا لطريق القدرة وهذا من طريق القدرة هذا المعناته أنه هو الطريق اللي راح يدخل فيه عملية تسكير إذا ما كانت الرياح استمرت بالشمالية الجنوبية إذن تقدم الآن من الفلبين محاولة رائعة من فريق سايكل زون بايك بايك شوب في هذه اللحظات يتقدم أرتورو لادا من الفلبين في المقدمة أكيد كبتنا نحن نشايفين محاولة من اللعبة أرتورو من الفلبين يمثل فريق سايكل زون يحاول أن ينسل من الكوكبة لوحدة توقع راح تكون المهمة صعبة على أنه ينفرد في الصدارة لوحدة أكيد الفرق مشكلة وراه نحن نشايفين على يمين الشاشة فريق الشحفار لحد الآن قائم في كنترول الصباق نادي بوضلبي سكنت باردير أيضا شرطة دبي الشباب الأهلي خلنا نشوفوا مع بعض يمين الشاشة وراه فريق الشحفار أكيد هو مجهز نفسه للدخول في المنعطف القادم من بعد ما نمر في شارع إكسبو فأتوقع كبتنا إذا توافقنا راح تكون رقطة التحول لهذا الصباق الدخول لمضمار القدرة الدراجات شو رأي كبتنا؟ والله أنا أعتقد إذا سرنا إلى القدرة وإلى مضمار القدرة هناك الشارع أربع أمتار صحيح ودخوله دخول من يدخل أولا هناك أكيد البوزيشن كبتن مهم المهم جدا أو التمركز مهم للدراجين أو للفرق ككل أن أي فريق يدخل في المقدم أو أول فريق يكون ماخذ المنعطف أول فريق فنقطة التحول راح تكون برايي أنا الشخصي كبتن أن دخول لمضمار القدرة اللي هو الشارع يتكوى من أربع أمتار فقط أن يكون نقطة التحول لهذا الصباق القوي اللي احنا شايفين بعد مرور ساعة ونصف من الصباق في معدل يفوق الـ 45 كم في الساعة أيضا احنا شايفين مع بعض المحاولة هذه لازالت جارية مع اللاعب أرتورو اللي هو من سايكل زون رقم 137 على توقع على دراجة باسو من صنع إيطاليا أيضا خلنا نعيد كابتن الكلام اللي قلته هذا الوضع أتوقع مخالفة للقانون الدولي اللي هو وضع اليد أو الدراع على المقود للدراجة الحين غيرت وقع يمكن سمعني يد لاعب لكن محاولة جيدة تعتبر لهذا اللاعب لكن المسافة ما تعتبر يعني كبيرة لهذا اللاعب اللي هي ممكن 30 أو 40 متر ماكسيموم فتوقع سيتم اللاعب بأقرب وقت ممكن من خلال الفرق اللي هي عاملة كنترول وأولها فريق الشعفار جميرة أكيد اللاعبين اللي موجودين حاليا نشوفهم في الشاشة منتخب عمان ومنتخب سلطة عمان فريق الوثبة بعض المشاركات الفردية كابتن اللي راح نشوفهم مع بعض أيضا موجودة خلال ممكن أكثر عن 20 لاعب تم المشاركة بشكل فردي منهم اللاعبين اللي ظاهرين معانا في الشاشة أيضا شرط الدبي متواجدين الأعناصر اللي ممكن تراجع حسابا البقاء في الخلف أتوقع مجازفة فشو رايك؟ والله أنا أشوف من قبل شيء أشوف فيصل المعمري من فريق منتخب سلطنة عمان وهو أيضا بطل عمان صحيح صحيح في مجازفة كبيرة إذا ظلوا لنشوف في الخلف نعم لأن أنت الآن ممكن في تساءل ماذا يفعل فريق الشعفار في المقدمة ماذا تفعل فرقة شرطة دبي شباب الأهلية شوف في تزاحم صاير الآن في مقدمة السباق لأن الجميع يعرف الجميع يعرف بمجرد دخولنا إلى شارع إكسبو وبعد ذلك إلى شارع القدرة راح يكون نحن ربما نتعرض لرياح جانبية لأي فريق يأخذ المبادرة وعنصر المباغة راح يأثر على الجميع أكيد فبالتالي يجب أن أكون أنا موجود قريب لازم أكون جاهز أكون جاهز وقريب صحيح ما أكون وراء لا لأنه ينقطع مع اللي ينقطعوا أكيد لأن أي لعب ممكن يأخر في المقدمة وممكن يأثر عليه أن أتقدم أبد المجهود مضاعف للحاق بالمجموعة الهاربة والمجموعة اللي راح تكون في الأمام الحين فريق الوثبة أكيد راح يجمع نفسه ويتقدم لمقدمة السباق للتشكيل مع الفرق اللي هي مشكلة في أمام السباقة وفي مجموعة الأمامية حين سعد من الفئة صحيح نعم فريق تورك سعد هو لحقق المركز الثالث ممكن نتكلم عن سعد كابتن شوي أنه بحكم أنه عند الرغبة في إثبات وجوده بحكم أنه أتوقع أن نزل أكثر عن كم كيلو جرام كابتن المعلومة هذه قلتها في السباق نعم كان 128 كيلو جرام ونزل إلى 86 84 نزل تقريبا ما يعادل 34 كيلو من وزنه وبدأ يشارك ومع أنه هو وقف 14 سنة عن اللعبة و13 سنة حقق بوديوم بالنهاية وفي النهاية وصعت بوديوم وهو بوزن 84-86 في فئة اللي هو في بطولة السلم يعني بطولة كبيرة مثل هذي صحيح وحتى السباق الأخير كان موجود كان موجود مجموعة الأولى أنها معاهم مجموعة الأولى بالرغم من وزنه اللي كان أميو فوق الأميو 28 ونزل أكثر من 35 30 كيلو من وزنه يعني أنا أعتقد هذا قصة نجاح يعني أكيد وأيضا أنا قصتي قلتها كل يوم بعيدة أنا شفت شفت أنه رجع يلعب فشفت بوزنه كم توقف عن الممارسة 13 سنة 13 سنة إلى 14 مدة تعتبر طويلة 14 سنة فشفت يعني بالصدفة قلت له ها أنت رديت؟ قال هي رديت قلت لي يا ريال حمي يبالك قلت له يعني قال لا لا شوي شوي بارد إن شاء الله هذا الكلام من قبل سنتين واليوم نحن نشوفه في مشاركة مع الإليت هي والله ما شاء الله وشوف يعني اليوم سيدي صاحب اسمه شيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظ الله ورعاه هذا الرجل عطى هذا الأمل والعودة لعدد كبير من الدراجين اللي كانوا وقفوا اللي يسمونهم الآن في المشاركة متقاعدين المتقاعدين نعم هي وكانوا متقاعسين يعني هو يلعب يقدر يلعب لكن قال بس علي لكن الشيخ محمد رجعه صحيح وخلاه يلعب وخلاه ينافس لو يصعد بوديوم مرة ثانية بالفعل يا رجل معدلات سرعة يقوموا بها الآن اللي هم يسمونهم المتقاعدين صحيح اللي كانوا زمان يعني لعيبه ووقفه ورجعوا مرة ثانية معه والفرق المستماعية اللي يقدمونه من معدلاته الآن يعني أنا أعرفهم ما يقدمونه كان لما كانوا لعيبه في النبي صحيح يا رجل يخلص لي معدل سرعة 44-43 على أيام من قبل 14-15 سنة يخلص السباق معدل سرعة 8-30 على مسافة مش هينة بعد على مسافة طويلة أكيد فوق الـ 150 كم مستويات جبارة جبارة وصلت لها الدراجة الإماراتية الفرق الهواء المجتمعية وصلوا إلى هذه المستويات فبالتالي الآن نشوف عامر الدهماني أكبر دليل صحيح الآن موجود في الأمام حالة حالة محترفين أتوقع كابتن أول لاعب من فئة الهواء يفوز في النسخة الأولى لبطولة السلام الأولى نعم فسنة 2017 إذا ما أخانت نتاك نعم هي النسخة الأولى الأولى نعم والسباق الثاني يفاز في عبدالله يوسف الأملح صحيح نعم صحيح وعمر الدهماني أول بطل صحيح وكان يعني يفاز بعملية بريك هوي يعني بريك هوي وتقدم واستطاع أن يحقق المركز الأول وهو هارب عن الكوكبة بالفعل ونفس الشيء قام هذا العمل بأيضاً لملح على فكرة ترى البدايات الأولى لسباقات السلام السلام وبما كانت عليه على فئة الهواء المواطنين كانت البدايات نادر ما نشوف وصول سبرنت في أول نسختين صحيح بعدين لا بدأوا يتطورون بدأوا يشتغلون على العمل بدأت تكتيك يتطور صحيح بدأت عمليات التسكير بدأت عمليات دخول الليد آوت والسبرنت الأخير صحيح يعني صارت فنيات جديدة وكل ما تأتي يعني نسخة بعد نسخة نلاحظ أن المستويات تتطور صحيح وإلى الأفضل لحد اليوم احنا شايفين أكبر دليل كابتن اللي احنا قاعدين نشوفه الحين يعني المسافة المقطوعة مع المعدل هذا وجود هذي اللاعبين أو اللي كانوا مثل ما قلت قبل شوية متقاعدين موجودين معهم أيضا المثال الثاني أو الأول اللي طرحناه قبل شوية الكابتن خليل حداد الموجود مع المجموعة هذه أو المجموعة الأولى يعتبر أيضا فرصة كابتن من خلال بطولة السلم الرجوع من واست اللعبة إثبات الذات إثبات الوجود للنفس يعني لأن اللاعب ممكن أتوقع فرصة أو بطولة السلم أتاحة الفرصة لجميع الفئات المجتمعية كابتن للمشاركة في مثل هذه الصباقات وهذا يتوقع يعني مشوار جميل للاعبي أيضا كابتن ممكن نتكلم عن عناصر اللي ما ما شفناه في الصباق اليوم اللاعب اللي هو وليد خميس نقبي أتوقع افتقدو شوية فريق الشباب الأهلي صحيح بالتعرضة لوعكة صحية هذا الصباح يعني كان المفروض هو موجود في قائمة المشاركة نعم كان المفروض موجود في قائمة المشاركة كانت المهمة الموكلة لها أيضا اللي هي الدفاع حال حال اللاعب سيفنا في الكعبي وعلي عبدالله هو يمتاز في هذا الأمر في العمل نحن شفناه في البطولة العربية في الكويت شفناه في دورة العاب الخليج في الكويت نعم شفناه أيضا وليد النقبي في طواف الشارق العام واللي أبهرني حقيقة كان له دور كبير لهاسب أنت تمت اختياره للتنفيذ طبعا هو اختياره للمنتخب الوطني وليد كان موجود في المنتخب سابقا صحيح ولو أنه من الناس اللي بدأوا يعني اللعبة متأخر متأخر بالعمر يعني ما بدأ وحتى عمره التدريبي ماه بعيد مش طويل يعني تقريبا يكون سبع سنوات تقريبا إذا ما كان أو أقل شواء أو أقل من سبع سنين يعني وليد النقبي من الناس اللي بدأوا متأخرين في اللعبة صحيح في عمره التدريبي فاللي قدمه من خلال طواف الشارقة العام لخدمة القميص الأصفر ولخدمة بوليغريغا يعني أبهرني أنا كابتن أنا شخصيا أبهرني في بطوة الألعاب الخليجية اللي في الكويت اللي في الكويت كان أتوقع مجمل العمل كان على اللاعب وليد خبيس النقبي اللي هو خلانا نظفر في المركز الأول عن طريق اللاعب فردي وفرقي فردي وفرقي نعم نفس السيدات صحيح صحيح أتوقع اللاعبة زهرة لا لا اللي كانت في عملية الدور اللي كان نقام بها من اسمه وليد نفس وليد كانت أوكي فردي سيدات فردي سيدات ممكن مروة سلمان أو هدى 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 حسين بالإضافة عيابة المركز الثالث ويابة الثالث أيضا لأن كانت هي عملية الأتاكات عملية الهجوم الرد على الهجوم وبالإضافة إلى زهرة كانت الساعد في هذا الوضع كابتن توضيح بسيط للمتابعة والمشاهدين أن اللاعب اللي فوز أكيد كانوا معه لاعبين صحيح مش مجهونين لكن يكون لهم أدوار مثل هالأدوار مثل هالأدوار اللي احنا قاعدين نشوفه يعني حين الشعفار اللي قاعد الفريق اللي يسحب أول لعب أو ثاني لعب أو ثاني لعب أو شباب الأهلي الآن عبدالله حساني صحيح سيف معيوف الآن هاي شغلته أو حتى الشرط الدبل بالنهاية احنا نشوف لاعب واحد فايز لكن بالصح أو بالشي الفعلي أن اللاعب اللي فاس كانوا مع زملاء مساعدين هذا الشي يوضح لك كابتن اللعب الدرجة صح أنها فردية لكن هي جماعية بشكل أكثر فمثل ما احنا شايفين كابتن معك أكيد نحنا سعدنا حقيقة بنتائج المنتخبات الوطنية اللي كانت تمشين يمكن الفارق أو هذا التمثيل للمنتخبات الوطنية يعطينا كيفية التعامل مع السباق كفريق صحيح يعني يمكن هذه الصورة اللي نجحت فريق مايوش للسيدات هذه السنة بالفعل أنت عطيتم هذا الطابع أن يلعبون من أجل أن الفريق يفوز واحد من الفريق بغض النظر مين الجميع فائز الجميع فائز بالنسبة للفريق أكيد داعنا كان لدور كابتن أنا ممكن أتكلم في هذا نقطة بحقكم أني أنا موجود مع فريق الإمارات أكثر عن السبع سنوات وتم يعني التوكيل المهمة أغلب الصباقة اللي كنت شارك فيها كان يتم التوكيل لهذه المهمة لمساعدة ليدر الفريق فبالنهاية الجميع خلنا نشوف يتساءل مثل مرات ليش اللاعب يوسف مايفوز ليش اللاعب مثلا الفلاني مايفوز فأكيد تكون لأدوار مثل ما احنا شايفين في بطولة السلام النسخة السابعة أكثر اللاعبين يضحون أو يكونون فعالين في بداية الصباق في المنتصف الصباق للتضحية أو لعمل الخطة الموضوع من الجهاز الفني لهذا الصباق أنا من خلال مشوارك الاحترافي تابعت لك أكثر من طواف أنت شاركت فيه صحيح ومن صباق كلاسيكي صحيح دائما الدور لك كان دور المساعد بحكم العناصر هناك على حسب المستويات المنافسة صحيح فبالتالي كانت دائما لك دور يمكن أبرز موسم أنا ما خليت ولا طواف لك هالسنة تابعتك هالسنة ولا طواف تابعتك حتى أنا يأتي اليوم من الأيام وقلت لرئيس فريق الإمارات مجلس إدارة فريق الإمارات المحترفين نيويتيم إمرتس سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري بل فعق قلت له اليوم أنتو خدمتو المنتخب الوطني يوسف في أفضل حالاته أنا أتوقع له في دورة العاب التضامن وبطولة آسيا هالسنة أنه بيفوز حقنا بل فعق إن شاء الله بيحقق لنا ميدالية بسبب المتابعة اللي أنا شفتك فيها فكان لك دور كبير أنك ترفع مستوى المنتخب الوطني فحي وترفع أيضا اسم دولة الإمارات بطل آسيا في المضمار في النقاط مع أقوى لاعبين آسيا وجيت أيضا عزست بذهبية أخرى وكانت هي موجودة في تركيا دورة العاب التضامن وسط قوة أقوى لاعب الكازخستانيين ذي قوسين وحققت أيضا مركز الأول الذهبية وييت أيضا في كاس آسيا وحققت ذهبية وبالتالي وصلت تسعمائة نقطة ووصلت الرانكينغ الثامن عالميا هذا رقم ما وصله أي إماراتي قبل الحمد لله كابتن أكيد الإنجازات هذه والنتائج اللي شفناها مع بعض اللاعب يوسف وحتى بالنسبة لي أنا ما أوصفها إنجازات يوسف لا كانت للدراجة الإماراتية كابتن نحضد عن طريق المنتخبات الوطنية سواء كان عن طريق اللاعب يوسف ميرزا أو اللاعبين المواطنين الآخرين أيضا كابتن ممكن اتحاد الإمارات له دور كبير بقيادة المهندس منصور جماب عصيبة أخوانا عضاء مجلس الإدارة بحكم تنظيم ومشاركات الفريق أيضا اللاعبين الأخرى الزج في دماء جديدة شابة خلال ناس ما شفنا استحداث فيها تحتراته عشرين منهم اللاعبين محمد الامطوي عبدالله الجاسم أيضا اللاعب عبدالله الحمادي فكلنا فخورين بما حققت للدراجة الإماراتية أو اللي وصلت للدراجة الإماراتية من نتائج على مستوى خليجي عربي أو حتى قاري أو حتى يعني إقليمي فحنا إن شاء الله خلال egyام المقبلة أو حتى التخطيط للمستقبل راح تكون إن شاء الله نتائج إن شاء الله تكون عالمية ته 줄 أولمبيال إن شاء الله قادة جديد إن شاء الله للدراجة الإمارادية عن طريق اللاعبين اللي موجودين معانا اليوم في بطولة السلم النسخة السابعة ومثل ما احنا شايفين كابتن مجراد سباق ايضا في محاولة ثانية من فريق سايكل زون منتخب السعودي في الاتفاع اليوم ممكن يساند بعض الفرق اللي هي موجودة في المقدمة شو رايك كابتن في اللي احنا نشوفه الحين تراجع فريق الشعفار تراجع شوي فريق الشعفار للخلف حس ان الضغط عليه بحكم ان السباق لسه شوي يعني باجع لمسافة لنهاية السباق حاليا في شارع اكسبو ومنتجيني لشارع القدرة صحيح وايضا الان هذا الاتجاه كما نشاء طبعا هذا الشارع تم افتتاحها بالنسبة لأكسبو تونتي تونتي وايضا هذا الشارع من المشاريع الضخمة والتي تضم هذه الطريق حقيقة طريقة تجارية للحاويات صحيح وتذهب الى جبل علي الآن في ظهرهم جبل علي هم دخلوا مشارع فرعي احنا مرينا العام اللي طاف او العام مرتوا على هذا الشارع العكس العكس انتو ييتوا العكس من حتى لان هذه هي الطريق ايضا هي مؤدية الى جبل علي مؤدية ايضا الى ابو ظبي صحيح شارع الشيخ زايد باتجاه الان حاليا نحنا الى الهباب اوكي صحيح هذا شارع الهباب حاليا ترى وهذا الشارع كان قديم موجود موجود نعم جبل علي الهباب هذا قديم ولكن تم احياءه اتوقع كنتو تتمرنون عليه كابتن ايام نادي النصر نعم اتدربت عليه في الثمانينات او بداية السيناع دربنا عليه وكان دائما يكون عليه هو للنسيح وكان هو عليه واستوت عليه كيف وضع المركبات كابتن في المركبات كل نص ساعة ساعة كان طافت عليك سيارة كان طافت عليك سبحان الله عكس السنوات اللي هنعيشها الحين نحنا طبعا جيل في الفترات السبعينيات والثمانينات طبعا البديت في الثمانينات منطقة اللي انت تتدرب فيها بامان وانت ساعة الهباب انت تبال الهباب تبال العوير بحكم قلة المركبات مافي مركبات مافي يعني يعني اللي يبال الهباب هذا اللي يبال حتى اول صحيح اللي يبال حتى او يبال اعمان ما شاء الله كان طرق معبدة و معبدة وطريق جميع لا هاتس شارع بستثينات الربط ما بين ديرا وبين منطقة حتى دبي ومن دبي الى حتى هذا شارع في 62 معبدة كان مسفلة وكش هي 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 62 معبدة ولكن طبعا تم تغيير وتم بعد ذلك توسعت توسعت ومر مراحل عديدة خلال الخمسين سنة وستين سنة راحت جميل لا الحمد لله يعني هذه الطرق طبعا حتى تعتبر بعيدة بالنسبة لدبي وبالاضافة الى الفترة اللي ما كانت فيها الطرق المعبدة كان يسيرون عليها برشاب يعني ثلاثة اربعة ايام ياخدوا سبعا هي نعم ثلاثة اربعة ايام عشان يوصل ويعني اليوم احنا نشوف ما شاء الله اربع او خمس حارات في شارع الاول اتجاه الواحد نحنا اليوم نعيش طفرة ونهضة عمرانية افضل شبكة طرق صحيح على مستوى العالم تشاهدها هنا بدولة الامارات وبدون مبالغة بالفعل ولو انها شهادتنا مجروحة بمن يقوم بهذا العمل سواء كان هنا بامارة دبي مؤسسة طرق او هيئة طرق ومواصلات دبي نعم الار تي اي ايه اللي قدموا بهذه النجاحات نجاحات مذهلة يمكن فيه صور الآن تتداول تلاحظها على وسائل التواصل الاجتماعي صور عندما سقطت الامطار والغيوم التي كانت وتلبدت بجانب المنطقة الأغلى على مستوى العالم وكيلو متر الأغلى وهو برج خليفة وهذه المنطقة مع تشكيلة التقاطع والجسور مع القناة المائية من الأبراج ففي يعني مع اللقبات صور اللي تشوفها لا تستطيع ان تتحدث بان هذه في دولة عربية جميل كأنك تحس وتشوف ان هنا انت في مكان موجود يعني دول متقدمة وهي فعلا الآن في مصافة دول المتقدمة بل المؤثرة في النهضة وتدرس الآن الافكار التي اقيمت على ارض دبي ومن صاحب حقيقة الافكار عندما سئل سيدي صاحب السمو شيخ محمد بالراجد آل المكتوم حفظ الله وراء نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارة عندما سئل قال لست أنا الوحيد هناك فريق عمل هناك بل فرق عمل فهو دائما ينسب النجاحات وينسب الافكار لفرق العمل المهمات الجسام او كلها لابناء البلد بالمناسبة اكبر المشاريع اليوم انت تتكلم عن سعادة مطار الطاير اليوم هو مدير المديرين بالنسبة لهيئة الطرق ومصارات دبي واحد من المهندسين الاوائل الذين قد بدأوا بافكار وشق الطرق اللي موجودة وشبكة الطرق بما فيها الانفاق بما فيها ايضا موضوع ومشروع مترو دبي اللي من البدايات الجميع كان يتحدث عن مترو دبي يقول لك كيف بينجح المترو يعني الناس كلها عندها سيارات لكن تشوف نسبة الاشغال الان لهذا المشروع الحيوي اللي يعتبر اليوم ايقونة دبي عندما تشاهد مترو دبي والجميع يتحدث عن الصور الجميلة اللي ممكن انت اذا خدت الرحلة وحدة من ال سواء استعملت الاخضر الخط الاخضر او الخط الاحمر وتمشي وتشوف المناظر الجميلة لانه هو المترو اللي موجود على مستوى العالم طولة 72 كيلو متر وانت ما بين تحت الارض وفوق الارض وتمر تحت الخور ثلاث في ناس ما يدرون انه مرتحت خور دبي ايضا وهو النفق الثاني يعتبر هو ثاني الانفاق ولكن هذاك للسيارات وهذا للمترو كابتن بالاضافة للمشاريع الار تي ايضا لا ننسى مضمار القدرة الدراجات تم الربط اتوقع بعدة اماكن هذا الشي اضافة جميلة او اضافة قوية اللي راضتنا اليوم اللي احنا نتابعها مع بعض مضمار القدرة الدراجات اللي يمتد لأكثر من 145 كيلو متر لطريق دراج هواية فقط فمادري كابتن ممكن اضيف هالشي لانجازات هيط طرق المواصلات اكيد بقيادة معاني مطر الطاير لهذه المشاريع الضخمة بكل تأكيد يعني انت اليوم عندك الوجهات اللي موجودة الرياضية والمسارات اللي صارت للدراجات وللجري تتحدى فيها العالم تتحدى فيها هناك دليل الوجهات الرياضية حاليا موجود عندنا وهذا الدليل في تعاون ما بين بلدية دبي وبين ايضا الهيئة الطرق ومواصلات دبي لهذا العمل الجبار حتى المحميل رايحيننا في هذه اللحظات ايضا هناك نعود للعمل معكم من جديد لان السباق بدأ السباق الان في حموة حموة السباق الان نلاحظ معاكم في عملية التاكس سبعة دراجين ولكن دفاع شباب اللهلي شباب اللهلي يلاحظ الآن دفاع قوي من شباب اللهلي عبد الرحمن سالم يطلع معه اللاعب الرائع هو الشاب 23 سنة البولندي فيليب مشويوك يحاول الآن يسحب ويرد على عملية الاتاك بشكل رائع وسلس يطلع معه حمزة ياسين من شرطة دبي ومن نادي بوظبي للدراجات أنس أيت عبدية لاحظ معكم الآن السباق بدأ يتحرك وخصوصا في هذا التدخل البولندي الرائع من فريق شباب اللهلي الآن بدأت العملية تزيد التقدم لأنس أيت عبدية مع حمزة ياسين من شرطة دبي التقدم الآن خمسة دراجين ينضم معهم سعد علي ثاني نعم بوزن الثمانين ويبتع كفتن هذا اللاب نسيم أتوقع صاحب البطولة العربية الأخيرة المقامة في شهر نعم نسيم سعيدي صحيح نسيم سعيدي وهو بطل عرب صحيح بطولة العربية الأخيرة تم توقع حقاق المركز الأول في سباق الفرد العام لفئة الرجال أتوقع معه عبد الرحمن سالم من الشباب اللهلي ما رح يساعد لأنه بحكم البلان الموضوع أنه دفاع فقط يعني الآن نسيم الجزائري في الأتاك خلفه مباشرة عبد الرحمن البلوشي للدفاع للدفاع ما رح يساعد أكيد بحكم الليدرز موجودين بالخلف فلو كان اللي عبد الرحمن يساعد اللاب نسيم فبيضطر الفريق شباب اللهلي أنه يفعل عناصره للحاق بالكوكبة فمثل ما أنت شايف معي الآن أشوف أنا فريق تورك أيضا سعد ما شاء الله عليه هذا سعد أتكلمنا اللي كان وزنه مي وثماني وعشرين قصة النجاح وتنزيل ونقاص الوزن وعود إلى لعبة الدراجات بعد انقطاع حول 13 عام ويعود الآن في الكوكبة هو موجود الآن من فريق تورك هذا الفريق أيضا المجتمعي بقيادة وإدارة زعل بن زعل حاليا الآن عملية أتك يقودها أنس آيت عبدية نادي بوظبي للدراجات يتحرك خلف نسيم سعيدي تم اللحاق به الدفاع موجود من عبد الرحمن البلوشي شباب اللهلي يطلع الآن أتك آخر من الجانب الآخر جابر المنصوري جابر المنصوري وزميل يوسف ميرزا طبعا وأحد زملاء كل بشوار طويل مع جابر المنصوري والأتكات اللي يقول طبعا أنت الآن تعرف ما يقوم به جابر وما يقوم به سيف معيوف وهذه المتابعة كما نشاهدها الآن في هذه اللحظات يا سلام نادي بوظبي يتحرك بشكل جميل في الدفاع ويقولهم الآن في الخلف الآن نشوف فيليب فيليب الآن هنا البولندي ما شويوك يحاول أن يحرك الكوكب وأن يقولهم يلا نشتغله ومن شاب بالله لي شوف الآن الله الخط هذا الخط امتدت السلسلة السلسلة عندما تمتد يعني هذا بالسرعة العالية صحيح شوف يا الله يا الله على هذه الصورة صورة مذهلة الآن هنا وحقيقة قلم أن نشاهد مثل تلك الصور كما نشاهد الآن سرعة كبيرة بكل تأكيد تفوق الخمسين كيلو متر في الساعة يوسف بالفعل أكيد إحنا داما أننا شفنا السلسلة انتدت أكيد صرعة عالية موجودة صحيح أكيد فوق الخمسين مستحيل قبل الخمسين لأنهم ساعة كانوا يمشون بالأربعينات كانوا يمشون جنب بعض لكن فوق الخمسين أحيانا ما نشوفها شيء أكيد اللاعبين على خط واحد الكل يحاول يستفيد من ذرة الثانية أكيد الكل يعني متجهز لأي هجوم آخر فأتوقع تكتل مجموعة في مكان واحد أو في جانب واحد يصعب على اللاعبين الدفاع أو حتى الانطلاق نعم أحيانا نشوف خفة السرعة نشوف اللاعبين أيضا يتجمعون مرتا الله على هذا المنظر الجميل الله على هذا المنظر لأن العدد يعطي جمالية أي صحيح الآن الفرق التي دعنا نحصر العدد الفرق التي تتعامل مع السباق حاليا شباب الأهلي نادي شباب الأهلي شرطة دبي نادي بوظبي للدراجات بدي يتحرك صحيح بحكم ثالث لاعب موجود نعم وهذه الآن الفرق الثلاثة أو الأربعة ونادي بوظبي بدي يتحرك والأمطيوعي أعمالية أتاك وأخرج وعلى فكرة دراج يمتاز بقوة كبيرة في عملية ضد الساعة والسحب بالفعل هذا جاب معدل سرعة 53 كيلو متر في الساعة في الأربع كيلو مترات برقم أربع دقائق و 32 ثانية على فكرة كابتن المضمار اللي يحقق فيه رقم مش مغطى كامل فهذا الشيء يعتبر جدا قوي بالنسبة لله الله عليك الأمطيوعي الله عليك الأمطيوعي نعم الأمطيوعي يتقدم الآن هذه محاولة رائعة من محمد أحمد مبارك الأمطيوعي المنصوري في هذه اللحظات يلا والزعبيل هذا والزعبيل ترى يعني مرينا بمنطقة نعم نعم راح راح محمد ما شاء الله عليه يحاول أن يتقدم الآن من نادي بوظبي للدراجات طبعا هو بطل العرب مرتين وعنده ثنائية نفس الثنائية اللي حققها يوسف صحيح على فكرة الإمارات غنية بالمواهب يوسف ميرزا في يوم من الأيام حقق الثنائية في عام 2011 عندما فاز بالفردي ضد الساعة وأردف ميذالية ذهبية أخرى أيضا في الفردي العام وكان في شرم الشيخ عام 2011 وكان دراج واحد اللي سبقه تاريخيا وهو الرافع شتيوي التونسي عندما فاز في دير عطية هناك في سوريا بطولة العربية 2007 وفاز بالثنائية الفردي ضد الساعة والفردي العام ولم يسبقه أحد بعد ذلك يأتي يوسف ميرزا الإماراتي ويحقق هذه الثنائية لفئة الكبار وبعد ذلك ثنائية أخرى حققها يوسف في 2015 عندما فاز أيضا في شرم الشيخ في نفس المكان يعود ويكرر الثنائية مرة أخرى يعني هو الوحيد اللي عنده ثنائيتين يوسف ميرزا لان هو بجانبي وبرفقتي الآن في هذا التعليق والآخر الإماراتي اللي حقق ثنائية في فئة الشباب هو محمد المطيعي الذي يقود الآن الكوكبة في سنة كانت كابتن 2021 توقع 2021 في جمهورية مصر أيضا يعني جمهورية مصر توقع دائما فعلها خير علينا صحي دائما دائما كل بطولاتنا في جمهورية مصر منذ الانطلاق الأولى في نوعيات يعني دائما في مصر دائما عندنا فيها نتائج يعني أنا أتذكر دائما يعني النتائج اللي في جمهورية مصر في الإسكندرية صحي حققت أيضا أنت المركز الأول صحي في الفردي العام في 2019 2019 نعم وأيضا بالإضافة لأيوسف كان محمد المطيعي أول فوز ناشئين ناشئين ذهبية أيضا صحي وهذه هي نتائج منتخباتنا الوطنية اليوم نشوف محمد المطيعي موجود تحرك كابتن من شباب الأهلي أول تحرك يقوم في شباب الأهلي أو أول هجوم خلنا نقول أول التاك يقوم في اللاعب أتوقع البولندي البولندي ما الشيك نعم فأتوقع في ملاحقة لصيقة من اللاعب رشد بلوشي اليوم شفنا رشد بلوشي الحين ظهر أول توقع أنا شفتها ولاحظتها نعم هناك هجوم آخر نعم فريق الشعفاري تحرك نعم من هشام تحرك جميل من اللاعب هشام من فريق الشعفار أيضا نسيم أو أتوقع نسيم سعيد اللاعب هذا من شرطة دبي بالملاحقة جابر حسين المنصوري ثلاث لاعبين ممكن يشكلهم خطورة كابتن ممكن هذه المجموعة تروح لكن أتوقع الجوزيف من نادي بوظبي يلحق فيهم بالإضافة إلى حمزة عماري حمزة عماري يعني المعدل كابتن شايفينه كبير يعني فاقل السبعة واربعين كيلو متر سبعة واربعين كيلو متر في الساعة رقم عالي نعم يأتينا هذا المعدل بتوقيت وساعة الحكم سيف سرور الشرقي رقم خيالي أنا يوم قلت لكم ساعة شفتم المكان اللي فيه شارع الشيخ زايد بن حمدان أنا أتوقعت الوضع هذا يعني ما طبيعي ما شاء الله سرعات خيالية في ساعة ونصف موصلين الآن فوق السبعين كيلو ثمانين كيلو ساعتين يعني هم قاطعين قاطعين أربعة وتسعين كيلو قطعوها في ساعتين يا جماعة سبعة واربعين أفرج رقم خيالي رقم خيالي والله كان الكلام هذا الحديث دائر بيني وبين أحد الأخوة من اللجنة المنظمة وأيضا الأخوة في موسد بيل الإعلام لمعرفة لمعرفة مدى السباق وكم راح يأخذ كم راح يأخذ يعني فنياً أكيد وبمعية طبعاً الأستاذ أستاذي عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية بموسد بيل الإعلام كم راح يأخذ السباق يعني كم بيأخذ السباق هذا فأقول له يعني هو بحدود الأربع ساعات على حسب المعدل قال والله مسافة طويلة قلت له أنا أتوقع أربع ساعات لكن مع الضغط اللي موجود مع الفرق اللي موجودة والأسماء المحترف اللي موجودة حتى مواطنين نفتخر نموجدين في هذا المستوى أنه لحد الآن 47 كيلو متر في الساعة يمكن هذا أعلى معدل وصلت إليه بطولات السلم لحد اللحظة حتى النهاية سوف نشاهد لكن لحد اللحظة هو أسرع معدل ما يقارب الأربع وتسعين كيلو بعد ستة كيلو راح ننهي نقفل للمية صحيح يكون بها جات سبعين هجوم كابتن من لاعب اتوقع ناصر المعمري من فريق الشعفار نعم يلحقها اللاعب حمزة عماري وأول ظهور وأول دفاع لللاعب عبدالله الجاسم عبدالله الجاسم كابتن يعتبر من فيت الأندرتوين تثري أو تحة ثلاث عشرين منظم حديثا لمنتخب الإمارات أو لمنتخباتنا الوطنية أيضا حمزة عماري يكمل الأتاك اللي هو دبل أتاك يعتبر في الأشياء الفنية لرياضتنا هذه أكيد حمزة عماري قائد هذا الهجوم حمزة عماري كابتن شفناه في أكثر عن بطولة أكثر عن كان مشارك في البطولة الأخيرة أو بطوة العالم الأخيرة اللي كانت في أستراليا وأتوقع في فئة تحت 23 اللي كان فيها اللاعب الكازاخستاني المنظم لفريق أستان اللاعب في دروف فحمزة عماري كان من الذين أكملوا مسافة الصباق يعني يعتبر يعتبر لاعب قوي قاعد هذا الهجوم فباتجاه الحين لمشارع القدرة أتوقع الحين نقطة التحول نحن قريب من نقطة التحول صحيح نحن قريبين من هذه النقطة أول نعطاف للجهة اليومنية الرياح نفسه ما قلت كابتن قبل شوي يعني هذا كابتن أيضا فريق شعفار اليوم فريق ياسي أيضا نشوف أول هذا تيفسوم أكوا مريم نعم هذا عنده ميدالية ذهبية بطولة أفريقية نعم ودورة ألعاب أفريقية أيضا أيضا حقق ميدالية فضية يعتبر تغلب على الجنوب أفريقيين يعني والأخوة في المغرب والجزار فأتوقع فريق ياسي لاعب قوي صحيح ومعهما أيضا الآن أشوف من فريق أيضا نادي أبوظبي للدراجات سفيان سفيان حدي أيضا سفيان قدم مجهود كبير من خلال طواف الشارقة صحيح ولا أنسى ولا أنسى ما قام به من تقديم خدمات لمساندة شباب الأهلي ليبقى القميص مع أنه هو وين ومنادي أبوظبي هذا كابتن يعلمنا أشياء كثيرة أن الكل يتعاون للظفر في الفوز في المركز الأول والقميص خاصة مش كانت لمرحلة كان للجي سي أو للترتيب العام فهذا الشي توقع التفاني والتضحية للفرق الإماراتي هذا الشي يعلمنا ترابط أبناء الإمارات ترابط الفرق اللي موجودة في المشاركة في لعبتنا الجميلة هذه الحين نحن على شارع القدرة كابتن ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء المذهل حاليا نحن نبعد على اللاسكزيز تقريبا أقل من 16 كيلو تقريبا ما يقارب 16 كيلو يا سلام عليهم لا ولا أقول حق والله يا جماعة ما شاء الله عليهم بالفعل معدل عالي معدل عالي يعني يفوق التوقعات حاليا مسافة كابتن أتوقع خطورة أسامة صباهي هنا لوكا ميزقيتش من شباب الأهلي هذا لوكا في التنوين الآن هذا يعتبر من أقوى دراجين الليد آوت هذا على فكرة هذا كان يعمل الليد آوت لمن ديلان شارك في طواف الإمارات شارك في طواف السعودية شارك أيضا في طواف اليابان في طواف الصين طواف فرنسا يضا شارك وهو من أقوى دراجين ما وفق العام الماضي ما وفق العام الماضي أنت تكلمت عليه أكيد بس كابتن حصلت لأو عطل فني كان في مشكلة نعم هي حصلت لأمشكلة صحيح والمشكلة كانت عبارة عن إطار فلات تاير وبدل دراجة وبدل تاير مع شو اللي صار معاه وبالتالي رجع الكوكبة لكن ما كانت الرجع بالطريقة ينضم لفريق تيم جايكو العلا نعم جايكو تغير من جايكو أو بايك اكستينج للإسم الجديد في 2023 طبعا لأن المدينة العلا الأثرية في المملكة العربية السعودية هي الرائي الرئيسي لفريق جايكو بالفعل اللي كان سابقا بايك اكستينج الأسترالي وهو أحد هذه العناصر بالفعل وكان موجود وحقق المركز الثاني العام بالفعل العام الثاني في المرحلة الثالثة أعتقد في طواف السعودية بالفعل بالفعل صحيح أنا كنت متواجد وماشاء الله عليك حتى في المرحلة الأولى أنت عملت بريكاوي من أروع ما يكون يمكن أصعب خمسين كيلو متر يعني لو أشرح لك كابتن أو الأخوة المشاهدين أنا كنت في البريكاوي أصلا أنا مش مصدق أني كنت عاملها البريكاوي ليش؟ على الرياح الجربي على الرياح لا إحنا دخلنا في سكشن أو تجربة جديدة بالنسبة لأنا دخلنا لقرافل روت في أول مرة ممكن تحصل في مشواري أنا الرياضي دخلنا لمسافة تسع كيلو مترات في مدينة العلا أتوقع كان بعض الخلاف من الفرق أو من الإدارة الفنية للفرق المشاركة تشكل خطورة لكن أنا ما شفت أي خطورة كنت موجود مع المجموعة الأولى من بعد الخروج من عملت الهجوم فامتد الهجوم لمسافة تسع كيلو مترات فأنا رايح في الهجوم أقول أنا بفوز اليوم والله أنا 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 شفت طبعا هذك اليوم هذك اليوم أنا كنت أتابع وقيت لك أنا متابع كل الضوافات وخصوصا بحضور فريق الإمارات المحترفين وحضورك بكل تأكيد في هذا اليوم يوسف ما كان النقل موجود صحيح التغطية ما كان كان يقطع بسبب الإرسال للمنطقة منطقة إثرية منطقة بعيدة صحراوية فبالتالي كان في مشكلة نحن شفناك في آخر سبع كيلو صحيح عن الوصول ثم من العقفيني آخر كيلو كيلوين ثم من اللحاق بك وكان الفرق تشتغل في أربعة فرق تعمل ليد آوت للحاق بيوسف ميرزا يومها طبعا هذا كان يمكن لو كان هذا السباق موجود هذا كان أفضل أداء قدمه يوسف ميرزا في خلال تاريخ الرياضي في هذا اليوم مع البرو سيريز نعم أنا أتكلم عن المحترفين صحيح مع قوة المحترفين نشوف عماريا الآن في الأمام من فريق شرطة دبي عملية بريكاوي تبتعد في هذه اللحظات إذن مشاهدين الكرام نعم المعلومة أن المرحلة الرابعة كان من لوكا ميزيك السلوفيني بالفعل وكان خلف ماكسيم ماكسيم فان ماكسيم هذا البلجيكي اللي هو الآن طالع بقوة كاستراج سبرنتير أيضا نعم وعلى أسماء قوية كان من ضمنهم أيضا كوستا راكوستا لعب فريق الإمارات الفورتغالي بطل العالم صحيح وثلتعاش ثلتعاش وأيضا فايزبيث مرحلتين بطواب فرنسا مالفعل نعم نجوف معكم الآن كوكبة من المشاركين يا السلام عليك يا عماري هذا حمزة عماريا الآن من شرطة دبي في عمل رائع يتقدم السباق الآن في المقدمة معه لوكا ميزيك الآن في الصورة ثاني واحد السلوفيني بعد ذلك يأتي أيضا من نادي أبو ظبي يبدو لي بأنه الدراج من الموجود الثالث واحد راابع واحد الآن لوكا يسحى من شباب اللهلي نادي شباب اللهلي سفيان سفيان حدي من نادي ابو ظبي إسلام منصوري السلام منصوري وعبد الله جاسم الله عليك يا عبد الله جاسم من شباب اللهلي كابتن هذا المجموعة ضم بارت بالفريق والفي نعم هذا بارت فريق والفي والمنان فاندنبارت موجود من فريق ولفي معهم الآن وهو لم يأخذ الراس نعم بالفعل عبد الرحمن منصوري أيضا من فريق الوثبة يأخذ الراس الآن وسام أصباهي خلفه مباشرة عبد الرحمن منصوري من فريق الوثبة أيضا يتواجد معهم الآن هنا في هذه اللحظات من فريق ياسي اليوم نعم من فريق ياسي اللي موجود في هذه اللحظات في هذه الأثناء في مقدمة السباق مع عبد الله جاسم الآن من شباب اللهلي عبد الله جاسم بطل الخليج وكانت أول بطولة للناشئين ذهبية الفردي ضد الساعة من 2017 في الدوحة كان لذات الناشئين؟ كان أشبال كان أشبال وكان القانون يقول لك أنه 14 سنة يقدر يشارك مع الناشئين لأن الناشئين 15 و 16 عام جميل وهو كان عمره 14 وشارك وحقق الميدالية الذهبية موهبة جديدة كانت طالع على الساعة وقتها وطبعاً نحن خبيناه ما خلينا حد يعرف عنه فدخلناه بس في سباق واحد صحيح وطبعاً لعب كان لعب هذا اللعب هو تكتيك أكيد فهم عينهم على البقية وما كانوا حاطين بالهم أن هذا اللعب الصغير ما يعرفونه ممكن يفود في السماء لا لا ما أصوي ما داروا له أي اهتمام صحيح ولا حتى مسكو له زمن هو اللي يفاصل هذا عبدالله جاسب ما شاء الله اليوم موجود في المقدمة اليوم موجود في المقدمة وفي عملية الـ breakaway ولكن نشوف الآن إذا من كل فريق فيه اثنينة هذا الـ breakaway ربما ينجح ممكن عبدالله جاسب موجود أكيد تشوف يا باب اللهلي في الدفاع في عمل شباب اللهلي يعمل صحيح بس شوية كابتن في في شوية يعني أتوقع مساندرستاندق هني ممكن يكون للمشاهد أن هنا فيه لاعب هارب في المجمع الأولى وليش من شباب اللهلي وليش شباب اللهلي يخدم وراه عشان تتوازن القوة هني ممكن نتكلم هني 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 عندك ميزان القوة case صحي ممكن كابتن نوضح للمشاهد تضغط عندك بخليها عندك أكيد كابتن أكيد لأن اللاعب اللي بيكون في المقدمة لازم يثبت تواجد فريق شاب الله اللي بيحكم أنه فريق منافس لكن المجهود اللي راح يقدمها أو القوة اللي راح يبذلها ما راح تكون بنفس القوة اللي يبذلونها الزملاء أو زملاء أبل فريق في الخلف فأتوقع المجموعة ممكن تشكل خطورة أن هي تروح في بريكاوي المجموعة ممكن تنسل عن المجموعة الأم وتاخذ فارغ زمني مريح لكن بيكون عليهم ضغط أكبر حين نشوف عبدالله جاسم جدام مع تيس فوم مع سفيان حدي لوكا ميزقيش حمزة منصورية انفصلت شوي المجموعة عن بعض بحكم ما في يعني توافق في العمل مع بعض فهذا دليل نحن نشوف بس أربع لاعبين هنا في المقدمة بس ما شاء الله عبدالله جاسم يعمل بشكل جيد صحيح أيضا حمزة عماري الجزائري ومعا سفيان حدي معاهم لوكا لوكا أكيد مصدوم بالمستوى المحلي لدولة الامارات حتى هو تعبان ترى يمشي معاهم مبراه يشتغل معاهم يعني في هذه اللحظات شوف الصورة شوف الصورة نعم هو بلون الأزرق تحدث من يتواجد بالهلمة أو القبعة والخوذة الزرقاء هذا اللي تشوفون الرابع أو خامس واحد الآن بس على فقرة كابتن قميص صباب الاهلي يعني هو اليوم داخل الصباق بيسه أدري شباب الاهلي نعم نعم لوكا هو اللي ميزة عن الباقيين في شباب الاهلي أنه المين سبونسور ما هو اللي هو الجايكو الجايكو الأولى نعم نعم لكن اليوم نازل فريق شباب الاهلي فشباب الاهلي اليوم وهو يعمل في الخلف أووو الكوكبة في الخلف تعمل ومحاولة الإسغندر بولوشن بلنادي بوظبي هيطلع التاك Yok typically ويهتعمل دفاعياً. صحيح. في هذه اللحظات في ضغط موجود في الخلف محاولة قوية موجودة من فريق شباب اللاهلي ومن يسحب الآن فيليب ما شويوك. إذن ما شويوك الآن البولندي هو اللي وصل الكوكبة وتلتحق بالمجموعة الهاربة اللي فيها من شرطة دبي حمزة عماري وفيها أيضاً من شرطة دبي يتواجد فاروق جمعة لأول مرة شوفها في الكوكبة في الأمام في عملية البريكاوي ويعود عماري مرة أخرى إلى الكوكبة وأتاك آخر من شرطة دبي لا تهدى العملية لحد هذه اللحظة ونحن الآن على شارع القدرة نتجه إلى الآست إكزست الآن هذا الشارع لي عرفه هو الآن خلان حدخلنا في منطقة الأمان بعيد عن الزحمة بعيد عن أي مكان المنطقة المفتوحة اللي تكلمنا عنها كبتا ورايحين للمحمية صحيح محمية المرموم الشهيرة هي في الأمامة طبعاً محمية المرموم الصحراوية هنا في إمارة دبي معكم في هذه اللحظات انتادع معاكم عملية الأتاك خروج من الكوكبة محاولة من شرطة دبي ولكن تبقى العملية والسيطرة وأحكام الإغلاق الآن هنا مع بولي جريغا شباب اللحلي الصح كبتا نشوف محاولة هروب من فريق شرطة دبي يلاحق اللاعب منصور جواد من فريق الوثبة ألف أتوقع لاعبين لهم أه وزن في صباق اليوم أتوقع ممكن تكون محاولة ناجحة ممكن يكون في دفاع أيضاً من لاعب محمد الحوسني من فريق الشعفار جميرة أه أنهم يتواجدون دائماً في المقدمة لللي تكلمنا أنه كل فريق يثبت وجوده في البريكاوي أيضاً نشوف دفاع من المنتخب السعودي ممكن أو المنتخب العماني يضمنون تواجدهم كابتن أول ما ندخل المحمية صحيح فهذا الشيء يعطيهم أدفانتج أو يعطيهم يعني وجودهم في المقدمة يبعدهم عن كثير من المشاكل أو كثير من شوف الحين اللاعب منصور يطالبهم بالعمل اسلام منصوري من شرطة دبي صحيح وأيضاً اللي معاهم أيضاً من فريق الوثبة لمنصور جواد المحاولة الثانية هذه ثاني محاولة لمنصور جواد من فريق الوثبة طبعاً فريق الوثبة اليوم يضم عناصر من البحرين وعناصر أيضاً من سلطنة عمان صحيح حالياً منصور موجود في هذه الكوكب وفيها أربع دراجين محمد السبع من فريق الشعفار صحيح معاهم أيضاً من فريق شرطة دبي إسلام منصوري يتواجد أيضاً منصور جواد من فريق الوثبة وأحد دراجي فريق منتخب عمان منتخب عمان أيضاً موجود في هذه الكوكبة في الأمام أربع تدراجين في المقدمة ولكن الكوكبة سيطرة موجودة دفاعية رائع عمل فريق شباب الأهل السيطرة شوف كابتن نحن نشوف من كيمارات الموتوان ممكن المتاخرين أو الموجودين في المؤخر صباقة الحين اللي تكلمنا عنه التمركز أو البوزيشن خلال المجموعة راح يأثر معهم أول ما ندخل إلى المحمية أربع أربع أمتار تتكلم عن أربع أمتار عرض الشارع اللي بيدخل البداية في الأمام عند الأفضلية أنه يحمي نفسه على الأقل من عملية تسكير أو طيحات أو سقوط إلى آخر فبالتالي هذا نحن نشفناه أنت شاركت مع المحترفين نيصف ما شاء الله عليك أنا شفتك في أسبانيا أكثر مشاركاتك أذكر سباق اللي كان في بلباو في أسبانيا في غيتشو في هذا اليوم أنتوا سويتوا بريكاوي وكنتوا تقريباً ثلاثة في الأمام السبب أن دخلنا في مكان ضيج وكننا نحن في مقدمة سباق فأنت أخرطت المجموعنا وبالفعل نجحنا في الأفضل زينا حين تعرفت إيش أنا قلت لك هذا المثال صحيح عشان هذا يحين لما ندخل عشان لما ندخل فيه بالفعل لأننا تابعت هذا السباق وكنت فخور حتى على حسابي الخاص على الإستقرام نزلت هذا الأمر لأن قلت لهم يا جماعة الخير اليوم اللي سواه يوسف ميرزا في بلباو في أسبانيا مع الفريق المحترفين شيء يحتذبه شيء يدرس هو اللي من صنع الفوز وكان فريق الإمارات ثلاث دراجيين من ضمنهم يوسف ميرزا عملوا بريكاوي نفس القصة الطريق اللي هي تضيق شوي صحيح وهم كانوا في الأمام وضغطوا ولقوا نفسهم ثلاثة في الأمام رايحين صحيح وكان يوسف واحد منهم لك في النهاية أيضا فريق الإمارات هو اللي فارس بفرنا بالمركز الأول عن طريق اللاعب أخوان أيوزو أيوزو طبعا هذا القادم بقوة صحيح واللي يقولون أن خليفة بوغاتشار هل عندها قدرة في تحمل المراحل الطويلة والريكافر لأكثر من أسبوع؟ أكيد كابتن الكل شاف الفويلت الماضي في الفويلت حقق المركز الثالث في الجي سي يعني سهل مش سهل وكان ما أخذ القميس؟ بعمر واحد وعشرين سنة فالشيء أتوقع يمشي على خطة تادي بوغاتشار أخوان أيوزو أتوقع اللاعب المؤهل يحنا نقدر نقول عنه خليفة بوغاتشار إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله فريق الإمارات يضم عناصر قوية وشهدت أيضا حقيقة المواسم الماضية ظهور الآن تحركوا لفريق شباب الأهلي ووصلنا إلى هذا المكان وراح ندخل الآن المسار إذن خلاص يوسف الآن راح يحكمها فريق شباب الأهلي ويعرف تماما ويدرس المنطقة بشكل يومي وهو الدراج بولي غريقا يعني خلنا نقول إذا مكان كاروزو وإذا كان معاهم أيضا ماتشويوك اللي موجودين الآن ماتشويوك هذا اللي البولندي ما عندهم علم في المكانيوم كمال حقا ومش كثر الموجودين معاهم فبالتالي الآن القيادة راح تكون مع بولي غريقا وبالفعل ضغط شديد موجود الصورة من الأعلى تأتينا لنشاهد طبعا هذا جانب جوانب المحمية محمية المرموم الصحراوية ومسار الدراجات على مقربة يوسلام تفقق المجموعة الآن ماتشويوك هو من يسحب المقدمة بعملية تسكير قوية شباب اللائلي هذا ليسحب إلا يسحب هذا هو نعم 23 سنة موليد 99 من شباب الأهلي ويقاوم معاها الآن خلف مباشرة بولي غريقا بولي غريقا يأتي في هذه اللحظات بشكل جميل مع داميانو كاروسو وأيضا يدخل معاهم أربع دراجين أقوية موجودين في الأمام الآن والله على المنظر وعلى القوة والكروس ويند الآن لأنه خلاص الرياح الآن أصبحت جانبية في هذا الجانب صحيح فبالتالي الآن دخولهم دخولهم إلى المسار دخولهم إلى المسار الآن الله على التقطيع بدت عملية التفكيك الآن دخلنا دخلنا يا يوسف الآن في المكان الصعب هل تكلمنا فيه كابتن النقطة التحول راح تكون دخول شارع القدرة والدخول المحمية المرموم شوف الشباب الأهلي كيف ما أخذ مقدمة الصباقي يدخل أول فريق اللي تكلمنا عن التمركز أول بوزيشن في المقدمة شوف كيف الأعطال اتفادينا الأعطال اللي كانوا في المقدمة شوف اللاعب من فريق سايكل هاب أتوقع سايمون تواجه أول سنايدر نعم أنا الفرنسي هذا وجهة تواجه يعني سايكل هاب صحيح فأخذوا يمين الحين بيدخلوا المضمار للدراجات الهوائية ويتوقع الرياح راح تكون جانبية مية بالمية بحكم العلم اللي موجودة اليسار الشاشة فكانت الرياح جانبية الآن بتردافعة صحيح الآن تيل ويند الآن صحيح بتصير شوف اللاعب عامر الدهماني قدم اللي عنده في خلاص عامر الدهماني وصل عند الكيلو لمية صحيح وقال لهم خلاص يعني الآن فوق لمية تقريبا خلاص ما بقادر دخلوا المسار المسار حاليا هو دافع حاليا دافع تفكك المجموعة ولكن تفككت الكوكبة لكن فريق النادي أبوظبي للدراجات يتقدم الآن في محاولة قوية صريحة من بوليشن وأنس آيت عبدية وأيضا معاهم قوزيف فلاديمير وسفيان حدي ونشوف شي صاير في الخلف الآن نعم فيه 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 أمر صاير لعب مهم من شباب الهلة خلف عن المجموعة نعم 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 ونحاول الآن في هذه اللحظات فريق النادي أبوظبي للدراجات يضرب بقوة يضرب بقوة ونشوف الآن هنا الله هذا باربيرو الأسباني فريق شرطة دبي يتقدم الآن في هذه اللحظات باربيرو يتقدم في هذه الأثناء شوف يا سلام وعماري حمزة أيضا شرطة دبي على طول بالمرصاد نلاحظ معاكم الآن في هذه الأثناء شرطة دبي تعود إلى المقدمة في أحد دراجي فريقا شباب الأهلي في الخلف يبدو لي أنه من لا لوكا موجود البولندي ممكن البولندي هو العمل عملية البداية في البداية ودخلهم المكان أول فريق وشرطة دبي تضرب بقوة الآن وهذا الأسباني وهذا باربيرو كارلوس ويدخل معا نسيم سعيدي ومعا حمزة عماري يدخل معاهم فيه تعاون فيه تعاون موجود الآن شرطة دبي مع نادي أبوظبي للدراجات يدخل معاهم بوليشن يدخل معاهم أيضا في هذه اللحظات آه يا سلام عليك بولي جريقا شوف شباب الأهلي شوف شباب الأهلي على طول يحاول أنه يجمع الآن العناصر القوية أحمد المنصوري في مكان رائع أول ظهور رائع لبطل تضامن الإسلامي في سباق السكراش يا السلام عليك يا أحمد موليد التسعين أحمد المنصوري خلف الآن الدراجة البولندي فيليب ما تشويوك ومعاهم أيضا الآن خلف كارلوس كارلوس اللي خلفه الآن باربيرو الأسباني معا عماري حمزة الجزائري وأحمد المنصوري الإماراتي بولي جريقا السولوفيني بدأت تتقلص الكوكبة بشكل واضح وكبير الآن شوف التسكير شوف التأثير الرياح الجانبية مؤثرة لا يزال فريق شرطة دبي بكل قوة يضغط في الأمام الله عليك يا عماري 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 تحت 23 سنة موليد التسعة وتسعين يبدو لي لا أقل 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 من ذلك أقل من ذلك موليد الألفين واثنين أعتقد نشوف معاكم الآن هنا في هذه اللحظات أداء جبار ونشوف باربيرو في هذه الأثناء نعم هذا الأسباني يمتاز بسرعة ولكن بدأ بدأ يحس بضغط الشديد اللي موجود عبدالله جاسم من فريق شباب الله اللي يحاول أن يتقدم في هذه اللحظات داميانو كاروزو هذا اللي ما أخذ الرأس الآن الإيطالي هذا اللي حقق الميدالية البرونزية في بطولة العالم عام 2018 ضد الساعة فرقي هذا اللي حقق وصافة الجيرو الإيطالي هنا يبرز الآن هذا الاسم معاها أيضا أحمد المنصوري يدخل المنصوري معاهم يا سلام عليك يا أحمد يا سلام عليك يا أحمد يا سلام يا أبو محمد أداء رائع لي أحمد المنصوري يدخل في عملية التسكير طبعا هذا تلميذ يوسف ميرزا يعرف إذا ما دخل الآن راح يكون مكان الصعب في الخلف فلا يترك لا يترك الآن من يتواجد في المقدمة ولا يترك مكانه أبدا نلاحظ معاكم الآن تعود الكوكبة مرة أخرى هنا تهدي محمد المطيوعي من نادي بوظبي للدراجات المنافسة الفرقية راح تكون خوية فلاديمير قوزيف أيضا يتواجد في هذه الكوكبة معا أيضا فلاديمير يتواجد بوليشن أليسغندر والآن تعود الكوكبة نسيم سعيدي يضغط الآن في المقدمة يعود معا أيضا لوكا ميزك معا أيضا بوليشن يشوف الضغط موجود يا سلام ما شيوك نعم طلع رائع هذا الولد هذا عنده فضية بطولة أوروبا هذا البولندي نعم فضية بطولة أوروبا ثاني واحد الآن اللي وراه في الخلف نشوف جابر المنصوري من شباب الليل وفليب موجيوك البولندي يمتع يمتع الآن المشاهد بهذا اللداء يا سلام يا سلام القوة تزيد القوة تزيد وينك وينك يا فلاديمير فلاديمير ثاني واحد قوزيف من نادي أبو ظبي للدراجات مع الآن نسيم سعيدي أيضا من شرطة دبي جابر المنصوري من شباب الليل أنس آيت عبدية من نادي بو ظبي هذه المجموعة المتكتلة في المقدمة محسن الكورجي المغربي مع سعيد أبو الواش من فريق الشعفار موجودين الآن أيضا نتواجد معاهم نجيب عسال بطل العرب في السرعة وسباق الكيرين هذا اللي تشوفون الآن ثالث واحد صار ثاني واحد بالأصفر ثاني واحد بالأصفر النظارة البيضة الشفافة هذا نجيب عسال دراج شاب وأيضا سبرنتير قوي الآن في المضمار وهو منفاز بطولة العربية مؤخرا في سباق السرعة وأيضا هو قائد سباق تيم سبرنت للجزائريين نعم اللي يشرب الماء يلا من فريق الشعفار في هذا الموسم زاد مستواه وزادت قوته عبدالله جاسم يمسك ما شاء الله عليك يا عبدالله جاسم شباب اللهلي اليوم بعناصر بأبناء المواطنين اللي موجودين سواء كان أحمد المنصوري المخضرم وأيضا عبدالله جاسم الشاب القادم بقوة نلاحظ اليوم شباب اللهلي أيضا بأبناء موجود في المقدمة يا هذا النادي يا هذا النادي العريق اللي بدأ هذه الرياضة مع منتصف سبعينيات رسميا ولكن كانت البدايات في سنة تسعة وستين نعم كانت البدايات سنة تسعة وستين مع جاك بريكس جاك بريكس الذي كان وقد قاد رياضة الدراجات هنا في دولة الإمارات وتحديدا البدايات في إمارة دبي نعم اللي كان قائد عام شرطة دبي سابقا جاك بريكس هو من أدخل الرود ريس بايك هنا في دولة الإمارات تتعرفه على الدراجة تتعرفه على التمارين عن طريق جاك بريكس نعم لو كان قائد عام شرطة دبي في فترة الستينيات وبداية ومطلع السبعينيات بعد ذلك تحول إلى مستشار الحاكم هنا بإمارة دبي هذا الرجل هو من كانت البدايات لتنظيم السباقات هنا بإمارة دبي مع جاك بريكس وبعد ذلك بدأت في المدارس وكان يتبنى المواطنين والمواهب وكان يعمل معهم المستحيل لكي يمارسوا هذه الرياضة وكان عندهم نفس الجيل أيضاً يطلعوا فيه شباب الأهلي ونادي الأهلي وقتها الكابتن عيد عبد العزيز جميل من الأوائل كان أيضاً نادي الشباب العربي وكان هناك مدربهم اللي كان اسمه ديفيد بوليد في وقتها طبعاً ديفيد بوليد كان موظف في شركة من إحدى الشركات الموجودة هنا في الدولة مع الانتدابات الأولية مع بدايات دبي ونهضة دبي ولكن أتوا بالرياضة وبالفكرة الرياضة هنا بدأت رياضة للدراجات الهوائية تعرف على مستوى إمارة دبي وأيضاً على مستوى دولة الإمارات مع نهاية الستينيات وأول من دخلها وهو جاك بريكس وبعد ذلك انضم معاه ديفيد بوليد وعدد كبير وكان هناك أيضاً من المشاركين دينيس ديكسون يمكن دينيس ديكسون الكل يعرف الجيل السابق يعرف من دينيس ديكسون هؤلاء الأجانب اللي أتوا كان لهم دور كبير في تطوير اللعبة في بداياتها وأيضاً تعرف أيضاً أبناء الإمارات على هذه اللعبة وخصوصاً أبناء هنا إمارة دبي معكم الآن عملية وصولنا إلى هذا المكان الصعب المنحنى وهذا المنحنى هنا فيه السيح هذا طريق السيح سيح الدحل هذا الطريق العام ولكن الآن بعد شوي راح نوصل إلى مجمع شيخ محمد بالراجد للطاقة الشمسية شو تشوف الآن الوضع الكوكبة بدأت الآن تقلصها طبعاً والله كابتن مع الحماس اللي كابتن من تكلمنا عنه لنقطة تحول أكيد ما شاء الله الحماس اللي شافوا معنا وتابع معنا المشاهدين والتعليق كان جداً حماسي كابتن اللي خلاناً نتابع معاك لحظة بلحظة كيف تم تفكك المجموعة أو كيف تقلصت المجموعة لهذا العدد اللي احنا قاعدين نشوفها توقع الرياح خلفية جانبية أو دافعة جانبية الحين راح نتجه من بعد توقع ثلاث كيلومترات بالضبط أو كيلوين ونص للعطاف يمين بيكون عليه سارنا مجمع الطاقة الشمسية أيضاً راح تتفكك الكوكبة أكثر وأكثر كابتن بحكم قوة الرياح أو سرعة الرياح اللي موجودة خلال هذا المكان فراح يكون لجميع الفرق أنها تاخذ الحذر والحيطة أنهم يتجدمون للمراكز أو البوزيشن اللي في الأمام فحنا نشايفين مع بعض كابتن شباب الأهلي ممكن الأكبر عددهم موجود معاكم في الشاشة هذه جابر رحسين المنصوري داميانو كاروزو أحمد يوسف المنصوري قريقا بولي وأيضاً عبدالله جاسم العلي وأيضاً اللاعب البولندي اللي تكلمنا عنه كابتن قبل شوي معاكم أيضاً كارلوس باريرو هذا كارلوس من فرطة دبي اليوم يعني الكل يعرف إمكانياته في السرعة النهائية ويود فقط أن يصل إلى النهائي إلى الاسبرنت هذا هو اليوم الستراتيجية الهدف فنحن اليوم الحماس اللي موجود نحن نعرف تماماً القوة اللي موجودة صحيح نعرف أيضاً قوة فريق شباب الأهلي والعناصر اللي موجودة خصوصاً مع كاروزو اللي معاه نشوف نادي بوظبي طالع بالصورة أيضاً مذهلة اليوم ونشوف محمد المطيع يدخل معاه في التسكير الآن ما في مجال أنك تضل في الخلف صحيح يوسف الآن لو أنت في السباق حالياً أول عشر مراكز ما أرجع عنهم لو أن المجموعة كبيرة ما أرجع عن أول ثمان لعشر مراكز لإني أضمن المكان اللي هو في المقدمة أضمن أي هجوم من أي فريق أو أي لعب شوف صعوبة التمركز من اللاعبين اللي في المؤخرة يعني هذا اللاعبين اللي نحن واضحين معنا في الشاشة مش ضعف المستوى لا كانت مركزهم خطأ يعني تشوف لعبين أقوياء موجودين معنا واحد من شباب الأهلي ثنين من نادي بوظبي ثلاثة من شرطة دبي ثنين من ياسي أتوق أو المنتخب السعودي اللي كانوا لهم العمل الجبار في البداية السباق فالحين راح نعطف كابتن يمينا الحين مع بعض الشاشة هذا المجمع الطاقة الحين راح يكون صعوبة أيضا في المجموعة هذه بحكم أنه خلاص قمنا نقرب للخط النهاية أو للأماكن اللي هي راح تعمل الفرق شوف الحين الكل يحاول الرياح الآن جانبية جانبية مئة بالمئة مئة بالمئة حاليا أمام مجمع الشيخ محمد بن راشد المكتوم للطاقة ونشاهد الآن السرعة بدأت تزيد ولذلك يحاول كل من في هذه الكوكبة أن يضمن لمكان في عملية التسكير نفس الكلام اللي قلت قبل شوية كابتن يوسف أنه يجب أنه يكون من ضمن ثامن أوسن صار تفكك صار ضغط لكن لا زال فيه ثلاثة ضغطين في الأمام في محاولة اللحاق من قبل الشعفار فريق الشعفار نلاحظ معاكم الآن هنا في هذه الأثناء محاولة المتابعة موجودة وهنا هذه الكوكبة الملاحقة في الخلف هذه طبعا المجموعة الثالثة تقريبا الثالثة مو بالثانية بعد هاي الثالثة المجموعة الثالثة لأنه لا زالت ما أخذت المنحنة شوف المجموعة أمامها هناك شوف شوف صارت مجاميع يوسف هذا الوضع يصير الآن صارت مجاميع وكل هذه المجاميع الآن مع دخولها في مسار القدرة اليوم أنت تشوف شيء عالمي أداة عالمية يعني أنا أشوف اليوم سباق بصراحة بكل المقاييس النجاح هو ناجح وأيضا السرعات 47 معدل السرعة في أول 100 كيلو يا رجل حذاري حذاري الآن شوف هاي عملية التسكير الآن هنا والطريق شوف مثل شوف العلم العلم يوسف مياه بالمئة يعلمنا العلم أو وجهنا العلم الرياح جانبية مياه بالمئة من اليمين اليسار فشوف التفكك راح يصير بعد شوي الله الله يا فريق الآن شرطة دبي يضغط في الأمام مع أبوظبي بوليشن يعرف تماما آه يلا يا سيف امسك 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 يا سيف معيوف آخر واحد سيف معيوف والله برافو علينا ضغط معهم لنا الحين صحي آخر واحد رقم خمسة هذا سيف معيوف الكعبي والله يا سيف ترى مكانك وايد صعب وايد صعب على هذا الضغط اللي موجودة تمنى أن يمسك التماسك آه يفتح دوسيان بردير الآن هناك فريق شباب اللهلي مرة أخرى برافو هاي برافو شوف التفكت كابتن يصير اللي تكلمنا عنها قبل شوه حمزة ياسين يتراجع الآن هنا يتراجع حمزة ياسين هو يحاول يسحب الكوكب هو اللي يسحب الكوكب الثاني الآن حمزة ياسين يدخل ويدخل هو عنده قوة تجبرهم يدخلهم لكن اللي متى بتصمد بالفعل من اللي متى بتصمد اوه انتهوا انتهوا اللي في الخلف يا جماعة انتهوا اللي في الخلف نشوف عبدالله جاسم يلا يا عبدالله يلا يا عبدالله هذا عبدالله آخر واحد عبدالله جاسم يدخل معهم معاهل المطيوعي أيضا المطيوعي يحاول أن يمسك الآن في المجموعة برافو 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 وين الأداء اللي موجودة الآن بالأمام نشوف اللي في الأمام أحمد المنصوري برافو يا أحمد يا تماسك يا أحمد خبرة أحمد ممتازة يعرف يتعامل مع هذه الوضعية الصعبة نلاحظ معاكم الآن هنا في هذه الأثناء كوكبة تتقلص بشكل كبير ونشوف أحمد المنصوري يمسك في هذه اللحظات مع نسيم سعيدي وراء نسيم سعيدي الآن محاولة قوية من فريق الشعفار فريق الشعفار يضغط بشكل جميل في هذه اللحظة محمد نجيب عسال عسال اليوم والله يبرز وجودي السلام يوف الحرب حرب هجوم التك بردير من شباب الأهلي شباب الأهلي والله ما حد كان متوقع السباق يصير بهذه الصورة بهذه القوة القتالية معكم الآن في الصورة هنا داميانو كاروزو يتقدم رقم أربعة معاه الآن شوف 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 اللي يسحب الآن في ليب ماتشايوك البولندي ما شاء الله هذا وصيف بطل أوروبا تحت 23 سنة أداء جبار أداء جبار لحد اللحظة نشوف بولي شنية ماسك الآن في المقدمة وصيف الجيرو الإيطالي الإيطالي كاروزو واحمد المنصوري يفتح دوزيان بردير يسحب معاه ويخدم بولي قريقة يا السلام شو هذا شو هذا اللي نشوفه الآن يا السلام عليك يا ابن الإمارات رائع والله يا المنصوري ما جاب الميدالية الذهبية بسهولة بالفعل والله أنه يستحقها أمام الأسماء القوية تقاتل أمام جبابرة الدرجات نعم شوف الأداء الآن يو السلام مرة أخرى بعد تسكير تسكير آخر يضرب ويعصف في هذه اللحظات شوف العصف الآن بالنسبة لفريق شباب الأهلي يقوم بهذا العمل الجبار اثنين في الأمام داميانو كاروسو هو دراج غير سبرنتير هو صعيد مرتفعات ومعاه يتقدم الآن البولندي الشاب الثلاثة وعشرين سنة بالعمر بولي قريقة نلاحظ معاكم الآن هنا يا السلام هذا داميانو كاروسو معاه رح يسحبه لم أخذ الراس محاولة بولي قريقة الآن يتماسك معاهم بهذه اللحظات نسيم سعيدي أين أنت يا باربيرو باربيرو وينك يا باربيرو يتماسك معاهم يا كارلوس كارلوس يبدو لي أنه مو بقادر يمسك معاهم الآن في هذه القوة لأن البردير موضوع آخر موضوع آخر ما تشوفه في أوروبا ما تشوفه في أوروبا هذا الوضع شي جديد عليه انصدم انصعق انصعق في هذه اللحظات بهذه القوة اللي موجود بالضغط الإماراتي أيضا أحمد المنصوري السلام عليك يا أحمد والله مفخرة مفخرة لنا هنا في دولة الإمارات أبناء الإمارات متماسكين بهذه الصورة مع النجوم العالمية مع الأسماء القوية أنت يكفي أنه واحد في وصافة الجيرو الإيطالي المتواجدة الآن حاليا بهذه الكوكبة ويضغط معه بولي جريغا فائز بمراحل نلاحظ الآن قوة فريق الشعفار أيضا برافو 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 شوف أداء قوية الآن من نجيب عسال اليوم مبدع اليوم نجيب عسال يبدع في هذا الأداء بأمانة ما شاء الله عليه يطلع معه سفيان حدي أيضا سفيان حدي الآن نادي بوظبي للدراجات متماسك نشوف الوضعية اللي موجودة الآن نادي شباب اللهلي يحاول نادي بوظبي للدراجات موجودة الآن عدد ثلاثة عناصر إلى أربعة عناصر وفلاديمير قوزف لازال موجود عملية التسكير لازالت قائمة ولكن تهدي الوضعية الآن كوكبة شباب اللهلي شباب اللهلي ونشوف أحمد المنصوري ممكن الآن ترجع لعملية أتاكات لأنهم كلهم متماسكين تعمل باردير أعمل باردير تعمل أتاك أرد على الأتاك يا له من سباق يا له من سجال معكم الآن السباق مشتعل مشتعل ما في كلام ما في كلام شرطة دبي العددية معاهم العددية معاهم شوف العددية يا سلام يعود يرتب الأوراق مرة أخرى كارلوس باربيرو ويقول لهم خلكم معايا يا السلام عليكم يا شباب الإمارات اللي موجودين وشباب الوطن العربي نسيم نسيم سعيدي وحمزة حمزة ياسين ونعم والله عمل أتاك من الكوكبة الثاني اللي يدخل في الكوكبة الأولى جبار 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 نعم أنت بحاجة لقوة إضافية قوة إضافية لكي تقفز هذه القفزة النوعية من كوكبة إلى كوكبة في وسط سكير جامح في هذا المكان نعم نلاحظ معاكم الآن واحد فقط المتماسك معاهم من فريق الوثبة واحد من فريق الوثبة من نادي بوظبي أربعة من شرطة دبي خمسة من شباب الأهل يتقلص العدد إلى أربعة ربما خمسة أيضا خمسة مقابل خمسة ربما خلنا نشوف معاهم واحد فقط من فريق ياسي متماسك في هذه اللحظات ويبدو لي بأنه التونسي نعم التونسي خمسة نعم من نادي أبوظبي مقابل خمسة من شرطة دبي واحد معاهم الآن من فريق ياسي واحد من فريق الوثبة معاهم ثلاثة من فريق الشعفار نشوف الآن هذه الصورة والله اثنين من فريق ياسي نعم إنه بتفسم أكبر مريم موجود الآن وعلي نويسري صحيح تونسي ما شاء الله عليه ما شاء الله علي نويسري يتلق في هذا اليوم وتفسم أكوا مريم شوف المجامع يا يوسف ميرزا شوف تفككت المجموعة كابتن تفككت النسوة قلنا كابتن قبلنا ندخل لمحمية المرموم كان هناك رياح شديدة وريح قوية راح تواجه الدراجين في محمية المرموم أو الشارع اللي تكلمنا عنه فقط يمتد لأربعة متار فاليوم احنا شفنا حين أو حاليا نحنا نشوف معاكم كيف تم يعني تساوي الأمر أربعة أو خمسة من شواب الأهلي أربع من نادي بوضلبي خمسة من شرطة دبي وأربع من فريق الشعفار جميرة وأيضا الباقين ممكن خلنا نقول اثنين ملياسي وواحد من الوثبة فأتوقع راح تكون منافسة جدا قوية أو نشوف مع بعض الحين تكتك ثاني ممكن يتتخذ بعض أو تتخذ بعض الفرق منها أكيد راح يكون شواب الأهلي عندهم خلنا نقول كابتن أوبشنين أو خيارين يعني هم يوصلوا لسرعة نهائية لكن سيتم حساب أو ألف حساب للعب السبرنتر اللي راح يكون مع شرطة دبي أو ممكن يتجهون للباردير في مرة أخرى مع لوكا ميزقيتش قيادة المجموعة حاليا فرايك كابتن ممكن نضيفه للمتابع أنه كيف راح توصل هذه المجموعة هل لنا راح توصل للسرعة النهائية أو راح يتم عمل تكتيك ثاني لا تكتيك بكل تأكيد أتاكات هجومية راح تكون موجودة لأن العناصر المتكافئة خمسة بخمسة راح يشتغلون على هذا الوضع لكن أنا سعيد أن أشاهد هذا العماني الآن شوف ما شاء الله عليه أداء منذر عبدالله الحسني يعني هذا أحد أبطال حقيقة طواف صلالة وأنا شاهدته شخصيا ولكن الآن عندما أشاهد الحسني مع المجموعة الأولى مع هذه القوة الضاربة وهو من سلطنة عمان أفتخر فيه حقيقة برافو يا منذر برافو يا منذر الحسني برافو 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 نعم كل الفخر لأبناء السلطنة الآن في هذا التحدي كل الفخر لإحمد المنصوري من دولة الإمارات الآن متماسك لحد اللحظة يعني اليوم العرب اللي موجودين في هذه الكوكبة كما نشاهد الآن سعيد أبو الواش المغربي نجيب عسال ومحسن الكورجي نجيب من الجزائر محسن الكورجي وسعيد أبو الواش من المغرب معاهم أيضا الجزائرين في شرطة دبي اليوم حمزة عماري نسيم سعيدي وأيضا ياسين حمزة ثلاث موجودين جزائريين من شرطة دبي معاهم أيضا هنا من العرب اللي موجودين في هذه الكوكبة أحمد المنصوري كما ذكرنا ومنذر الإحسني من عمان من الإمارات ويبدو لي أيضا سعيد صفر يا سلام والله بكل فخر يا سعيد برافو يا سعيد صفر اليوم يومه هذا الولد هذا كان ناشئين أتذكره في المنتخب الوطني هذا الدراج سبحان الله إذا كان في يومه يأدي يأدي بطريقة مذهلة يذهلك جيد ولكن عادة ما يكون في يومه كابتن موجود اليوم مع المجمع مذهل عبارة يومه هذا يومه هذا مذهل اللي موجود في هذه الكوكبة اعتمد كابتن يوسف على كلامك صحيح التمركز الجيد والصمود في وقت الصعوبة صحيح هو تمركز كابتن اللاعب تكلمنا في أن التمركز أهم شيء بالنسبة لللاعب في خلال رياح مثل هذه في خلال طرق مثل هذه أو يعني مسارات مثل هذه الناس ما قلنا اللاعبين الموجودين الأوروبيين مش موجود عندهم هذا شيء في أوروبا ما تصير صباقات في مثل هذه المساحات أو هذه الأماكن المفتوحة أو المناطق الصحراوية فشفنا بالنسبة لهم تجربة يديدة تجربة قوية لاختلاط بعه هذه المستويات اللي موجودة اليوم كنا فخورين صراحة بتواجد أسامة كبيرة أسامة إماراتية أسامة خليجية أيضا أسامة عربية نعم أيضا أسامة عربية من الأخوة بفريق الشعفار وفريق شرط الدبي الجزائريين الأخوة المغاربة لمكلون أو حتى نادي بوظبي أيضا ممكن نشوف معاهم أنا سعيد العبدية سفيان هادي أيضا أحمد المنصوري حمزة عماري أليكسندر بوليشين أيضا أسامة قوية صراحة تقارع المستويات العالمية وكلنا فخورين أننا نشوفهم في المقدمة أيضا نسمة تفضلت كابتن لاعب العماني صراحة أثار يعني شيء كبير الله يعني مستوى فوق الممتاز أنا بالنسبة لي ما أتوقعت أن يوصل اللاعب منذر عبدالله الحسني أتوقع أو الحسيني أوكي فلهذه النقطة من بفضل وجود هؤلاء الأبطال اللي هم موجودين في المجموعة الأولى أيضا فريقياسي ضمن لاعبين كافتن أو العنصرين مهمين منهم تيسفوم أكبو مريم أو أيضا التونسي علي النواصري فأتوقع أن المنافسة ما زالت مشتدة المنافسة ما زالت حامية في الأمتار أو خلننقول كيلومترات اللي هي تودينها لخط نهاية الصباق دايما المتابعي خلننشوف تمركز آخر أو اثنين من اللي في المؤخرة كابتن المنعرجات اللي تصادف أو اللي نصير فيها في شارع القدرة هي اللي تأثر على تفكك المجموعة فشوف أحين نحن ناخذين يعني رجعنا منها ورح ندخل للجهة اليوم أيضا تمركز اللاعب نرجع ونتكلم في التمركز لازم يكون مهم شوف هذا يتوقع نفس هذا المنحنة صحيح المنحنة أو المنعطف هذا اللي هو مرة وحدة ناخذ 90 ديقري على الجهة اليمنى فيأثر في تفكك المجموعة في تمركز اللاعب شوف ممكن تتفكك المجموعة إذا ما كانت السرعة في المقدمة عالية فتوقع هين المعدل كابتن أكثر عن اللي كان والله كان عندنا اليوم عندنا الحكام مجموعة الحكام اللي موجودين برئاسة هيئة التحكيم علي سيف اليعربي وسيف سرور الشرقي عبدالله الحوسني عبدالله سالم الحوسني بالإضافة أيضا لوليد الشامسي هذه المجموعة اللي موجودة اليوم ما شاء الله عليهم ما يقصرون يسمعوننا الآن أكيد بيعطونا الأبديت بالنسبة لهذه النقطة كم هو معدل السرعة لحد هذه اللحظة طبعا بالنسبة للمسافة الحالية نحن قطعنا فوق 112 كيلو المتر الان إلى 120 كيلو والمتبقي أكثر أكثر 130 كيلو ونقصل لنمكبجة أقل من 30 كيلو عن الوصول صحيح بحكم حين نحن في الاكستنشن العشرين اللي نحن نشوف المكان نعم عفوا نحن عدينا الطاقة خلاص نحن رايحين الوصول صحيح نحن كدراجين أو كما مارسين رياض دراجات نعرف مسار القدرة أو مضمار القدرة بشكل مفصل لنك تتدرب في دايما صحيح فتوقع نحن نحن ماخذين الاتجاه اليمين وماخذين اللفة الكبيرة هذه اللفة الكبيرة ماخذين بالفعل نعم الآن حاليا نشوف ترسم أكوا مريم في المقدمة من فريق ياسي وهو يعرف تماما وكأنه يعني سمعك في الكلام اللي انت قلته يجب أن تكون في المقدمة في زاوية تسعين لابد من هالشي كابتن نحن إذا تبغي تضمن مكانك لازم تتمركز إذا تبغي تكون في المركز متقدمة لازم تكون في أمام المجموعة اللي هي هرب أو متقدمة في الصباق شوف شباب لهلي كابتن كيف يعمل الضغط على باقي المتسابقين أن كل ما يمسك مقدم الصباق أو يمسك رأس المجموعة أنه يضغط في الصرعة ويرفع في الصرعة بحكم تواجد ثلاث لاعبين أو أربع لاعبين خلف بعض فنشوف داميانو كاروز وأيضا لوكا مزقج نعم أيضا تعاون أيضا مع شرطة دبي ممكن يشكلون خطر على باقي الفرق أو باقي المجموعات يعني التمركز ما لهم واضح شوف نسيم أتوقع سعيدي بذل مجهود كبير للحاق في المجموعة مثل ياسين حمزة والجميل أن سعيد صفر يعمل معهم أنا مفجرني أنا صاد مني أنا صاد مني سعيد واشه الله عليه على فكرة كان حديث مع شرطة دبي بعد نهاية سباق الهوة الهوة وكان سعيد موجود صحيح وكان أيضا المقدم عبد الباسط موجود صحيح اللي هو مدير إدارة الشئون الرياضية بالخيادة العامة لشرطة دبي جميل كنت لتشوفه هذا كنت لتشوفه سعيد قلت اليومه بيومه صحيح قلت له هذا إذا كان في يومه يذهلك بأداءه بشكل لا تتخيله ولا تتصوره أعتقد هذا هو اليوم يشوفه كبتا ممكن معلومة نظيفة إنه هو اللاعب الهاوي الإماراتي الوحيد اللي موجود في المجموعة الأولى إذا ما كنت صحيح يعني خاني التعليق صحيح صحيح 100% هو الوحيد نعم هو الوحيد من الفئة يعني إذا بتتكلم عن فئة الهواء المواطنين الهواء الإماراتيين المتقاعدين هو رقم واحد هو الموجود هو الوحيد نعم هو واحد هذا الشيء اللي أبهرنا نحن كمتابعين أو كمشاهدين للصباق اليوم الأسلامي كابتن نعيد ونكرر مش مش هينة مش سهلة أبطال عرب صحيح أبطال أوروبا صحيح موجودين الآن وخصوصا في الورد تور في الورد تور عندك واحد أنا داميانو كاروسو يعني ينافس برنال صحيح برنال بطل طواف إيطاليا 2021 وداميانو كاروسو المركز الثاني خلفه كان ينافس بدقيقة و12 ثانية تغريبا كابتن بس عفوا في تصحيح للمعلومة اللعب فريق الوثبة اللي هو سعيد الرحبي يتوقع سعيد الرحبي سعيد الرحبي نعم المعلومة جاتنا من حتى الرحبي ما يقل عنه الاحسنية صحيح صحيح بس تصحيح للمشاهد نعم ونعم في الرحبي لأن الرحبي أيضا فاز بمرحلة في طواف صلالة الشباب يطرشون لك يعطيهم العافية سعيد الرحبي نعم سعيد الرحبي على فكرة ترهو فاز في مرحلة في طواف صلالة 2022 ما شاء الله نعم فاز بمرحلة نعم ما شاء الله عليه هو بكل أمان إذا ما تحدثنا عن الاحسني وإذا تخلمنا عن الرحبي أولو هذا جيل طالع بشكل جميل معاهم أيضا الريامي صحيح هاي مجموعة تشكل نواة لمنتخب سلطنة عمان واليوم يعني هما يعني سبحان الله يعني هم الثنين حتى حسام معاهم ما شاء الله عليه فهاي الأسماء يمكن تعرفت عليها عن قرب من خلال طواف صلالة لا مكانياتهم عالية عالية واليوم شاركت معاهم كابتن في طواف عمان 2022 صراحة كانوا خير تمثيل للدراجة العمانية استاهلون في طواف عمان نعم كان طواف عمان طبعا تصنيفه كابتن 2.1 برو سيريس فكان مسموح أن منتخب العماني أن يشارك مع الفرق العالمية أو الفرق البرو كونتيننتل ف نلاحظوا حين مرة ثانية في هذه اللحظات نشوف معاكم إذن مع الرحبي صحيح سعيد الرحبي تناول الماء إذن من منتخب سلطنة عمان وحاليا يلعب مع فريق الوثبة داميونو كوروسو في هذه اللحظات وهو بطل طواف صقلية على فكرة صقلية هذا طواف صاعد نازل صعود مرتفعات ودائما كانت فيه ثلاث مراحل في الجيرو الإيطالي شاركت فيه نعم بالفعل شاركت فيه كابتن في سنة 2019 2019 ما قلت صحيح مسارات صعبة والشوارع مكسرة صحيح صحيح في جزيرة كابتن ربعا جزيرة صقلية معروفة صحيح العلم يعني هاي كان فيها العرب قبل ترى صحيح فأتوقع داميونو كوروسو كابتن لعدة نتائج يعني أبرز نتائج كابتن كان في الجي سي العاشر في تور دي فرانس أتوقع في سنة 2020 بقطع بكلامك في تحرك من شباب الأهلي التاك من فيليب البولندي البولندي إذن فيليب ما تشويوك يتقدم الآن في عملية التاك قبل الثلاثة وعشرين سنة يتحرك خلفه مباشرة من فريق الشعفار نجيب عسال ملفت للنظر هذا البطل الجزائري حقيقة ومحاولة نادي أبوظبي للدراجات بوليشن معه أنس أيت عبدية ويقول سكر على الآخرين واسحب يا السلام على السباق مشتعل الآن في هذه اللحظات يعديها بوليشن محضر شكل محضر شرطة دبي الآن يعود مرة أخرى في هذه اللحظات فريق شباب اللهلي فيليب ما تشويوك خل بالك خل بالك هنا دراجي نادي أبوظبي في هذه اللحظات أنس أيت عبدية يفتح الآن معه من شرطة دبي عملية تسكير موجودة والتاقوي كان بهذه اللحظات أحمد المنصوري كبتون في خطر أحمد المنصوري في مكان صعب يحاول أن يعود يحاول أن يعود الآن في عملية التسكير نسيم سعيدي الشباب اللاهلي الآن هناك عناصر آه يتراجع يتراجع الآن بهذه اللحظات سعيد الرحبي ومحسن الكورجي ومعه أيضا الآن زعيد صفر أحمد المنصوري متماسك يا بطل الله عليك يا المنصوري الله عليك يا المنصوري يا فخر لمرات نعم فخرنا يا أحمد يا السلام يصمد في هذا الوضع الصعب نعم وضع صعب جدا الآن نشوف المنصوري مع فليب ما شايوكلان علي نويسري التونسي متماسك الآن من فريق ياسي شرطة دبي الآن ثلاثة عناصر هنا يا السلام هذا هذا حمزة ياسين ما أخذ الرأس الآن مجبر أخاك لبطل في هذه اللحظات مجبر أخاك لبطل هو دراجش برنتير ولكن مجبر أن يعمل بالمقدمة لا يطير في التسكير معاكم الآن يا السلام أحمد ما أخذ الرأس الآن الله عليك يا أحمد المنصوري الله عليك يا أحمد المنصوري شباب اللهلي شباب اللهلي يتحرك الآن في هذه اللحظات يحاول أن يثبت مكانه وأن يحافظ على مكانه ولكن المسألة ليست بمسألة سهلة لفريق شباب اللهلي أن يفوز بسهولة كما اكجرت العادة هذه المرة غير هذه المرة تنافس مرة شدة التنافس الشراسة كابتن في المشاركين الجميع يبغي يفر بطولة السلام النسخة السابعة صراحة الناس ما احنا شايفين الحين أكبر دليل أن نحن نشوف كيف الشراسة في الأداء الكل اللي يحب يكون في المقدمة يشوف كيف شباب الاهلي يهاجم شرطة دبي في حال سقط على السقوط أنس آيت عبدية أنس آيت عبدية يسقط الآن أحمد المنصوري يحاول كان متأثر في السقوط راح يرجع يلا 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 يا أحمد أحمد خلف حمزة ياسين حمزة ياسين الجزاري أحمد المنصوري في ذال يحاول أن يعود يلا يلا سكر القاب ولكن بيبقى في التسكير سوف يبقى في التسكير مكان صعب ولكن المنحن القادم راح يساعد راح ي��ع شبئ لا لا راح يخف راح يخف راح يخف الآن الآن راح يخف شوي الهو الهوه راح يتغير راح يتغير الهوى ممتاز ممتاز الآن لصالح لصالحك يلا غير عالصق هذه الطريق الثانية الآن التغيير راح يصير تسكير بالجهة اليسار لمصلحة الان نعم نعم المسار لصالحك برابو برابو يا احمد برابو يا احمد يا سلام عليك خبرة احمد راح تكون دائما غالبة في هذه الوضعية شوف خد اول للتسكير الان شوف اللي علامة من سال يهجم بوليك كابتن يهجمك ريقا بوليك عملية التاك الان وياخد تموين الماء يحافظ على زملاء اللي موجود اللوكا بالنسبة للسبرنتيري اللي موجودين الان في هذه الكوكبة حمزة عماري اليوم هذا والله هذا الولد ما شاء الله موهوب موهوب بشكل كبير حمزة عماري من شرطة دبي الان يبدو كيف تشوف كابتن الكفة الان متساوية متساوية في كم سبرنت الان بالصورة هنا عندك الان اربع من شرطة دبي اربع من شرطة دبي اربع باربعة وايضا لا تنسى اربع صحيح اربع اربع عندهم سبرنت الان ثلاثة منهم صريحين صحيح لوكا بولي كريقا وادخل معهم احمد المنصوري صحيح يعني حتى داميانو كاروزو في عملية سبرنت ما يقدر هذا اللعبة توقع مش رطة دبي كابتن يتميز بصورة عنها باربيرو الاسباني صحيح هذا الاسباني انها قلناها هذا اذا وصل الاسبرنت بيشكل خطورة على شباب الله لي اليوم يا جماعة اليوم سمعت يوم يقول لك لا تخوز لا تروح خلك امام الشاشة وتابع لانا راح نشوف اليوم لأول مرة الصورة ما تكون واضحة حتى النهاية فعندما تأتي وهذه المنافسة بهذا الشكل من الترقب يجعل منك ما تخلي ولا تبارح مكانك صحيح انا اشفر انا بالنسبة لي كمعلق اشفر وقتا اكيد 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 ما تعرف منه بيفوز نعم الآن هجوم ثاني من شرطة دبي كابتن نشوف مع بعض برابو ولكن الرياح شوف تغيرت حيصار على الاصق على اليسار اليسار المنحنات الساعد احمد شوي مكانه في خطر احمد مكان خطر ومكانه صعب مكان صعب لأحمد المنصوري ولكن احمد المنصوري لو ارتاح شوي مم بحصل فرصة يرتاح مم بلاقي فرصة يرتاح للمهم يفتحون يرجعون مرة ثانية لا تكلم عادي فاكيد لا لا كابتن فتشوف المنافسة جدا يعني الحين مع بعض الفريق فريق الشباب اللي يحاول يتخلص من بعض المنافسين لهم مثل يعني حين من نادي بوضبي فضل لاعب واحد اللي هو الكسندر بوليشين من فريق شعفار لاعب واحد ايضا نجيب عسال صحيح اللي هو نجيب عسال ايضا يتميز في السرعة النهائية كابتن في الاسبرنت نجيب عسال اقوى دراج سبرنت عربي حاليا اتوقع كان بطل الكيرين بطل كيرين بطل السرعة الفردية كانت بينه وبين المصري احمد صحيح نعم احمد السفناوي السنفاوي سنفاوي سنفاوي احمد السنفاوي المصري وكان معاه في ناقص شوفنا مع بعض هات السقوط اللي احنا كنا نتكلم عنها الاشياء اللي في الرياح الجانبية والتمركز فاتوقع هات السقوط كانت يعني جدامنا شوفناها احنا مؤثرة نعم مؤثرة في تغير مجريات او عدد اللاعبين اللي موجودين قداما يعني اكيد نادي بوضبي خسر جهود لاعب انس آية العبدية في المجموعة الاولى بحكم ان اللاعب الكسندر بوشيم فقط موجود او المنتمي لنادي بوضبي الحين شوية نشوف هدوء يعني نسبي للمجموعة الاولى بحكم ان احنا راحين لرياح جانبية اخرى شوف العلم اللي هو فوق اللوحة الرياح الآن نعم على اليمين جانبية نا بالمية اكيد مش من فصلحتهم انه مسكروا عن بعض كابتن اذا تضيف شيء وهو حاليا حاليا تكتيك راح يروح لعملية هجوم اتاكات بريكاوي محاولات اذا ما كان من عنده فرصة اكثر صحيح مين اللي لصالحه انها توصل ليد اوت للنهاية جميل اكثر هو لي ما راح يعمل اتاكو هجوم مجموعة الملاحقة مجموعة الملاحقة انس عبدية غوزيف فلاديمير وتسفم اكوا مريم ومحسن الكورجي اتوقع سعيد بلوش سعيد ابو الوش من فريق الشعفار الآن اربعة في محاولة والله فلاديمير المقاتل في الخلف صحيح يحاول ان يعود فلاديمير فريق نادي بوظبي ليبقى في المقدمة الثنين الآن بالنسبة للنتيجة الفرقية راح تكون ايضا المنافسة ولكن المنافسة على المركزين الاول والثاني راح تكون مبهمة وغير معروفة حتى النهاي لانهم الوحيدين اللي عندهم عناصر اتوقع كابتن يتم احتساب النتيجة الفرقية الحين اذا ما تم الوضع على ما هو عليه راح يكون الحسبة بالدخول اتوقع بالمراكز بما انه اذا كان الفرق في التوقيت يتم حسب التوقيت لكن اذا كان الوضع نسمع احنا نشايفينا مع بعض راح يتم حسب او احتساب المراكز الدخول ريزولت باي رانكين ايوة باي رانكين فاكيد الاول ياخد نقطة واحدة والثانية اثنين والثالث ثلاثة فيجمعون الاقل نقاط هو اللي يظفر في المركز الاول الفرقي في حالة تساوي الزمن اما اذا في حالة لاعب عمل بريكاوي فهني تحسب له نعم نشوف مع بعض احمد المنصوري صراحة يعني ما شاء الله عليك ما في التعليق صراحة لمستوى اللاعب احمد المنصوري اللي هو خير من يمثلنا اليوم للدرجة الاماراتية لتوقع اللاعب الاماراتي الوحيد اللي موجود في المجموعة الاولى وانا شخصيا كابتن اكيد معاك فخرين في اللي ما قدم في المستوى من مستوى من لاعبين اماراتيين شوف الكوكبة اللي كان فيها فوق الميتين واربعين دراج صحيح كيف تم التقلص هذه الاعداد او تقلصت هذه الاعداد الى مجاميع منتشرة هنا الان في مضمار سيح السلم صحيح وكما نشاهد الان مجموعة اولى متكونة من اربعة دراجين من فريق شرطة دبي دبي وايضا هناك اربعة من فريق نادي شباب الاهلي نلاحظ ايضا في فريق شباب الاهلي اليوم العناصر اللي تخدم بولي غريغا ولوكا لوكا هو اقل واحد يعمل جهد لو تلاحظه اتوقع هو المرشح كابتن لهو غريغا ولو اتوقع بالمنافسة مع بريرو هذا رأي كابتن الشخصي اللي ممكن اقدر اه ابديه فا فاتوقع بحكم الجهد اللي قدمه ناس ما قلت كابتن قبل شوي لنا لوكا ميزكيت هو الاقل جهدا في العمل او الاقل جهدا ليش لانه حاول يعمل ريزيرف كابتن الانرجي عشان يعمل اه لأي ممكن شي مباغت ممكن شرطة بيت تهجم في العناصر اللي موجودة بالامام ممكن يوصلون لحالة يعني اه سبرنت او سرع نهاية مع بعض يكون تنافس شرس كابتن وايضا خلنا كابتن نتكلم بنقطة ممكن تكون مهمة للمشاهدة للمشاهدة وللمتابع انه لو وصلوا في نفس الزمن او لو وصلوا في نفس الوضع اللي هم عليه كابتن يفرق الليداوت يفرق الليداوت يعني اتوقع اللاعبين اللي هم راح يكونون امام الاسبرنتر فشو رايك والله انا اشوف الليداوت الان بالنسبة لي يميل لأي فريق شواب الاهلي شواب الاهلي بحكم انه ثلاث لاعبين اتوقع يتميزون في الاسبرنتر واحد عنده سرعة سحب وثلاثة عندهم اسبرنتر عندك لوكا وعندك بولي غريقا واحمد منصوري صحيح بالنسبة لي اناك عبدالله سويدان تسألني الان تقول لي هل تتوقع احمد ممكن يفوز اقولك ممكن نعم انا بعد حتى انت اكيد السرعة ثانينة اكيد ليش ليش احنا احمد كان دورك كابتن في بداية سباق ما شفناه كان مختفي تماما على الانظار ما قدم اي مجهود نفس غريقا بولي كابتن نفس لوكا مزقيت فاليوم احمد ياسي يعمل تخزين للطاقة عشان ينفجر او يقدمه في نهاية الصباق في السرعة النهاية اتوقع في المقابل كابتن لشرطة دبي نشوف الملامح باينة على مثل حمزة ياسين كيف التعب او الارهاق بدي يبيع بحكم انه كان موجود في المجموعة الثانية وعمل مجهود مضاعف عشان يدخل في المجموعة الهاربة ايضا سعيد نسيم شوف معدى بربيرو مرتاح يتميز كابتن يتميز مثل هذه الصباقات الافلات يتميز في الصباقات اللي هي الخاصة في مثل يعني البروفايلات هذه اليوم صباق السلم او بطوة السلم كانت اضافة جدا جميلة او قوية لمثل هؤلاء المتسابقين اللي جونا فراحة واضافوا يعني منافسة قوية لللاعبين المحليين او ايضا كانوا اماراتين او حتى مقيمين فتعتبر يعني منافسة جدا قوية كابتن عبدالله اه بحكم المنافسة القوية اربع لاعبين من شرطة دبي اربع لاعبين من الشباب الاهلي اثنين او لا توقعا واحد من فريق الشحفار اه واحد من نادي بوضابيه فتوقع الكفة ناس ما قلت متوازية بين شباب الاهلي وشرطة دبي اعتقد 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 هذا مو باربيرو اللي موجود هذا دوسان الثاني اه اوكي هذا دوسان الصربي وايضا يمتاز بيه السرعة النهائية لكن كارلوس اقوى ما قدر يصمد في الدخول في التسكير انا اقول لكم ساعي اقول لك باربيرو ما صمد وقتها صحيح طره وطارها لك الوقت اه اعني يفرق شو قلنا احنا يفرق التمركز التمركز اي نعم هذا الان اللي موجود دوسان من صربيا واعتقد الان هو المعتمد عليه لكن هو عند قوة اسبرنت اه فاز في مراحل في طواف الصين تعرف طواف الصين طرف هاينان طرف هاينان صحيح وشارك ايضا وحضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارة حفظ الله ورعا في هذه اللحظات سموه يصل في هذه الاثناء لمتابعة هذه الملحمة الرياضية على مستوى الدراجات الهوائية هنا في هذا المكان الان ومضمار السلم في محمية المرمومة الصحراوية تشهد هذا التحدي هذه القوة هذه الرياضة الملحمية ما بين شرطة دبي ويدخل معاها الان حامل اللقب نادي شباب اللهلي يدخل ايضا في هذه الاثناء فريق الشعفار عن طريق نجيب عسل ومعاهم ايضا من نادي ابو ظبي لي الدراجات في محاولة ايضا جيدة من بوليشن الاسغندر وهو اللي حقق في اليوبيل الذهبي المركز الثاني نعم العام الماضي كان هو في المركز الثاني وكان جابر المنصوري في المركز الثالث وهسلر الاسترالي هنريش كان في المركز الاول من شباب الاهلي شباب الاهلي فاز بالنتيجة الفرقية والفردية ويأتي اليوم يحاول ان يحافظ على هذا اللقب وبحضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه وسدد الله خطاه على هذا المستوى على هذا الاداء التي وصلت اليه لعبة الدراجات الهوائية وصباقات وبطولات تسلم في النسخة السابعة معكم الان مع اقوى السباقات سباق النخبة رجال معكم الان هنا من الرجال الاقوية من الامارات الاماراتي الراءة حقيقة الذي استحق لقب ذهبية دولة العاب التضامن الاسلامي كالسرع دراجة في عملية الاسبرنت في سباق الاسكراتش وايضا بطل سباق الاومنيوم بالبطولة العربية واكثر من نتيجة ومن ذهبية حققها احمد المنصوري يتواجد الان احد عناصر فريق النادي شباب الاهلي مع العناصر المحترفة مع داميونو كاروزو وايضا بولي جريغا هناك من ايطاليا ومن سولوفينيا وايضا البولندي الشاب القادم بقوة من بولندا صاحب الميدالية الفضية في بطولة اوروبا فليب ماتشويوك معاك ايضا هنا من شرطة دبي دوسان الصربي الصربي القادم بقوة الان ايضا ومتماسك كارلوس باربيرو كان موجود في هذه القوة لشرطة دبي ولكن تراجع مع دخول المسهر حاليا يتواجد في هذه اللحظات كما اشاهد ايضا من الجزائر حمزة عماري وهو افضل المتواجدين من شرطة دبي الان حاليا خلفه مباشرة يتواجد الصربي في هذه اللحظات دوسان راجوفيتش اذا الان هذا راجوفيتش ياخذ الماء مرة ثانية يرفع صبعه من اللي كان يعطي الماء من قبل شوي هذا مبقادر ياخذ الماء انت بحاجة الى النقيب راشد نعم نادر علي راشد هو اللي كان يعطيه الماء كان افضل يتكلم ايام يبغيوا ماء يبغيوا ماء بدأ يحس بالعطشة الان نعم هذا دوسان الان كان بالاول كان يعطيهم الماء النقيب نادر علي راشد هو بطل سابق في الجري قبل لكن الان مع الدرجات الهوائية من شرطة دبي حاليا الان مبعى عارفين يعطونتنا من حالة الثبات على سرعة عالية صعب انه ياخذ الماء صعب انك تزود لاء يجب ان تتحرك معانا عم لازم ان تجري معاه شوي طبعا المتطوعين اللي موجودين ما يقدر يجري معك اللاء صحيح هو يثبت ولكن هم اختاروا شوف شوف عملية الجري حتى لانه سرعتهم عالية سرعتهم عالية اتوقع الرياح دافعة كابتنا نحن شوف عملية الجري ضرورية جدا ولكن حتى الطريقة اللي يديها بعض فيها لازم يكون فيها احترافية اكثر صحيح يعني انت مو بشرط تشوف اللاعب خليهو يشوف المطارة وانت تكون في وضعية الجري افضل عندما انت تعطي اللاعب ظهرك وتكون سرعة مناسبة لازم فيه توازل السرعة صحيح فافضل من يعطي تموين ويزود الماء على سرعة اللي يعطي اللاعب ظهره وإيده فقط هي اللي وظاهره لللاعب صحيح مجرد ان يشوفه نشاف المطارة يبدأ يعمل عملية سبرنت مع الدراج صحيح عساس ان يوازن السرعة فياخذها بكل ارياحية فخليل اللي شفناهم يقدرون يضبطونها بصراحة بل فعل ونشوف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يتواجد في هذه اللحظات لمتابعة ما تبقى من مسافة هذا السباق الأقوى على مستوى النسخة السابعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية نعم انها المتعة سيدي نعم انها الآن الملحمة التي سوف تجرى بعد قليل ما بين الفريقين وربما ثالثهما نادي ابو ظبي وربما يكون هناك اسم الشعفار لا تعرف وانما المنافسة سوف تشتعل القوى وموازين القوى للفريقين الآن تتمكن وتتمركز مع اصحاب الليد اوت في السرعة من هم اصحاب الليد اوت في السرعة سوف اترك الحديث لكابتن يوسف اكيد كابتن كلنا شايفين مع بعض كابتن كثرة اللاعبين اللي يتميزون في السرعة النهائية اكيد شباب الاهلي كابتن يحب ان يحافظ على اللقب من السنة الماضية كان الصباق من اكيد كان غير عن اللي اليوم شفناه كان من حتى الى اكسبو 2020 اليوم اللي واجهون اللاعبين اكيد كانت ريح جانبية مؤثرة في تفقق المجموع من 246 لاعب الى العدد اللي احنا شايفينه الحين في المجموع الاولى اتوقع الاختصاصات موجودة وواضحة للمتابع ولمشاهد كابتن الشباب الاهلي يتميز بثلاث لاعبين في اختصاص الاسبرنت اللي هم بولي جريغا واحمد المنصوري وايضا اللاعب الثاني اللي هو البولندي يتميز في السرعة النهائية اما بالمقابل لشرطة دبي كابتن عندهم لاعبين او اثنين يتميزون في السرعة النهائية اللي هم حمزة ياسين ونسيم سعيد بالاضافة اللاعب اللي قلت قبل شوية توقع كرواتي او اذا ما ما خاني التعبير اه فتوقع هذي اللاعبين اه اللي هم مرشحين للفوز بالاضافة الى يمكن ما ننسى اللاعب نجيب عسال من فريق الشعفار جميرة هو يتميز ايضا بسرعة نهائية ايضا اه لا ننسى اللاعب لوكا مزقيت اللي هو الثاني لاعب من الماخرة خلنا نقول من اقوى اللاعبين اللي هم يتميزون في الاسبرنت فالمسافة جدا اه قامت تتقلص للوصول لخط اه النهاية اه العمل جبار من قبل اه فريق شباب الاهلي والشرطة دبي بالاضافة الى النادي اه بوضابي اه الاكسندر بولوشين اخر لاعب نشوفه في المجموعة الاولى ولاعب واحد من فريق الشعفار اه جميرة كنا شايفين مع بعض اه الرياح الجانبية اللي قادنا من يمين الشاشة الى يسار الشاشة الاحتماع اه خلف الدراجين من الجهة اليسرة اه ممكن حالة من التهب او الجهوزية لكل فريق انه يتمركز في المكان المناسب اه لانه يحتمي من الرياح الجانبية نعم فخلنا نشوف مع بعض كيف راح يكون نهاية الصباق راح تكون اكيد منافسة قوية منافسة شرسع بمتابعة سيدي صاحب السمو والشيخ محمد براشد حفظ الله ورعاه اه متابع اه ودعم اول للرياضة بشكل عام ورياض دراجات بشكل خاص اه اليوم كنا شايفين مع بعض كيف اه خلنا نشوف العلم اللي موجود على لوحة الخمس كيلومترات كيف الرياح قوية كيف الرياح اه ممكن تكون عامل مؤثر او عامل اساسي في تغيير مجريات الصباق في اه اكيد تفكك المجموعة هذه اللي حنشوفها ايضا في المؤخرة هناك نشوف المجموعة الملاحقة المتكونة من اربع لاعبين اثنين من نادي بوضبي واحد من الشعفار اه واحد من اتوقع ياسي فريق ياسي فالمنافسة جدا قوية يتم اه حين هذه المحاولة للحاق في المجموعة الاولى من جوزيف لاديمير ايضا سفيان حدي من اه نادي بوضبيس اه اه اتوقع اه تيس فهم اكبو مريم اه اريتيري الجنسية اه سعيد بلواش من فريق الشعفار جميرة يحاولنا يتميز في اه او انه حاولنا يزود بالمياه بحكم ان المسافة طويلة اه يحتاج لاخر الكيموترات انه يكمل الصباق في مستوى بدني جيد او مستوى فني قوي فشايفين المحاولة هذه للحاق في المجموعة الاولى يتزود احنا مثل ما احنا شايفين من السيارة او المركبة الملاحقة لآآآ آآآ صباق اليوم فاتوقع اربع لاعبين في حالة من اه توقع من العصبية اللي بالواش هنقول له هدي اللي حكم انه انت حين قاعد تمالك العصاب وهي يعني مطلوب في مثل هذه الصباقات مطلوب ان انت بعد ما قطعت هذه المسافة ان انت تتمالك عصابك توفر انرجي او توفر طغتك عشان تلتحق في المجموعة الهاربة توقع في مجموعة ثالثة ايضا تلاحق المجموعة الثانية والاولى وهذه المجموعة اللي اشايفين مع بعض اللاعب احمد المنصوري صراحة بطل غني عن التعريف اللاعب احمد المنصوري صاحب انجازات عديدة لمنتخباتنا الوطنية يتمركز الحين راجع من المقدمة على طولة مركز في ثاني مركز او ثاني مكان خلف زميلة داميانو كاروزو فشي يحسب لللاعب البطل احمد المنصوري ليش فريق شواب الاهلي ضم لهذه العناصر الوطنية صراحة شي يعني يفخر في او تفخر في الدراجة الاماراتية بحكمه اللاعب الاماراتي الوحيد المتواجد في المجموعة او الكوكبة الهاربة او المجموعة الاولى شو رأيك كابتن عبدالله والله نشوف الآن كل كلمة من تكريم وإشادة يستحقها احمد المنصوري صحيح على اللي انه موجود هو الاماراتي الوحيد حاليا بالفعل يعني اماراتي الوحيد اللي موجود بوسط هذه الكوكبة والاسماء اللي عديتها أكيد وانت بطل يوسف بطل آسيا بطل العرب بطل الخليج شاركت في بطولات اقليمية دورات أولمبية شاركت في العاب آسيوية صحيح فتعرف تماما هذه المستويات العالية بمجرد وجود قوة هجوم الآن من البولندي البولندي في هذه اللحظات ونشوف شرطة دبي تحاول أن تعود مرة أخرى لتتماسك بولي غريغا ولوكا يخرج الآن من الجانب عملية تسكيل قوية في انتظار بولي يدخل ليكتمل العقد ضربة قوية شعلت شعلت وصارت ولعت ولعت شباب الاهلي يضرب بقوة الشعفار يخسر آخر عنصر نجيب عسال تبدأ القوة وعملية الضرب يدخل معهم بالتسكيل يدخل الآن ومحاولة قوية موجودة من شرطة دبي الآن نسيم سعيدي يفتح دزيان باردير الآن بالنسبة لعماري حمز عماري حاولا يحمي عناصره في هذه اللحظات قوة موجودة أحمد المنصوري يضغط بشكل كبير حذاري يا أحمد أنك تلقى لكم مكان أحمد يخدم يخدم لوكا واضح لوكا اليوم هو المرشح للفوز اللي لابس الخوذة الزرقاء الخوذة الزرقاء والشورت الأزرق هو بولي غريقا في محاولة قوية أحمد المنصوري اليوم يقدم خدمات جبارة جبارة لفريق شباب اللهلي نفتخر بك يا أحمد نفتخر بك يا أحمد المنصوري يبقى مع النجوم كاروزو موجود وحذاري دوسان الصربي بدا يتعب الآن في تراجع بالمستوى الآن يتحدث عن نفسه الآن لوكا لوكا يسحب يدخل يخترق عملية التسكير حاول يساعد زملاء حمز عماري حمز عماري يخترق التسكير في هذه اللحظات يا لها من قوة جزائرية هنا لاحظ الصورة نعم إنه الآن سباق وكفاح في نفس الوقت لاحظ الآن القتال الجبار أحمد المنصوري الإماراتي مع هذه النجوم مع هذه القوة الآن السلوفينية الإيطالية البولندية أولندية نعم إنه الآن مع الصربي أيضا مع الجزائري العرب الموجودين الآن هنا ثلاثة تقريبا عرب فقط الموجودين في هذه الكوكبة بل أربعة أحمد المنصوري من الإمارات حمز عماري من الجزائر نسيم سعيدي من الجزائر بطل العرب وأيضا يبقى آخرهم حمز ياسين يلا 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 يا شباب يلا يا أحمد المنصوري أحمد المنصوري وصل إلى مرحلة الإعياء النوضة ارتفع مئة بالمئة لدى أحمد المنصوري الآن التسكير مستمر الضغط الآن شديد لاحظ الصورة الآن يخفف السرعة شوي داميانو ما أخذ الراسة الآن في هذه اللحظات قبل شوي فريق شباب اللهلي يضغط بشكل كبير سعيدي نسيم ياخد تارق الآن عملية التسكير شرطة دبي تقاوم تقاتل بكل شراسة بكل ضراوة شوف جسارة الأبطال هنا مع أحمد المنصوري نعم إنه جسور إلى أبعد الحدود نعم يا المنصوري نعم شوف التماسك شوف الدفع شوف المكان يا سلام على القوة على الأداء نسيم سعيدي لا زال يقاوم الآن في الأمامة لكن تبقى الكلمة لشباب اللهلي هل يصمد فريق شرطة دبي مع هذه القوة الضاربة هنا من شباب اللهلي شباب اللهلي مع التسكير مئة بالمئة الآن هنا مئة بالمئة تسكير رياح جانبية نعم ويحاول الآن مع كاروزو وأيضا ماتيوك ماتيوك الآن هنا البولندي في ضية أوروبا معها الآن خلفه مباشرة نشوف بول إغريقا مع أحمد المنصوري يقول له حاول أنك تدخل حذاري الدخول الآن من جانب الطريقة نعم يقول له ارجع وراء خلاص مو بقادر يصمد مو بقادر يصمد يفتح الآن بول إغريقا يحافظ على أحمد المنصوري بس أحمد المنصوري وصل حده الآن هذا الماكس هذا الماكس لا أعتقد الآن يحاول أن يأخذ مكانه ولكن النفض لو يرتاح شوي شرطة دبي تعود الآن لعملية التسكير عماري حمزة يضغط الآن بصورة رائعة الصربي ينظم معاهم الآن هجوم الله هجوم تسكير لشرطة دبي هجوم تسكير من الصربي دوسان راجوفيتش راجوفيتش الآن سيدا يتحدث الآن عن قوة أداء يتماسك مع بول إغريقا شباب اللهلي إذن دخلنا في عملية التكاتة قوية محاولة محاولة جريئة من الدراجة الصربي الآن لوكا مجزك يتعب في الخلف اثنين راحوا الاثنين راحوا الاثنين راحوا تنجح تنجح إذا تعاون معه بول إغريقا بول إغريقا ما راح يتعاون معه راح يتركه يا الله على السباق محاولة قوية من نادي بوظبي بوليشنا الإسقندر يطلع يوصل الكوكوبة يقولك أنا موجود إذا صار إذا صار ما صار يلتحق معاهم للمركز الثالث شوف المحاولة تخيل أن داميانو يتعب تخيل أن داميانو كاروزو يتعب يا جماعة الخير شوف يا يوسف شوف شوف الأداة شوف الله الله ولكن ولكن بطلنا أحمد المنصوري ولكن بطلنا أحمد المنصوري صامد وسط كل هذا يا له من أداء يا لها من بطولة وين رجولة يا أحمد برافو برافو يا المنصوري يا الإماراتي الوحيد اللي موجود متماسك بهذه الصورة مع هذه الكوكوبة والله القتال دائر ما بين شباب اللهلي وشرطة دبي ومعاهم أحمد المنصوري أيضا من شباب اللهلي شرطة دبي الآن تحاول هنا بكل قوة بكل أداء العناصر الجزائرية الثلاثة يبدو لي جهوزية كاملة أداءهم ممتاز جبار لحد اللحظة لاحظ معي الآن هنا تهدي الكوكوبة أنها فرصة مناسبة أن يستعيد أنفاسه أن يسترجع قواه الآن أحمد المنصوري ولكن بوليشن يضرب هذا بهذا ويعمل هذه الخطة الهجومية نعم خطة هجومية قل لك لو آخذ لو آخذ المركز الثالث أنا بخير يعرف أنه ما عنده سبرنت ولكن عنده سحب أليسغندر بوليشن من ملدوفا من نادي أبوظبي للدراجات هو الوحيد اللي صمد من نادي أبوظبي للدراجات لحد اللحظة معهم عماري عماري هذه فرصة كبيرة هذه فرصة كبيرة لبولي قريغان أن يذهب هو أفضلهم هو أفضلهم بوليشن سوف يسحب ولكن بولي قريغان بحذر يحاول أن يأخذ قرار يحاول أن يأخذ قرار يوسف شرايك لا ننسى كابتن في نتيجة للفرقي هذا الشيء اللي يخلى قريغان ما يشتغل مع المجموعة الهاربة الحين فشفت نشما أنت شايفين هجوم أيضا من شرطة دبي في الخلف يحاول اللحاق في المجموعة اللي هي صارت تتكون من ثلاث لاعبين من حمزة عماري وغريغا بولي وأيضا أليكسندر بولشين فغريغا اللي هو يتابع ويشوف يقول غريغا ليش ما يبغيره لأنه فرصة ناس ما تفضلت كابتن لكن النتيجة الفرقية هو أكيد حاسبينها فيبغي أن أكبر عدد من نادي شباب الأهلية أو فريق شباب الأهلية لأنه يلتحق في المجموعة ونسمحنا نشوف مع بعض الحين حاليا بولي جريغا يعرف تماما قراءة تلك النتيجة فبالتالي لا يود لابتعاد وترك الكوكب من غير فاني وقالت من شباب الأهلية شباب الأهلية الآن مرة أخرى أتاك آخر من الدراج الشاب في هذه اللحظات البولندي يتحرك بقوة في مقدمة السباق الآن اللي يرد على هذا الأتاك الأسغندر بوليشن شباب الأهلية ينتهي الدراج السربي خلاص وصل المكسيموم أحمد المنصوري مع حمزة ياسين لوكا لوكا يعاني أيضا في الخلف شوف المستويات يعتخيل الآن داميانو داميانو خلاص يودع 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 في هذه اللعظات في الخلف نعم وصيف بطل طواف إيطاليا خلف برنال إيقيل برنال وهو الدراج الكولومبي بطل طواف إيطاليا هو هذا الوصيف الآن في الخلف وشباب الأهلية الآن يبعث بواحد من الدراجين بهذه القوة نعم من دفاع البولندي شكلي بيسويها صاحب في الضية بطولة أوروبا 23 سنة من مواليد التسعة وتسعين ينطلق الآن من شباب الأهلية نادي شباب الأهلية من اللي حاول خلفه في الخلف غريغا بولي والإكسندر بوليشن يبدو لي الآن النجاح الراحي يكون لشباب الأهلية شباب الأهلية أتوقع نتيجة الفرقية كابتن راح تأثر معهم لأن العدد أكبر لشرطة دبي في أربع أو ثلاث لعبين شرطة دبي هم الأفضل بالنسبة لنتيجة الفرقية إلا إذا أخذ قاب كبير الدراجة فيليب فيليب ما تشايو كلام بالرغم من العطاء اللي قدمه اليوم في هذا اليوم أعتقد هو ولا لا الآن لأنه بقدر أشوف نعم رقم الدراج نعم هذا فران هذا فران هذا فران هذا فران مهلوفيتش هذا فران مهلوفيتش للأسف هذا يلعب الفريق الثاني هذا يلعب الفريق الثاني نعم الفريق الثاني لشباب الأهلي هو اللي رايح الآن نعم في هذه اللحظات الكرواتي الكرواتي هو اللي طالع فيليب تراجع في الخلف إذن الآن في هذه اللحظات فران مهلوفيتش هو من يتقدم الآن في هذه اللحظات الاسغندر بوليشن يحاول أن يسحب ويدافع خلفه مباشرة يبقى الآن في هذا الوضع لصالح فريق شرطة دبي مئة بالمئة للنتيجة الفرقية في الخلف الآن شرطة دبي تحاول أيضاً أن تعمل في الخلف المجموعة الثالثة صار فيها ياسين حمزة صار فيها أحمد المنصوري وصار فيها أيضاً من شباب الليلي داميانو كاروزو هذا الآن المجموعة الثالثة الرابعة هذا الرابع اللي فيها سعيدة بولواج وفيها أيضاً نشاهد هنا فلاديمير قوزيف فيها سفيان حدي فيها أيضاً من فريق ياسي تبسم أكوا مريم في متابعة أيضاً معهم من الشعفار نجيب عسال الآن المجموعة اللولة صار تقدم واضح ونشوف الآن ضغط شديد موجود بالنسبة لمن يتواجد في مقدمة السباق الآن أداة جبار لهذا الدراج ويبلغ من العمر عشرين سنة موليد الألفين واثنين يتقدم الآن في هذه اللحظات من فريق شباب اللهلي ومفاجأة كبيرة إذا ما فاز اللي يدافع الآن فريق شرطة دبي شرطة دبي في عملية الدفاع والله برافو عليه برافو عليه سعيد نسيم سعيدي اللي يضغط الآن الجزائري من شرطة دبي مع أيضاً حمزة عماري والله برافو برافو والله إنهم قدموا مجهود اليوم أفضل من اللاعبين المحترفين بالفعل أفضل ظهور لشرطة دبي في هذه البطولة أفضل ظهور لشرطة دبي في هذه البطولة بولي قريغا يتمركز الآن مع لوكا الوضعية أصبحت مرة أخرى لنادي الأهلي الآن لصالح نادي الأهلي لش نتيجة الفرقية والفرقية المجموعات وقال ملاحق كبتر راح تلتحق لموجود لوكا بعد موجود معهم صحيح معناته أنه بيكون الوضع أفضل بس إذا كان اللاعب المتقدم من فريق الثاني من فريق الثاني من فريق الأول يحتاجون أحمد أو داميانو كاروزو أن يصل إلى الكوكبة مرة أخرى هذه المجموعة الملاحقة فيها اثنين من فريق أبوظبي وهذا راح يجعل فريق أبوظبي في المركز الثالث حاليا على هذه الوضعية حكم تواجد أيضا بوليشين في المقدمة وهنا اثنين معناته الآن أبوظبي نادي أبوظبي في المركز الثالث العام كان أيضا في المركز الثاني وهذا يستنى بيكون في المركز الثالث إذا نادي أبوظبي مكان ممتاز في المنافسة نلاحظ الآن هنا يا سلام ومتابعة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سموه يتابع ويشاهد هذه الملحمة يشاهد ما نراه الآن من تحدي نشاهد معنا الآن في هذه اللحظات القوة الكرواتية في المقدمة هذا الكرواتي يتقدم بشكل جميل الآن وهذا راح يا يوسف شوف والله يا كابتن الهجوم كان صريح جاب من بعد رياح جانبية من بعد تسكير من بعد أتوقع مجهود عالي من بداية الصباق شباب الأهل يقوم في عمليات دفاع فكانت الهجم أو الهجوم هناك كابتن نشوف هجوم أيضا من غريقابولي في المؤخرة هنا نعم في المجموعة الملاحقة نشوف هجوم قوي أتوقع هنا خلال مرتفع نحن موجودين خلال مرتفع حين يمرون في اللاعبين أو صعدة شوية في منطقة محمية المرموم أو مضمار قدرة الدراجات من بعد أن أعطف يمين كابتن باتجاه خط الفنش أو قرية الإمارات للقدرة فأتوقع الحين الأماكن أو المكان المناسب اللي يقوم فيه للهجوم غريقابولي لكن ما أرشح شي لأنه يحتاج اللاعبين اللي هم يعملوا للسابورت من الخلف الملاحقين أتوقع أن تحقوا فيهم مثل ما نحن شايفين كابتن عن الميسرة من الشاشة أحمد المنصوري وكاروزو وأيضا حمزة ياسي الآن تعود الأمور مرة أخرى للعملية الحسابية ويبقى فريق شباب الأهلي المنافس على المركز الأول الفرق والفردي الفرق طبعا الآن صار بعد الالتحام أما بالنسبة لهذا البطل الشاب الذي يتقدم الآن المشهد بهذه الصورة الملفتة للنظر نعم أنه يتقدم الآن وأخذ قاب هذا القاب أعتقد أنه مناسب جدا أتوقع راح يسويها كابتن راح يسويها ويضفر نعم يضفر في المركز الأول بحكم أول ما نأخذ المنعطة في يمين باتجاه الفنشلين أو خط النهاية راح يكون الهوى دافع جانبي أو جانبي دافع فالحين نحن شايفين الهوى أو معارض نقول الهوى بالوي في اللغة الدراجين لاعب ضد ممكن الثنين من شرطة دبي هم القائمين بالعمل الفعلي في المجموع قد شوف معي كابتن لاعب أو لاعب واحد بالأحرى هذا الدفاع الآن لاعب دفاع الآن فاللاعب أتوقع الكرواتي هو اللي يملك الكفة بحكم القابل اللي خذاه قبل لأن نعطف لهذا المسار اللي احنا ماشينا عليه والآن يعود مرة أخرى أحمد المنصوري اللي يلتحق بهذه الكوكبة وهذا أمر كبير شيء إيجابي وشيء إيجابي يعني راح يكون هو أهم العناصر اللي موجودة في الخلف أحمد المنصوري وبولي جريغا هم من الفريق الأول بالإضافة إلى لوكا ميزق ثلاثة هذا الثلاثة يكفي إذا وصلوا في الفرنش في الأمام راح يكون النتيجة أو تكون النتيجة الفرقية لصالحهم صحيح بالفعل بحكم أن المتواجدة الآن في الأمام الكرواتي وهو في الفريق الثاني خلنا نتكد كابتن إذا ما كان الفريق الأول أو الثاني لا فريق الثاني الفريق الثاني فريق الثاني رقم 12 كرواتي نعم الكرواتي وهو أدرا جفران مهلو جفتش صحيح فأتأكيد كابتن يحتاجون اللاعبين اللي في الخلف إنهم يعملون عملية سبرنت ند بالند عشان يضمنون نتيجة الفرقي بحكم أن النتيجة اللي في الأمام غير محسوبة للفريق ألف من فريق شباب الأهلي فأتوقع العمل اللي راح يقعدين يقومون في شرطة دبي راح ينهكم عشان يعملون سبرنت في المرحلة النهائية بالإضافة لوجود تواجد غريق أبولي ولوكا مزقيتش وأحمد المنصوري بيكون لهم الأدفانتج إنهم يعملون سبرنت نهائي قوي يضفرون في المراكز المتقدمة فهذه كابتن أتوقع التكنيك المناسب اللي ممكن يتأخذونها أو النشطة دبي يحاولون أنهم يبدلون التكتيك اللي حاصل الحين بحكم أنه ممكن العمل يرهق اللاعبين الاثنينة هم أتوقع الهدف مالهم إنهم يوصلون اللاعب اللي قلتك قبل شوية اللي هو موجود معهم حمزة ياسين كان موجود في المؤخرة بالإضافة لللاعب الآخر اللي هو مش بيريرو كان اسمه توقع كابتن تقصد الكارلوس كارلوس نعم كارلوس نعم كارلوس اللي حطينا على الأساس من الفريق الأول أما حاليا اللي موجود هنا في هذه اللحظات بالنسبة للشباب اللي لا أنا قصدي شرطة دبي شرطة دبي اللاعب اللي هو موجود معهم يتميز في السرعة النهائية مش بيريرو لا لا هذا دوسان دوسان تمام فهذا الشيء بيخدم دوسان وحمزة ياسين حكم أن حمزة عماري ونسيم سعيد يقومون بالعمل اللي حق في هذا اللاعب حاليا إذن دراج من موليد الألفين واثنين حاليا من صربيا أو من كرواتيا عفوا دوسان هو اللي من صربيا هذا من كرواتيا من فريق شباب اللهلي نادي شباب اللهلي يتقدم الآن يقترب كثيرا إلى النهاية ونقترب أيضا إلى نهاية السباق مشاهدين الكرام سرعات كبيرة موجودة في هذا اليوم هذا آخر منعطف بعد ذلك إلى خط الوصول راح يكون الكرواتي إذن موليد الألفين واثنين هو من يتقدم السباق اللي احتراف رسميا أول احتراف لألفين واثنين وعشرين مع فريق البحرين بكتوريوس بعدما هذا الكرواتي حقق العديد من النتائج وخصوصا هو الحادي عشر في بطولة العالم في أستراليا تحت ثلاثة وعشرين سنة تخصص صعود مرتفعات تخصص أيضا في ضد الساعة استطاع أن يفوز ببطولة كرواتيا أكثر من مرة هو حامل لقب كرواتيا في ضد الساعة في هذا الموسم بالإضافة أيضا النفاز بمرحلة في الجيرو بالنسبة لإيطاليا جيرو ريجوني في هذا الموسم أيضا وفاز بالمرحلة الأولى إذن دراج يمتاز بقدرات قوية في ضد الساعة هو يتقدم السباق الآن إذن اختيار موفق لنادي شباب الأهلي لهذا الدراج الشاب الذي الآن هو أصغر المتسابقين في هذه الكوكبة هذا المنحن الأخير الاتجاه إلى خط الوصول الآن أخذ قاب شرطة دبي لازالت تدافع النتيجة الفرقية لازالت الآن موجودة ما بين شرطة دبي وأيضا ما بين فريق شباب الأهلي شباب الأهلي موجود الآن هنا بعناصر أحمد المنصوري بولي جريغا وأيضا لوكا مجدكت ومعهم أيضا داميانو كاروزو في هذه الأثناء أيضا شرطة دبي تتواجد بحمزة ياسين وأيضا حمزة عماري بالإضافة إلى نسيم سعيدي ومعهم أيضا الدراج الصربي دوسان راجوفيتش إذن الآن راجوفيتش هو سبرنتير واضح عنده قدرات في عملية السبرنت راح نشوف الآن هذه عملية الانحناء للكوكبة في الخلف الفارق الزمني أقل من ثلاثين ثانية ما بين خمس وعشرين ثانية والله فارق ماهو بعيد يعمل الآن فريق شرطة دبي يقاوم حتى آخر لحظة يقاتل حتى الأخير برابو 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 شرطة دبي أداء ممتاز لفريق شرطة دبي الآن بهذه الصورة المذهلة من القتال نعم نعم كان هذا الفريق مقاتلا حتى النهاية جبارا في الأداء نلاحظ معاكم الآن في هذه الأثناء أداء جدا ممتاز لهذا الدراج نادي شباب اللهلي إذن موليد الألفين واثنين في هذه اللحظات يتقدم فران ميهلو جيفتش في مقدمة السباق موليد الألفين واثنين نشوف الآن المتبقي في هذه الأثناء تقريبا 12 دقيقة تقريبا أقل من ثمان كيلو مترات أقل من ثمانية 14 كيلو لكن على هذه السرعة ربما يكون أكثر من هذا صحيح نلاحظ معاك الآن في هذه الأثناء إذن هذا الدراج يتقدم يوسف الآن الرياحة ما هي بدافعة ولكن نوعا ما جانبية بدافعة صحيح هذا تتوقع الأدفانتج للعب اللي في الأمام الهارب أكيد الكفة تروح لكابتن للمركز الأول النفس ما قلت لك إذا هو قدر ياخذ قاب اللي هو في الويها والمعارض أكيد بياخذ قاب أكثر بحكم النهني كابتن في المجموعة الملاحقة العمل ما هو متوازي ممكن نشوف لعب يرفع السرعة ولاعب ممكن أنه ينزل السرعة فتوقع هذا الشيء أدفانتج أيضا لشباب الأهلي أنه يعمل سبرنت لسمصلحة غريغا بولي أو لوكا ميزجيش فشوف مثل ما أنت شايف النتاج الذي ذكرتك كابتن خير برهان أو دليل أنه قدر يحافظ على الإقاب اللي هو وصل لـ 25 ثانية فهو لا ننسى أنه لاعب فقط واحد هو لاعب ضد الساعة مختص وفي 2022 في بطولة أوروبا بطولة أوروبا لهذا الموسم 2022 قد فاز بالميدالية الفضية وبمعدل قوي بأفرج 46 كيلو متر في الساعة في طريق معروفة في البرتغال ما بيكون سهل وأمام الدراجة المحترف أيضا البلجيكي أليكس سيغارت وكان معدل سرعة 48 كيلو متر هو مختص في ضد الساعة بشكل ممتاز لازال معاه في ضية أوروبا صحيح 23 سنة أعتقد الـ 25 ثانية صعبة أن تعوض لهذا الدراج أعتقد هذا نشوف الآن في هذه الأثناء معاكم في الصورة كما نشاهد الآن الكوكبة في الدفاع الدفاع موجود من شرطة دبي في هذه الأثناء شرطة دبي لازالت تقاوم في هذه اللحظات نشوف معاكم الآن هنا في هذه الأثناء هنا الله 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 بدأ يبتعد بدأ يبتعد الآن هذا دوسان أيضا هنا مريحين شوي لاشتغلون له الآن زملاء عماري وأيضا نسيم سعيدي وشوف شوف نعم نعم الدراجة الآن بهذه اللحظات إذن الكرواتي صاحب الميدالية الفضية في بطولة أوروبا مؤخرا وأيضا اختصاص ضد الساعة وصعود المرتفعات في هذه الأثناء يتقدم على متن الدراجة مريدة وهو محترف في أول سنة احتراف سنة أول احتراف مع فريق البحرين بكتريوس يلعب الآن في صفوف شباب نادي اللهلي نادي اللهلي سوف يحافظ على اللقب في العام هيرنيتش هسلر وهذه المرة يأتي هذا الدراجة الآن من كرواتيا نعم فران ماهلوفيتش في المقدمة الآن إذن يتقدم نادي شباب اللهلي نجاح كبير بولي جريغا قاد أيضا الكوكبة بشكل ممتاز واحد من الناس اللي بدأوا اليوم في هذه الصورة نشوف الآن في التقدم بالفعل مشاهدين الكرام مثل ما احنا شايفين دوسان في المقدمة اتوقع المسافة المتبقية أقل عن تسع كيلومترات للنهاية والمجموعة الملاحقة أيضا تحاول انه تحط كل ما تملك من قوة اللحاق في هذا اللائب للمنافسة على المركز الأول أكيد المركز بتكون متاح لمجموعة الملاحقة حاليا لكن دوسان اتوقعت مين للكفة كابتن في اللي احنا ش قاعدين نشوفه مع بعض يتميز نعم بالنسبة للسبرنت دوسان هو أقوى ولكن أيضا بولي جريغا وأحمد المنصوري في عملية ليد آوت مع لوكا اعتقد ثلاثة ضد واحد اعتقد انه راح تصب لصالح شباب لهلي أكيد أكيد هذا الشي كابتن وخصوصا انه عملية الليد آوت اللي موجودة وتسحب كابتن أيضا العمل اللي قاعدين يقومون في شرطة دبي استنزاف طاقة أو ممكن انهم ينهكون نفسهم يلحقون في اللاعب اللي منسل في المجموعة الهاربة شوف مثلا ما احنا شايفين العمل طايح على فريق شرطة دبي الاثنين لاعبين قاعدين يقومون في العمل للحاق في اللاعب الهارب ممكن نشوف لاعبين شايف الاهلي قاعدين وراهم في المجموعة الثانية أو الملاحقة أحمد المنصوري بالخلف لوقا موزقيت غريقا بولي داميانو كاروزو ومن بعدها يلاعب شرطة دبي ناسيم سعيد ومن بعدها السبرنتر الخاص في شرطة دبي ومن بعدها حمزة ياسين وحمزة عماري وبوليشن في ذيل الكوكب لأنه أساسا مبدل راجل سبرنتير ولكن سوف يحاول سوف يحاول يعمل هجوم لأنه شكلا يحضر نفسه لهجوم خلنا نشوف الآن طبعا البطولة أصبحت الآن قريب جدا لشباب الأهلي بالنسبة للفردي أصبحت شبه تقريبا نقول حتمية النتيجة المركز الأول لشباب الأهلي ولكن دائما حتعلمنا في سباق الدراجات حتى نعبر الخط النهاية نستطيع أن نتكلم ونقول مبروك أو نجزم بأنه هو البطل ما تقدر تقول أنه راح يفوز فريق شباب الأهلي أو شرطة دبي حتى أن ينتهي في هذه اللحظات فران مهلو جبيتش في هذه اللحظات من نادي شباب الأهلي نادي شباب الأهلي سوف يحافظ على اللقب إذا ما استطاع حتى هذه اللحظة أن يبقي على الكوكبة بهذه الصورة والله بدأ يتعب ولكن ضاقط على نفسه يحاول أن يضغط لا ننسى بأن هذا الدراج من دراجي فريق نادي شباب الأهلي وأيضا هو بطل أوروبي عنده ميدالية فضية في بطولة أوروبا مؤخرا التي كانت في البورتوغال أيضا كابتن هو ناشونال تيمبيون ضد الساعة الفردي في سنة 2022 دعم هذه السنة هذه نتائجة أيضا عنده مرحلة عنده مرحلة فاز فيها ضد الساعة في هذا الموسم في طواف الريجوني في إيطاليا مرحلة الأولى البرولوغ الأولى فاز فيها وهو عنده إمكانيات قوية في ضد الساعة فبالتالي استخدام هذه الخاصية في هذا الجزء من السباق أعتقد لصالحة أيضا كابتن حصى على المركز 11 في بطولة العالم الأخيرة الفستراليا صحيح في الفيت أندرتونت 3 وهدعش العالم رقم صعب رقم صعب هدعش العالم ما هي بسهلة هذا هو أنك توصل كابتن أنك توصل لهذا المستوى كي تطلب إعداد وجهوزية عالية أنك أنت اليوم تقدر تنسل لوحدك في خلال آخر خلنا نقول أكثر عن 15 كيلو متر لوحدك وتشوف المجموعة الملاحقة أنها تلاحق بأكثر عن دراج يشتغلون للحاق بك فهذا نحن نشوف مع بعض اللاعب فران رايح لخط النهاية وتوقع أن المجموعة اللي في الخلف راح توصل لإسبرانت النهاية المجموعة اللي في الخلف سوف تقاتل من أجل نتيجتين نتيجة الفردية للبوديوم المتبقي المركزين الثاني والثالث صحيح وأيضا نتيجة الأخرى وهي نتيجة الفرق لأن الآن بهذا الوضع راح نمشي على ناس النظام اللي تكلمت عليه صحيح باعتبار بأن الدراج اللادي شباب اللهلي المتقدم الحالي وهو من فريق باء شباب اللهلي باء فاللي موجودين هنا من باء عندهم واحد واحد من باء والبقية كلهم من ألف أربع دراجي من ألف وشرطة دبي كلهم اللي موجودين هنا من ألف من ألف إذن آخر خمس كيلو مترات كابتن نشوف مع بعض هذه أيضا خمسة كيلو الأخيرة ويبقى العمل أيضا في هذه اللحظات هل ينجح هل ينجح اليوم فريق شرطة دبي نشوف اللي موجودين الآن عماري وأيضا ياسين حمزة عماري ما أخذ الراس الآن نلاحظ دوسان راجوفيتش هذا الدراج الصربي ومعاهم أيضا اللي موجود نسيم سعيدي خلفه شوف أربع دراجين من شرطة دبي يقدمون اليوم لنا صورة ونموذج قتال رائع من خلال هذا الأداء المبهر حقيقة ما توقعتم بهذه الصورة أمام هذه القوة الجبارة من فريق نادي شباب اللهلي كابتن على الفكرة دوسان هو بطل صربية للفرد ضد الساعة وأيضا للفرد العام فاللاعب يتميز في اختصاصين مع بعض نادر ما نشوف أن اللاعبين يتميزون في الاختصاصات هذه فيمتلك سرعة نهائية وأيضا السحب في مثل هذه الطرقات اللي هي الفلات ريس فكابتن ممكن سؤال شو توقعتك إذا وصلت المجموعة لما يعليه هذه المجموعة في هذه اللحظات إذا وصلت بهذا الشكل شباب الأهلي سوف يبدع في عملية الاسفرنت يبدع هل راح يكون في ليداوت راح يكون عن طريق محاولة موجودة من فريق شرطة دبي ولكن هناك استنزاف للطاقة بالإضافة أيضا لفريق شباب الأهلي التمركز واضح أحمد المنصوري لوكا بول جريغا وداميانو داميانو هو اللي راح يبدأ في عملية السحب وسوف يترك أحمد المنصوري خلفه ثم لوكا وبول أو أو العكس ولوكا في الأخير هذا الوضع نشوفه الآن ممكن نقراه ممكن نقراه الآن شوف أول واحد موجود الآن أحمد المنصوري صحي أحمد المنصوري لا في الخلف خلف لوكا أمام لوكا الآن بالأزرق طبعا أمام لوكا شفح أحمد المنصوري آخر واحد وراء لوكا مزوج نعم اللي ما أخذ الرأس فيه الأمام تلاحظ الآن هناك في هذه داميانو كاروزو هو مثل ما قلنا صحيح داميانو نس ما قلت نعم داميانو داميانو هو اللي راح يسحب تشوف رقم أربعة داميانو وصيف بطل طواف إيطاليا يا جماعة واحد ما هو بهين أبدا يسحب وبعدين على فكرة اللي يفوز جران تور ما استسمع واحد في الجران تور حقق مراكة ثلاثة أولى أو من ضمن الخمسة للوائل تأكد أنه يصعد وعنده ضد ساعة ضد ساعة صحيح تأكد دائما تأكد دائما الجي سي رايدر صحيح صحيح بالخاصة مش أي طواف طواف من قوة طوافات العالمية الثلاثة نعم من القران تور أحيانا مسار طواف إيطاليا يكون أصعب من طواف فرنسا إنقطاع كابتن لعب من شط دبيلو حمزة ياسين دراج سبرنتير صحيح وهذا هو استنزاف الطاقة اللي تكلم عنه يوسف إذن حاليا الآن عماري عماري حمزة ما أخذ الراس يسحب خلفه مباشرة يدخل معاهم في التعاون الآن بوليش ناليسغاندر عماري يثبت وجوده إنه فعلا يستحق لقب بطل العرب تقدم لقب بطل العرب على الدراج محمد المطيوعي في ضد الساعة تقريبا أقل من 22 ثانية أقل من 22 ثانية كان بين البطلين وهو بطلنا نحن نعرف بأن محمد المطيوعي قوي في ضد الساعة ولكن العماري يستطاع أن يتغلب عليه لأنه كان في فترة طويلة موجود في معسكر في السويسرا في المركز العالمي في اليو سي آي وبعد ذلك شارك باسم اليو سي آي في سباقة ضد الساعة الرلي المعروفة الرلي المعروفة المعروفة هو الميكس رلي الميكس رلي شارك في وطوة العالم بقميص المركز العالمي وشارك بقميص الجزائر منتخب الجزائر في الرود وأيضا شارك ضد الساعة والأهل في المكانين واستطاع أن يصل مجموعة أولى مع المجموعة المتقدمة بالنسبة لتاحة 23 سنة هذا شيء كبير شيء جميل شيء جميل دعم النقدراج عندك عربي بهذا المستوى يستحق الإشادة وأيضا نحن نفخر بأحمد المنصوري اللي متماسك معاهم لحد هذه اللحظة واعتمد على نفسه يعني ما حشل صحيح يوسف أكيد هو قدر يتمركز بمكان صحيح قدر يتمركز أكيد كابتن التمركز مش فقط النقطة المهمة الوحيدة أيضا لازم تكون في مستوى بدني ممتاز في جهوزية تامة لمثل هذه الصباقات اليوم كلنا شايفين كابتن المستوى اللي طلع في صباق النخبة لبطولة السلام النسخة السابعة فأتوقع توافقني الرأي أن عشان تكون في المجموعة لولا مش فقط النقطة تمركز تكلمنا عن التمركز أو البوزيشن لكن لازم تكون في جهوزية قوية وعندك مستوى نعم مستوى فني يعني عندك لازم تكون عدة أشياء أو عدة عوامل أنت تقدر أنك تتمركز أو تقدر تكون في المجموعة الأولى فهذا اللاعب أنا سماقلت فران رايح لآخر كيلومتر كابتن التعليق عندك ودائما ما تبهرنا في تعليق خط النهاية خط النهاية سوف يبقى الآن الفوز بالنسبة للمجموعة الثانية وعملية الليد آوت أما هنا هذا الدراج الآن من كرواتيا من موليد الألفين واثنين يتقدم في هذه اللحظات فران مهلو جبيتش إذن دراج اختصاص ضد الساعة رايح الآن إلى عملية الفوز بهذا اللقب نعم هذا فريق نادي شباب الأهلي يفوز للسنة الثانية والثالثة على التوالي نعم هاتريكلي نادي شباب الأهلي هذه البطولة صعبة المنال على الفرق الأخرى نعم نادي شباب الأهلي يسيطر عليها الآن بداية مع بولي جريغا بولي جريغا اللي فاز بأول النسخة بولي جريغا السولوفيني اللي أتى وإلى صفوف نادي شباب الأهلي واللي قام بأدوار كبيرة من خلال الدوري المحلي بولي جريغا هنا في الصورة ثالثة واحد أحمد المنصوري خلف بولي جريغا نلاحظ عملية اللي داوت الآن الأخيرة عملية الاسبرنت هنا هنا قصوة الأداء ستكون لمن لم يستنزف في الطاقة أو لمن استنزف في الطاقة في عملية البريكوي وعملية الدفاع الآن سيبين من هو الأقوى في عملية اللي داوت المركز الأول الآن يتجه نادي شباب الأهلي فريق نادي شباب الأهلي إذن إلى اللقب مرة أخرى والحفاظ على اللقب نادي شباب الأهلي إلى المركز الأول والفوز والحفاظ على اللقب للسنة الثالثة على التوالي نعم بطل سيح السلم لنخبة رجال وعملية الاسبرنت خادمة من الخلف لا تتركها لا تتركها يا الكتبي وعملية اسبرنت يقودها ناسيم سعيدي خلف مباشرة لوكا اللوكا الآن وعملية اسبرنت اللوكا ميزك وخلف بولي قريقة وأحمد المنصوري يحاول لكن قوة صاروخية موجودة عملية الدفع يفتح يسكر عليه محاولة قوية شرطة دبي نعم شرطة دبي ودوسان دوسان هو من يحقق المركز الثاني الآن وأحمد المنصوري أحمد المنصوري يدخل في المركز الثالث نعم نفتخر بك يا أحمد المنصوري من نادي شباب الأهلي يا لك من رائع يا أحمد وقلناها وقلناها يا جماعة والله قلناها اليوم إن أحمد المنصوري لا تستبعد هذا الاسم ربما ينافس ويناطح تلك الأسماء الكبيرة إماراتي وافتخر برافو برافو بالرغم من اللي قام به الآن في عملية الليد آوت وعملية الفتح القوية هي التي أدت نوعاً ما إلى إرباك فريق نادي شباب الأهلي وأيضاً أكيد الحكم راح يعرف ويشاهد قانونية ما قام به في عملية الليد آوت وعملية الفتح اللي قام بها عنصر فريق نادي شرطة دبي وهو نسيم سعيدي والآن الحديث حولها شوف لوكا لوكا يقول أنت فتحت سكرت علي أنا وطبعاً هي قانونياً لا يجوز طالما نشارع أربع عمتار بالصورة اللي قام بها الآن الآن الدخول في هذه اللحظات نشوف معاكم والله أداء مبهر لأحمد المنصوري اللي دخل في المركز الثالث المركز الثاني دوسان من شرطة دبي بهذه الصورة نقول مبروك لفريق النادي شباب الأهلي أداء مبهر أداء ممتاز استطاع من خلال هذا اليوم أن يقدم هذه الصور الرائعة والأداء الكبير ونشوف الآن هنا هذا فيليب فيليب البولندي بعد ما قدم وبعد ما أدى هذا في ضد الساعة بطولة أوروبا الأخيرة كان أيضاً عنده فضية ضد الساعة هذا الدراج اللي شوفون الآن من بولندا يبلغ من العمر 23 سنة موليدة 99 فيليب ماتشيوك في مقدمة الآن التوب تن يحاول أن ينهي في هذه اللحظات ورايح هو ترك اللي بالخلف هو كان تمركزه مع أنه هو عمل عمل جبار مع البدايات ولكن اليوم أنا فخور جداً بأحمد المنصوري بما قدمه من أداء مبهر ويصعد منصة التتويج كما فعلها العام الماضي جابر المنصوري نعم جابر المنصوري كان في المركز الثالث خلف هنريتش وأيضاً خلف بوليشن واليوم نشوف في المركز الثالث أحمد يوسف المنصوري اللي اليوم بالفعل هذا الإماراتي كان له حضور مبهر ومحمد الكتبي إذا كان عندك النهاية تعيده ونشوفه ونتأكد إذا فعلاً كان في المركز الثالث للقروب الثاني أتمنى أن أشاهدها مع البطل الإماراتي الذي قد رافقني من خلال هذا اليوم وهذا التعليق البطل بطل آسيا وبطل العرب وأيضاً بطل الخليج وبطل الإمارات والمصنف الثامن عالمياً في سباق